بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ النهاردة ان شاء الله اول محاضرة في امراض الدم كالعادة هنبدأ بشوية introduction شوية histology على physiology على حاجات basics قبل لما نخش على diseases الدم عندنا في جسمنا هو بنسميه tissue fluid نسيج سائل يمثل حوالي 8% من عبارة عن سائل بتجري وسط الخلايا السائل ده بتاع الدم بنسميه plasma والخلايا اللي هي blood cells اول بقى كرات دم حمرة كرات دم دي ده blood cells اذا لما نجي نتكلم عن مكونات الدم فعبارة عن plasma اللي هو السائل وتجري فيه الخلايا اللي هي السائل هتنمسك اول حاجة البلازمة بلازمة حوالي بتمثل حوالي 55% من حجم الدم والبلازمة بتتكون من الات من water مية مثلا حوالي 90% من حجم البلازمة بعد كده في البلازمة طبعا فيه جازز اوكسوجين وكربون دايكسايد ثم بعد كده فيه مواد صلبة اللي هي السولودز والمواد السولودز اللي في البلازمة بنقسمها لحاجتين زي ما فاكرين ما قسمنا البون قسمناه برضو الى ماتريكس وسيلز والماتريكس كنا قولنا فيه organic component واين اورجانيك او mineral component هنا برضو السولودز اللي موجودة في البلازمة منها اين اورجانيك واورجانيك الاين اورجانيك دي اللي هي الالكترولايتز ودي تركيزها 0.9% يعني ايه ب 0.9% يعني كل ميت سنتي مكعب من الدم فيهم ما يوازي 0.9 جرام من الالكترولايت اللي هو اهمهم السوديام كلورايت اللي هو ملح الطعام يبقى اي محلول ليتكون من 0.9 جرام من سوديام كلورايت يسمي المحلول ده ايزوتونيك مساوي للضغط الاسموزي للدم وده طبعا الفيموس اللي بنتديه للعينين اللي هو السلين وبيتباع طبعا في الصيد الرياض السلين التركيز الملح اللي فيه سوديام كلورايت فيه موازي للضغط الاسموزي اللي هو الـ نفس تركيز الالكترولايت في البلازمة دالي العيان ياخده فيه امان لا يشفط ماء من الخلايا ولا يدي ماء لخلايا الجسم فده الالكترولايت وقعنا اهم الالكترولايت اللي هو السوديام السوديام بيبقى كميته من 135 إلى 145 ميلي طيب هذا اللي هو محلول السوديام كلورايت او الصلاي بيبقى تركيز وسميناه ايزوتونيك لانه مساوي للضغط الاسموزي بتاع البلازمة لتركيز الالكترولايت في البلازمة اللي هو الـ وفهمنا يعني ايه مكعب من الدم كل ميت سنت من الدم فيهم مي وهذه 0.9 جرام من السوديام كلورايت ايه نيجي بقى الجزء الارجانيك الارجانيك عبارة عن حاجتين بروتينات اسمها بلازمة بروتينز وليبيتز والليبيتز في البلازمة مش موجودة كفري ليبيتز كده لا بتحمل او متحدة معه بروتينز لها اللايبو بروتينز وتكلمنا عنها قبل كده بقى VLDL والLDL والIDL والHDL والحاجات دي كلها ليه نمسك بقى البلازمة بروتينز البلازمة بروتينز تركيزهم 7.2-7.4 جرام ترسنت يعني كل ميت سنتي من الدم في حوالي 7.2-7.4 جرام من البلازمة بروتينز كل البلازمة بروتينز اللي هنقول انواعها دلوقتي بتصنعوا بالليفر بالاضافة الى الجزء من البلازمة بروتينز اللي هو الانتي بودز بيتصنع كمان في الريتكيلو اندوثيليال سيستم والريتكيلو اندوثيليال سيستم دي قلناها قبل كده دي الخلايا او الخلايا بتاعة جهاز المناعة وكنا قلنا ان الاسم ده ريتيكيلو اندوثيليال سيستم ريتيكيلو يعني شبكة واندوثيليال لانهما كانوا فاكرين ان الاندوثيليال سيز بيوشارك في عملية الاميون سيستم لكن طبعا ده كلام بيتخطوه بس فضل الاسم ازا هو التكلونتليال سيستم واكبر تجمع طبعا التكلونتليال سيستم في الليفر والسبلين والليمفينوس بلازمة بروتينز كمان نقدر نفصلهم بعملية الالكتروفوريسز نمر من مرر طيال الكهرابي وبتبدأ البلازمة بروتينز تنفصل according to their weight الصغير يجري بسرعة من فصل بدري والكبير اللي هو large molecular weight يفضل في العام طيب مين هما البلازمة بروتينز اول واحد طبعا الالبيومين والبيومين يعني ابيض حتى الدليل ان الشخص اللي ما عندهوش اصباغ في وشه اللي هو عدو الشمس البيومين نسميه البيومين ويبقى البيومين ابيض جلوبيولين جلوبيولين جاية من جلوب يعني كروي الشكل وناخد بانهما جلوبيولينز لانهما كزا نوع مش نوع واحد مع كده في الفايبرينوجين جين يعني جينيسيز بيخلق مادة الفايبرين ده البروتين اللي بيصنع الفايبريط طبعا ده يبقى ليه رول في البلاتكلوتر والبرو ثرومبين برو يعني قبل وثرومبين يبقى دي المادة اللي بتدي ثرومبين جاية من ثروم بس اللي هي برضو اللي هي علاقة بالبلاتكلوتر خيب القلبيومين هو اكتر البلازما بروتينز عددا سري بوينت فايب الى فايب جرام برسنت يعني كل ميت سنتي فيه حوالي من ثلاثة ونصف خمسة جرام من القلبيومين وفي نفس الوقت هو اكتره اكثر البلازما بروتينز عددا واصغرهم حجما حجمه صغر جدا وبالتالي يعني من وبالتالي لما يبقى مادة فيها تركيز كبير وموليكلز بتاعتها صغيرة يبقى دي اكيد لها يبقى عدد الموليكلز هنا رهيب جدا لان انت عندك موليكلز صغيرة كمية كبيرة يبقى عدد الموليكلز كبير جدا كتير جدا بتالي ده يبقى اكيد لها علاقة طبعا بالكولويدا كولويدا كلمة كولويدا معناها مادة متجانسة فيها موليكلز بس من خصائص هزي الموليكلز ان هي كبيرة وبالتالي بتفضل قعدة مكان ما هي موجودة ما بتتحركش بره الكمبارتومنت الموجودة فيه فطول ما القلب يومين موجود في الدم هتفضل الموليكلز دي موجودة في الدم ده الكولويد على عكس حاجة اسمها الكريستال كريستال لويد دي اللي هي الالكترولايتس الصغيرة اوي حجمها صغير جدا كريستال لويد اه حجمها اصغر من الالبيومين وبالتالي برضو مسؤولة عن ولكن لانها صغيرة فتقدر تتحرك داخل وخارج الوعي قدامها وبالتالي ما بتعملش زي الالبيومين لما انه كولويد وبالتالي يفضل اعجلك في وبالتالي يفضل محتفظ بالمية داخل فهو اللي بيعمل لكن لانها صغيرة فتتحرك داخل وخارج الوعي الدموي يعني من وإلى النسيج بتطلع برا الوعي الدموي وتخش من التشو إلى النسيج تالي ما بتعملش اي في فوايد اخرى للالبيومين حاجة اسمها يعني بيمسك على سطحه كالسيوم وكابر وآير وهورمونز اي حاجة انت مش عايز تفقدها في الكيدني في البول لزاق عليها او لزاقها على سطح الالبيومين يعمل ويحتفظ طيب على عكس مسلا الفايبرينوجين ده موليكلر ويت عالي جدا وبالتالي لما يبقى سائل بتاعة البروتينات اللي فيه كبيرة يبقى مروره في الوعاء الدموي يعني بيخلي السائل بيمره بصعوبة من الاوعاء الدموية فمنوع عليه سائل لازك ازا الفايبرينوجين ده لانه اكبر موليكلر له اكبر موليكلر ويت من البلازما جروتين مسؤول عن في نفس الوقت طبعا انه رول في عمل زي ما عرفنا قبل كده ومن اسمه بيعمل طيب نيجي بقى للجلوبيولينز وقلنا انواع عشان كده بنقول عليها بناس حوالي اتنين ونص في المية ittو من الغيران بيرسنت من اله من البلازما ولها انواع الفا وبيتا وجامل والالفا بيرجع اسمه الالفا وان والفا تو ودي الامسال لالفة وان جلوبيولينز زي والالفا فيتو خدنا طبعا الكلام ده الفا تو اسليول بيزين hash الكبر والحبتو جلوبين. البيتا جلوبينز اه زي السي اكتف بروتين وترانسفرين والبيتاتوم مايكرو جلوبين. ثم الجاما جلوبينز اللي هم الانتي بوديز. دي الاجسام المضادة هي جاما جلوبينز. بعد كده فيه. نبقى كده كده كلهم. كلهم بيتصنعوا بالليفر مع عدل جاما جلوبينز. بيتصنع بالاضافة الى الليفر بتصنع من خلايا جهاز المناعة. زي ما قلنا نقدر نفصلهم كلهم بعملية الالكتروفوريسز ونعرف نسبة كل واحد فيها. اللي بيت زي ما قلنا بيمشي از لايبو روتينز. وده اول مكون من مكونات الدم اللي هو البلازما الجزء السائل بمثل خمسة ومسين في المية. والحاجة التانية اللي هي الخلايا السيلز. وزي ما قلنا الخلايا في الدم بيت بلوت سيلز واي بلوت سيلز واي بلوت سيلز واي بليتليتز. قادي خلايا الدم الحمره هي. بنسميها بايكون كيفل يعني محدبة من الطرفين والسنتر بتاعها فيل. طبعا ما فيهاش نواة انها كلها هيموجلوبين لون احمر. وبعد كده البليتليتز الصفائح الدموية صغيرة. وبعد كده النيوتروف اول واي بلوت سيلز. واي بلوت سيلز ناو نفتكر بنقسمها الى نوعين كبار. نوع اا في جرانيولز في السايتوبلازما والنواة بتاعته اا يعني اا لها لوبس كده مالتي لوبيتز. وده على حسب نوع جرانيولز بنرجع نقول بقى لو الجرانيولز بيدا نيوتروفيل. جرانيولز حمراء اسينوفيل. جرانيولز زرق البيزوفيل. وبقى دول جرانيولوسايتس وكوليومورفس لان النواة متعددة الاشكال واللوبس. تانية بقى النوعين النوع التاني من الوات بلوت سيلز اللي هو نان جرانيولر مفيش جرانيولز في السايتوبلازما. او مونونيوكلر هي نواة واحدة قطعة واحدة كده. خلية صغيرة اسمها اليمفوسايت وخلية كبيرة اسمها المونوسايت اللي كانت لما بتسيب الدم تطلع في النسيق كنا بنسميها ماكروفيلش. طيب يبقى ده اول جزء الدم. الجزء التاني بتصنع الدم فين? او انواع اه بتصنع فين? ميلي في البون مرو. وطبعا واحنا لسه اجلنا اه في البوتون البلد بتتون في حاجة اسمها اليوكساك. ثم بعد كامنا الاسبوع السادس لحد نهاية الحمل بتتون في الليفر. وبعد كده يشارك معه الاسبليم. وبعد كده يشارك معه البون مرو. بعد الولادة بيرت بيبدأ بقى البون مرو ياخد الابر هند نخاع العظمي ويصنع علينا هو كل البلد سالس. لو نفتكر كنا قولنا البون مرو له نوعين. آآ نوع اسمه ريد بون مرو ونوع اسمه ييلو بون مرو. قولنا الريد بون مرو ده اللي كان موجود في مضالة بتاع اللونج بونز الكنسيلاس بون او السبونجي بون. وهو ده فعلا الاكتف بون مرو ده اللي بيصنع البلد سالس. والييلو ده اللي كان موجود في الشافت بتاع اللونج بونز اللي هو في الكورتيكال بون او الكومباكت بون. وهنا ده عبارة عن فات. عبارة عن ريزرفوار. لما الريد بون مرو يحتاج يشتغل كتير. يبدأ يكسباند ويأكيوباي مكان اليلو بون مرو. فاليلو بون مرو ما هو الا فات. علشان يسدي مساحة لريد بون مرو. ما هو براحته يشتغل لو كنا عايزين البيون مرو يشتغل. طبعا الالوان دي اخدناها برضو عكاية في الادبوس تيشو. قلنا في براون اديبوس تيشو وايد اديبوس تيشو بيتش اديبوس تيشو. طيب. عملية تكوين البلد سيلز في البون مرو بتمر باربع مراحل. المرحلة الاولانية بتتكون من خلية اسمها تمثل خلية جزعية متعددة القوة. تقدر تمشي في اي سكة تقدر تديلك اي نوع من الخلايا اي حاجة. تتحول بعد كده الى يعني برضو مازلنا ولكنها خلية احادية القوة. يعني تقدر تمشي في سكة واحدة بس اتمشي في سكة بعد كده احصل لها وماتيوريشن وتتحاول الى سل اللي هي ما قبل الماتيور. وطبعا دي مش خلايا واحدة دي مش خلايا واحدة دي مجموعة خلايا بينتهوا بعد كده ان هم يكونوا بتاعتنا عشان باقيها تطلع في البلد وتقوم بالوظيفة بتاعتنا. طيب. يبقى الفرما بين واليوني بوتينت متعددة دي الخلايا الام تقدر تطلع كل نوع خلايا الدم تمشي في اي سكة. اليوني بوتينت لأ هي ستم سل لكن اليوني بوتينت يعني تمشي في تكة صناعة خلايا واحدة في يوني بوتينت ستم سل مخصوصة للريد بلد سل ويوني بوتينت مخصوصة للوالد بلد سل واخرى ما مخصوصة للبلد. وبعد كده زي ما قلنا فيه البركيرسر سل والماتيور سل هو طب ايه الفرق ما بين الستيم سل والبريكيرسر سل. البركيرسر سل ترى. لكن الستيم سل لا ترى. لان الستيم سيل شكلاً تشبه اللينفوسايت small round blue cell. تقدرش تفرق بينهم أبداً بالشكل. لكن precursor cell شكلها واضح. تقدر تقول آه دي precursor cell بتاعت red blood cell. دي precursor cell بتاعت white blood cell. وهكذا. فإذا precursor cell is morphologically recognizable. إنما الستيم سيل رغم أنها موجودة. ولكن ما تقدرش تفرق ما بينها وما بين other stem cells موجودة في البول مال إنه كلهم شكل واحد شبيه جداً اللينفوسايت. آخر نقطة هنا في السلايد دي إن الستيم سيل علشان تقدر تقوم بوظيفتها في عمل البلوت سيل زهيماتو. بويس زهيماتو يعني دم بويس يعني تصنيع. لازم تتميز بصفتين مهمين جداً. الصفة الأولى اسمها proliferation. والصفة التانية اسمها maturation. Proliferation يعني عندها قدرة رهيبة على التكاثر. Maturation يعني عندها القدرة على إنها تتطور وتتحول من شكل الى شكل. تتحول من خلية الى خلية. آآ عشان تقدر تمشي طبعاً في السكك الكتيرة اللي هتمشي فيه عشان تصنع آآ بلاتسل ماتيور بلاتسل. يبقى فور البون مارو ستمسل تورفورم دير فانكشن أن تو بروديوس ماتيور بلاتسل. آدي يعني احنا هنا في البون مارو مقادل تمشي في اي سكة. بس تسهيلاً بنقول بعد كده بتددلنا يونيبوتن اللي هي مايولويد ستمسل مايولويد وعننا مايولويد في الطب بتحمل معنين ماييلو ممكن تعني ماييلو فايبروزيس او ماييلو تعني آآ سباينال كورد ماييلو من وتعني نوع من انواع الخلايا بقى عندنا في البلاتسل اسمها الماييلو دي البريكيرسر بتاع نيتروفيل ناخدها ان شاء الله فينا بعد ايجنا البلوليبوتنات ستمسل اللي هي تمشي في تديني ايما مايولويد ستمسل ايما ليمفويد ستمسل زي ماينا شايفين مايولويد ستمسل تقدر تمشي بقى في سكة وتمر بهذه المراحل حد ما نوصل اللي هو بقى يقدر يسيب البونمر ويطلع او تمشي او تمشي في سكة او تمشي في سكة او تمشي في سكة او تمشي في سكة تمشي في سكة تلات سكة فقط تديني تديني وتديني طيب. تكلم بقى شوية عن الريت بلوت سيلز لان دول اول حاجة هناخدهم في البيلوت ديزيز. عملية تكوين الريت بلوت سيلز اسمها اريترو يعني اريترو سايت يعني ريت بلوت سيلز بويسز يعني تصني. والريترو بويسز هي برضو بتمرد بالمراحل اللي احنا قلنا عليها. بنبدأ اللي بعد كده بتدينا سما بعد كده بقى اللي هي يعني قبل يعني سيلز يعني سيلز يعني فتدينا اول سما بعد كده تتحول الى مازلنا وواضح ان هنا في مرحلة هنا وايه? في طبعا الريت بلوت سيلز الطبيعية الريترو سايت الماتيور مفهاش نيوكليس. ففي مرحلة الريترو بلاست سعب بنسميها بيبدأ يتصنع الهيموجلوبين اللي بيدي اللون الاحمر للخليف. في الاول الهيموجلوبين بيبقى لونه ازرق. بيزوفيليك. لان هنا في المرحلة دي بتبقى الريترو بلاست فيها كتيرة. بتالي يبقى لونها ازرق. فمنسميها بيزوفيليك اريترو بلاست. مع كده بيبدأ يتكون الهيموجلوبين فيخش اللون الاحمر مع اللون الازرق يبقى خالية متعددة الالوان. ك PGKROMATOFILIC . كلي يعني متعددة وKGROMATO يعني COOLOR وفلك يعني محبة. يبدأ اللون الازرق مع اللون الاحمر. ثم بعد كده اللون الاحمر يضغى وتصنيعها مجلوبين يبقى يبقى اسمها أورتوإرثوكروماتيك أورتوكروماتيك يعني اللون الطبيعي اللي هو اللون الاحمر. هيبدأ لللون الاحمر بس والريبوهم ستختفي. يبقى أورتوكروماتيك الريتوبلاس. اه بعد كده بتبدأ النواة بقى وتتحول الى خلية ما قبل الريتوبلاسين الماتيول اسمها ريتيكيولوسايت. ريتيكيولو يعني شبكة. ان هنا لو صبغنا هذه الخلية الاماتيول بصبغة اسمها نيومي طايلين ضايلت. صبغ لون ازرق تحس ان في شبكة موجودة في السايتوبلاس من الارن اي. ما زال في بقايا من الارن اي موجودة عندنا. نجام تسميها ريتيكيولوسايت. شبكة من الارن اي موجودة في السايتوبلاس. دي في ظل لتلاتة ايام من يومين لتلاتة. اه بتتحول الى اه على طول او من يوم من يوم الى تلاتة ايام. تحول على طول الى ماتيور ريت بلوتسل. تلوزت بقى والارن اي وتتحول الى اللي هي طبعا بتعيش حوالي مية وعشرين يوم. طبعا اللي مسموح يسيب البون مارو لمسموح يسيب البيت اللي هو كبير. اللي هو الاريتيكيولوسايت والاريتروسايت. ممكن نلاقي شوية تبدأ تظهر عندنا في الدم بس زي ما قلنا في خلال يوم او يومين يتحولوا على طول الى ريت بلوتسل. وطبعا لو البون مارو شغال بقوة وبالتالي انتاج هيزيد. وبالتالي يبدأ تزيد كمان في الدم لان هي مسموح لها دي سيب البون مارو. فلما بيزيد عندنا في الدم نسموح لها ده ان البون مارو شغال بقوة علشان اكيد بيعود بتفقد. طيب. يبقى دي عملية الاريثرو آآ بويزيز. طيب. ايه هي بقى العوامل المهمة اللي احنا محتاجينها عشان نصنع ريت بلوتسلز كويسة ومتيور وتطلع في الدم. بالمنطقة اول حاجة يكون عندك ستيم سلز كويسة في البون مارو. المكان اللي بيشتغل في البون مارو موجود. طيب. تاني حاجة ان البناء الهندسي البيت اللي عايش اللي محطوط فيه المكان موجود. نورمال اركتكتشر اوف البون مارو. البناء الهندسي للبون مارو موجود. طبعا اي واحدة من دول بازو مفيش ريت بلوتسلز هتتكون. تالي يحصل انيميا. طبعا كل نوع وله طيب من الانيميا. تالت حاجة ان يبقى عندك حاجة تشغل المكان. حاجة تشغل الستيم سلز دي علشان تصنع لك الريد بلوتسلز. واللي بيصغل الستيم سلز اللي بيشغل المكان العمال دول موسلي هورمونز. هورموني بيطلع من الكلة. اندروجين. وعشان كده دايما العملية تصنيع في الميل اقوى واحسن وعدد الريد بلوتسلز والهيموجلوبين اكتر في الميل عن الفيميلز. عشان الاندروجين هو. برضو بيزود الكورتيزول والاستيم كل دي عمال او هورمونات محتاجنا علشان نشغل الستيم سلزو بابون موسيقى. فالت حاجة المواد الخام اللي اللي هتبدأ او اللي احنا محتاجينها علشان نصنع منها هزيه الخلايا سلسلة من خلايا نيوتريشنال المنتز. روتينز. اير بوليك اسد بيتامين بيتويل بيتامين سي. يبقى دول الاربع عامل المهمين اللي احنا محتاجينهم علشان نصنع ريت بلوتسلز. اول حاجة المكان نورمال ستيم سلز. لو ما فيش مش هتصنع ريت بلوتسلز. فيانتو جينا نوع من اسم ايب لاستيك انبيا. اي اي يعني نوع بلاستيك يعني تصنيع. اي ما عنديش ستيم سلز. وبالتالي مش هعرف هصنع ريت بلوتسلز. لو البناء الهندسي تاني عامل normal architecture of البون مارو. البناء الهندسي هو في البون مارو باز لستيم سيلز مش هتعرف تشتغل. يعني لا فيه في في بروزيز في البون مارو. في العikk Matrix تتو per anymoreو. اي لاخبطة في فالستيم سيلز مش هتشتغل ومش هتطلع في ساعاتها يحصل انيميا بنسميها مايلوفيسيك انيميا. هنقول الكلام ده بعدين. لو لو هرمونز دي مش موجودة. يبقى ساعاتها مش هتشتغل وبالتاني ما فيش هتطلع. ده ساعاتها بنسمي الانيميا اللي بتحصل بسبب فشل او عدم توفر الهرمونز انيميا او في ان كلهم هرمونات طلع من هيندوكوينجلینز او من اورجنز. فلو فيه رين الفيليان وفيش البين. لو في مشكلة في الاندروجين مافيش او لو في مشكلة في التيرويد مافيه تيروكسن برضو مفيش اية كزا ودير منسمية انيميا وف اورجن فيليون. لو انت ما تديتش المواد المواد المهمة في النيوتريشن علشان الستيم سيلز يشتغل وتطلع لك البلاقة سيلز فبرضو هيحصل لك انيميا. فدي ساعة بنسميها انيميا متل اخبط فيها تصنيع لان مودت له همش المواد الخام اللي هتصنع منها وفايتامين زي ما قلنا هي يعني محدبة من النحيتين. وطبعا ده يدي سيرفز اريا كبيرة في مساحة صغيرة. وده بيساعد طبعا عملية تبادل الجهاز لان في الاول وفي الاخر مسؤوليتها المجلوب انه جواها يشيل الاكسوجين ومن الرئة ويروح يوديه للانسجة وياخد من الانسجة وروح يوديه للرئة. ازا في تبادل غزايا. وبالتالي لازم يبقى كبير جدا. علشان يسمح بهذا التبادل بسهولة. فاحسن شكل سبحان الله هو البايكون كيف ديسبي. جواها في بوتاسيوم وكربونيك اناهايدريز وهيموجلوبين. كنا نقول الاربيسيز مكونة من ميمبرين وجواها في سايتوبلازم. والسايتوبلازم ده جوا ميلي هيموجلوبين. متديله اللون الاحمر مع شوية انزيمات. والبوتاسيوم. طيب. نيجي بقى للهيموجلوبين. طبعا احنا هنتكلم عن الهيموجلوبين. لما نيجي نتكلم عن امراض الهيموجلوبين. بس ايه يعني اه معلومات بسيطة عن الهيموجلوبين. احنا قلنا الهيموجلوبين قادر بالهيموجلوبين بتاعها بتشيل الاكسوجين من الرئة. ولما تشيل اكسوجين بنسميها اكسي هيموجلوبين. هيموجلوبين شايل اكسوجين. يروح للانسجة المختلفة. يسيب الاكسوجين. ويشيل كاربون دايكسايد في ساعاتها ده اللي من سامير او كاربوكسي هيموغلوبين هيموغلوبين شاي الكربون داكسايد اللي يروح بعد كده تاني بالفين ازبال الله درات سيد او دهارت للرئة عشان يشيل يطلع الكربون داكسايد ويرجع يحمل تاني الاكسجين. ازا ده الاكسي هيموغلوبين وده الكاربامين وكاربامين هيموغلوبين هو هيموغلوبين ده الاكسي هيموغلوبين لما الهيموجلوبين يتحد مع الاكسوجين. كاربامين وهيموجلوبين لما يتحد مع الكاربون دايكوسايد. عشان بعد كده يطلعه في الرئة. وعكده اخدنا نوعين تاني من الهيموجلوبين في السيل انجوري. حاجة اسمها الكاربوكسي هيموجلوبين لما يحصل كاربون مولوكسايد بويزيني. والكاربون مولوكسايد يمسك بقوة في الهيموجلوبين. فيزيح الاكسوجين. ده ليبقى العيان وده اللي بيحصل لما من او من 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 اخدنا النوع الاخير من الميت هيموجلوبين. ساعتها قلنا الميت هيموجلوبين ده الايرن فيه في الفيريكستيت. نوع يعني ايه بقى الكلام? الهيموجلوبين من الاسم هو عبارة عن هيموجلوبين. موجلوبين ده بروتين سلسلة من الامين واسد زي ما قلنا بكده في الجومز. والهيم ده داخل في تركيبه الحديد. الحديد ده هو اللي بيمسك الاكسجن. الحديد نوعين. نوعس مفرس ثنائي. ثنائي يعني تو بلس. يعني بيفقد تو الالكترونز. والالكترونز صبعا نيجا تفيتشارج. فايزا كده انت زودت البروتونز بمقدار اتنين. اللي هما البوصلفتشارج. تسمي بنقول عليه تو بلس. الخرك ده النوع التاني من حديد اسمه ثري بلس. ده هنا الحديد بيفقد ثري الالكترونز. وبالتالي البوصلفتشارج بتزيب تلاتة. يبقى ثري بلس. الحديد اللي في الهيموجلوبين بيبقى فرس. يعني ثنائي. تو بلس. آآ طب ما هو بعد كده طب ما لما الحديد يتحد مع الاكسوجين. مش ساعتها الحديد هيتحول من فرس الى فرك ما انت تحته مع الاكسوجين. قالك لا. لان عملية اتحاد الايرن ان هو الفرس مع الاكسوجين اسمها وليس اكسيديشن. اكسيديشن ده موضوع تاني بقى. لما تحط بقى اكسيديشن فعلا للهيموجلوبين. ساعتها فعلا الهيموجلوبين بالفرس بتاعه يتحول الفرس الى فرك. ده اللي ساعتها نسميه مت هيموجلوبين. لكن هنا اتحاد الاكسوجين مع الهيموجلوبين ليس اكسيديشن ولكن اسمها اكسيديشن المسكة ضعيفة. لان الايرن في الهيموجلوبين الطبيعة هيمسك الاكسوجين مسكة ضعيفة لانه هيسيبه بعد كده في الانسجة. فمش بقولها هيمسكه بقوة. لكن لما بعندك حاجة عاملة قولنا قبل كده او ساعتها ده بقى يحول فعلا الايرن من فرس الى فرك وانساعتها نسمي الهيموجلوبين ده مش اكسي هيموجلوبين نسميه مت هيموجلوبين. والميت هيموجلوبين بيتميز بصفاتين بلوش لونه ازرق في العيان يزرق سايا نوزيس ونوت مقدرش يمسك في الاكسوجين. وبالتالي مش من مصلحتنا ان يفضل عندنا مت هيموجلوبين عشان كده في انزيم مهم جدا عندنا في اسمه ناد اتش مت هيموجلوبين ريدا جتيز. يعني ايه الاسم الانزيم ده? الوقتي انت عندك هيموجلوبين في المتحد مع اوكساديزينج ايشنت وهتحول الحديد فيه الى فرك. فانت عايز تعمله عايز انزيم يرجع تاني هذا الفرك الى فرس. فانت عايز تعمل ريداكشن. طب هتريديوس مين? هتريديوس الميت هيموجلوبين اللي فيه الفرك. طيب مين بقى هيدي لك الهايدروجين اللي انت هتستخدمه في عملية هذه الريداكشن للميت هيموجلوبين؟ مادة اسمها الناد اتش ده المركب اللي فيه الهايدروجين اللي هذا الانزيم هيستخدم الهايدروجين بتاع هذا المركب عشان يحول الميت هيموجلوبين ويعملوا ويحول فيه من فرج الى فرس ونرجع تاني اوكسي هيموجلوبين. لو في واحد بقى عنده ديفيشنس في الناد اتش ميت هيموجلوبين الريداكتيز انزيم بتاعاتها الميت هيموجلوبين يزيد جدا في الدم لان طبعا وارد ان احنا كلنا نتعرج في الدم بس طبعا على طول الناد اتش ميت هيموجلوبين ريداكتيز يحول هزا الاكسيديشن الى ويرجع تاني الايرن الى فرس فاللي عنده بقى ديفيشنس في الناد اتش ميت هيموجلوبين ريداكتيز يزيد عنده جدا ميت هيموجلوبين ويعمل مرض مويد جدا اسمه ميت هيموجلوبيني مياه فيه تو تيست تانيين ليهم علاقة برضو بالريد بلد سيلس حاجة اسمها اوزموتيك فرجيليتي حاجة اسمها او سرعة الترسيل. يعني ايه اوزموتيك فرجيليتي? فرجيليل يعني هش. فايزا هي هشاشة لها علاقة بموضوع الاوزموتيك فرجيلي. احنا اتفاقنا يعني ايه محلول الايزوتونيك? محلول هو محلول مساوي للضغط الاوزموزي للبلازما. لو السلاين. لو كل ميت سنتيمية في حوالي او بوينت نايم جرام من السوديام كلورايد. اللي هي او بوينت نايم بيرسنت سوديام كلورايد. ده الايزوتونيك. زي ما قلنا لانه ايزوتونيك فلا هياخد مية من الريد بلوت سيلز ولا هيديها مية. فاذا لو اخذت الريد بلوت سيلز بتاعت عيان او بتاعت انسان بتاعتك وحطيتها في محلول ايزوتونيك فهتفضل محتفظة بنفس الشيء بتاعها اللي هي مقاعرة من الجانبين. طيب. لو حطيت الريد بلوت سيلز في محلول هايبوتونيك. هايبوتونيك يعني في مية كتيرة. يبقى ساعتها الريد بلوت سيلز تاخد مية من بايب سووتر. فبدل ما هي هتبقى مقاعرة بايكون كيف هتبقى محدبة هتبقى بايب كونفكس. ولما تاخد مية اكتر فهتبقى سفير. هتبقى كروية الشكل. وبعدك ده تفرقع. وهو ده اوزموتيك فرجيليتي. يبقى انا خليت الريد بلوت سيلز فرجايل وفرقعت. بالاعتماد على خاصية الاوزموتيك بريشن لاننا حطيتها في محلول هايبوتونيك. في مية كتيرة. تالي المية كتيرة دي اللي في المحلول تبدأ تخش جوه الريد بلوت سيلز وتنفخها فتحاولها من بايكون كيف الى بايكون فيكس الى سفير ثم تفرقع. طبعا يبقى المحلول الهايبوتونيك ده هو اي حاجة اقل من او بونت مين بيرسنت يبقى ده هايبوتونيك. طيب. فلاقوا انه نص الريد بلوت سيلز بتفرقع عند حوالي او بونت فايف بيرسنت هايبوتونيك سليوشن. والنص التاني بيفرقع عند حوالي او بونت سري بيرسنت هايبوتونيك سليوشن. طب ليه? لان طبعا على حسب عمر الريد بلوت سيلز. الينج ريت بلوت سيلز قوية. فلازم تشرب ماي كتير قوي عشان تفرع. فلازم احطها في هايبوتونيك عنيف. لهو او بوينت فايد برسن. لكن القديمة الضعيفة اول شوية مية تاخدهم تفرع فكفاية قوي حطاها عنده او بوينت فايد برسن وتفرع. المور هايبوتونيك اللي هو او بوينت سري برسن. ده هايبوتونيك قوي. تشرف مية كتير قوي عشان تقدر تفرقعها عنده او بوينت سري برسن. لكن ده دوبك هايبوتونيك اه يعني خفيف يقدر يدخل مية جوة الضعيفة فاتفرع بسهولة. طيب لوزموتك ده بنحتاجه نشخص بيع مرض اسمه سفيروسيتوزت هناخده ان شكلها غير طبيعي. هي نزلك كروية الشكل. وبالتالي هاتفرع اسهل اوي. وبالتالي مع اول شوية مية هتاخدها هاتفرع. يعني الطبيعية لازم تاخد الاول مية عشان تبقى من سفيروسيتفرع. لكن دول هم نزلين لك اصلا سفير فاول شوية مية هياخدوها هيفرقاها على طول. فطبعا ساعتها بنونة لان طبعا هنا مع اول شوية اخدوها فرقاعة على طول. درجة ما هم بيتفرقعهم بحوالي يعني حاجة على طول اول ما تحطوهم في اشربوا شوية مية او بوينت سيفن بيرسنت هايبتونيك سوليوشن ويفرقاها على عكس مرة التانية اسمه سيكل سيلانيميا الخلايا من جلية الشكل. ما محتاجة بقى تشرب مية كتيرة جدا 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 علشان تتنفخ تبقى سفير وتفرق. فانت عايز آآ هايبتونيك سوليوشن. فسيكل سيلانيميا خلاياها بتفرق عند حوالي او بوينت وان ترسن. يعني فكنا بنحفظها كده ان الايزوتونيك او بوينت مين بيرسنت. سفيروسايتوزز يفرق عنده او بوينت سيفن بيرسنت. قدي تسعة سبعة. الولد ريت بلات سيلز عند خمسة او بوينت فايف بيرسنت. النيو ريت بلات سيلز القوية او بوينت سري بيرسنت. والسيكل سيل بلات سيلز خلايا من جلية الشكل لازم. بيري سترونج هايبوتونيك سوليوشن. او بوينت وان بيرسن. طيب. بدأ وعلاقته بالتشخيص بعض الامراض زي والسيكل سيلاني. نتقل الى التست التاني اللي له علاقة برضو بالريت بلات سيلز بي اس ار وياما قلنا عليه اريتروسايت سيديمينتيشن ريت. او اسمها السرعة الترسيب. ريت يعني معدل وسيديمينتيشن يعني ترسيب والريتروسايت يعني الريت بلات سيلز اي اس ار اريتروسايت سيديمينتيشن. هي الفكرة القياتي احنا بنجيب انبوبة شعرية ونحط فيها الدم. بعد ما منخلي طبعا الدم غير قابل للتجلل. ونسيبه ساعة. فالريت بلات سيلز تبدأ تترسي. طيب نيجي فنقيس المسافة اللي نزلتها الريت بلات سيلز في الساعة الاولى. بعد ايكان نسيبه كمان ساعة يعني كده سبناها ساعتين فالريت بلات سيلز تترسيب اكتر. فنيجي بعد ستاني ساعة ونقيس المسافة اللي هبطتها الريت بلات سيلز. فالمسافة اللي هتهبط فيها الريت بلات سيلز بعد ساعة وبعد ساعتين هي دي الاس ار. يبقى تعريف الاس ار ديستانس سديمينتد باي الريتروسايت افتر وان اور وافتر تو اورز من وضعها في كابيلر اي تيوب بعد ما خلينا طبعا الدم غير قابل للتجلل. بالتقريب كده المفروض الطبيعي ان في الميلز بعد ساعة يبقى الديستانس او الاي سارة حويلي خمسة ميل وبعد ساعتين تبقى تمانية ميل ده في ميل سبحان الله تلاقي الضعف في الفميل بعد ساعة تلاقي ريد بلات سيلز هبطتس عشرة ميل يعني ضعف الميل ميل كان خمسة هنا عشر وبعد ساعتين سبتاشر كان الميل بعد ساعتين تمانية هنا سبتاشر طيب نفهم الاول ليه الريت بلات سيلز بتترصب وبعد كده نبدا نفسر ليل في ميل ارقامها ضيع في المية. هي بالممبرين بتاعها بالبروتينات اللي على سطحها بتبقى ازا مفروض بيتنافر بتتنافر زي الريد بلات سيلس ما بتحبش بعضها البعض. طب مين بيخليهم بقى يعني يحبوا بعض ويترصصوا ويهبطوا ويعملوا كده محترم. قال لك بلازما بروتين اللي هو الجلوبيولن. ده اللي موجودة على سطح الريد بلات سيلس. فتبدأ الريد بلات سيلس تترصب فوق بعضها وتدي شكل او الريلي فورميشن. طيب. طب ليه الريلي فورميشن ده ليه الريد بلات سيلس لما تتجمع ونجا بشارس تبقى نوتراليز بالجلوبيولنز ويعمل الريلي فورميشن. ليه الريلي فورميشن بيزاود الترسيب. قال لان بزاود الكسافة بيزاود اللي هو الوزن بالنسبة للحجم. فبتعمل وزن كبير وحجم صغير. نفس المنطق بصبت حديدة ترميها في المية هتنزل. لكن نفس الحديدة لو كبرت حجمها وخليتها في شكل مركب هتطفو. ليه? لان انت قلل الكسافة. فالريلي فورميشن بيخلي حجم صغير فاكبر كتلة اللي هي الكسافة فبيزاود بتاع الريد بلات سيلس. يبقى ده مور ده جلوبيولن ده مور ده نيوتراليزيشن وده نيكاتف شارج ان ده ريت بلات سيلس. ده مور ده رولي فورميشن بيهائر ده ده كسافة تزيد. ده كل ما نسبة تزيد كل ما هتمتراليز اكتر كل ما هتعمل رولي اقوى فترسب اكتر. طيب كده احنا فهمنا اه ليه بتترسب طيب. طيب ايه همية هو في مرض واحد في الدنيا بيزاود اللي هما الانتيبودس ولا عدة امراض. طبعا عدة امراض. اي مرض فيه تحطيم للانسجة. انفاركشن اي حاجة. هتزود نسبة بتالي هتزود سرعة الترسيد. بتالي الاس ار احنا مش بنحتاجه علشان نشخص مرض معين وبنحتاجه علشان نتابع المرض او البروجنوس او البروجريس او دا ديزيز. يعني مسلا انت لو عيان جالك. ولقيت سرعة الترسيد عنده عالية جدا. وبديد تديه علاج. وبالعلاج بتعرف من ايه ان هو بيستجيب. شوف سرعة الترسيب. والله لو سرعة الترسيب قلت. يبقى فعلا العلاج بيجيب نتيجة. او الانجري او الانجري او واتذر اللي موجود بيخف. وبالتالي سرعة الترسيب بتقل. يبقى ده يبقى هي بيفيد في البروجنوس. طيب نيجي بقى للسؤال ليه سرعة الترسيب اعلى في الفيميل عنها في الميل. مش بسبب ان الريد بلوت سيلز عددها اكتر في الفيميل. لا ده زي ما هنشوف كمان شوية عددها اكتر في الميل. عن الفيميل. لكن سرعة الترسيب في الفيميل اعلى واكتر وضعها في سرعة الترسيب في الميل لان هي عندها بيحصل كل شهر اللي هو فهذا طبعا بيزود في جسمها عامة فبيخلي دايما سرعة ترسيب عندها اكتر من الميل. طبعا في مرض مشهور جدا بيزيد فيه عدد كرات الدم الحمرة كمية رهيبة اسمه تكر في هزا المرأة سرعة الترسيب هتقل ولا هتزيد? هتقل لان اللي بيتحكم في سرعة الترسيب هو وليس عدد يزيد ترسيب ولما يقل يقل الترسيب ازا حتى في المرض اللي اسمه ما تتخدعش وتقول طالما انت زودت عدد كرات الدم الحمرة سرعة الترسيب هيزيد لأ ان اللي بيزود الترسيب وبيقل له هو بالعكس ده انت لما يكون عندك زيادة في فيبع عندك نقص نسبي في كمية فسرعة الترسيب تقل. طيب مثال اخر لما تاخد تبتكر سرعة الترسيب هيحصل له ايه? الفاكسين ده انت بتدي اه بكتيريا او فيروس او وتبهر يعني بتدي حاجة بتستفز جهاز المناعة. فيتكون انتيبودز. فالجانتيبودز ما هي الا جاما جلوبيلنز. ازا اي واحد متطعم كمية الجاما جلوبيلنز عنده كتيرة في سرعة الترسيب هتبقى عالية مجرد ما يكون عنده اي مرة. ايه ننتقل الى العنصر التاني في الانترو دكشن. نورما الهيماتولوجيكال فاليوز برضو هنبدأ بريد بلاد ساتس. اللي هي القيم طبيعية لمقياسات الدم. اول حاجة هنشوفها المقياسات اللي احنا بنشوفها او القياسات اللي احنا بنعملها بالريد بلاد سيلز في الدم. اول حاجة هيموجلوبين كونسنتريشن. اللي هو تركيز الهيموجلوبين في الريد بلاد سيلز. هنشوف دلوقتي ان نورما الفاليوز يعني. بس بالنسبة لتركيز الهيموجلوبين يحن متوقعين ان تركيز الهيموجلوب في الميل هيبقى اكتر من الفيميل. ليه? لان عنده انترجين. فتركيز في الميل حوالي تلاتاشر ونسل سبعتاشر ونص جرام بير ديسليتر او جرام بيرسنت يعني كل ميت سانتي دم في هزيه الارقام. الهيموجلوبين تلاتاشر ونسل سبعتاشر ونسل في الميل. وفي الفيميل بينقص حوالي واحد ونص يعني بيبقى من اتناشا لستاشر جرام بير دي سيبيل. طيب دي اول حاجة. تركيز في الريد بلات سيلز. تاني حاجة عدد الريد بلات سيلز. وفرضو احنا متوقعين. ان في الميل تلاقيه اكتر من الفيميل. ليه? عشان الاندرج. بيبقى حوالي اربعة ونص لستة في المليون سيل مليون في الميل. والفيميل تنقص النص يعني بيبقى من حوالي الاربعة الخمسة ونص مليون في الفيميل. طيب. نيجي لحاجة تالتة مهمة جدا اسمها هيماتو كريت فاليو او بيكد سيلفوليوم. هيماتو كريت فاليو. فاليو يعني قيمة وهماتو كريت يعني الدم. يعني قيمة الدم. تفايل كده لو جبنا ميت سانت دم من ميستر اكس. وميت سانت دم من ميستر وال. لقينا في ميستر اكس ان الميت سانتي دم ده. في 40 سانتي منهم ريت بلات سيل وال60 مية. ولانما ميستر واي كان خمسين سانتي ريت بلات سيل وخمسين سانتي مية او خمسين سانتي بلازما. يا طرح مين اللي عنده ريت بلات سيل اكتر. طبعا ميستر واي اللي عنده 50 سنتي ريت بلاتسل يبقى مين دمه اقيم واحسن اكيد مستر ويبقى كده الهيمة تكريد فاليو قيمة الدم تمثلت اهم حاجة في كمية او عدد الريت بلاتسل يبقى الريت بلاتسلز هي اللي تدل على قيمة الدم فهيمة تكريد فاليو يعني كام في المية بتمثل الريت بلاتسلز مثلا 40% من حجم الدم 50% 60% طبعا كل ما النسبة المقاوية لريت بلاتسل تزيد يبقى الدم ده اقيم عشان كده سمينا الايتم ده هيمة تكريد فاليو وبيتقاس بحاجة اسمها الوينترو تيوب او لها اسمتين الباكد سيل فوليوم اللي هو الفوليوم بتاع الباكد ريت بلاتسلز في مية سنتي دم كلمة باكد دي مهمة عشان يعني تقول او عشان ما يبقاش مع ريت بلاتسلز حاجة انا بجمع الباكد ريت بلاتسلز في مية سنتي دم واشوفهم بيمثلوا كام في المية من حجم الدم برضو دايما هتلاقي في الميلز الهيمة تكريد فاليو او الباكد سيل فوليوم بيرسنت ريشيو الفوليوم بتاع الباكد سيل الباكد ريت بلاتسلز في مية سنتي دم اعلى من الفيميل ليه عشان الاندروش فمسلا في الميل النسبة بتاعت الهيمة تكريد فاليو حوالي من اربعين لاتنين وخمسين في المية بينما في الفيميل بتنقص اربعة من ستة وتلاتين ثمانية واربعين في المية يعني يعني لو عندك ميت سانتي دم يبقى حجم ال mets حوالي اربعين دي اتنين وخمسين سنتي اما في الفيميل بتبقى من ستة وتلاتين ثمانية واربعين سنتي فدا الهيمة تكريد او الباكد سيل بوليوم حجم الت بلاتسلز في مية سنتي دم وبتتمثل كpercent ratio percentage من حجم البلد. اه في المين من اربعين الاتنين وخمسين في المية ومن الفي المين من ستة وثلاثين الاتمانية واربعين في المين. طيب. وبدول اول تلاتة هيموجلوبين كونسنتريشن ريت سيل كاونت وبعد كده الهيماتوكريت فاليو او الباكد سيل بوليوم الباكد ريت بلد سيلسو ميت سنتي دم. ودي بتتمثل كpercent ratio. طيب. يجي الحاجة اسمها color index. ده كلامة دي اول. الcolor index. هي ratio ما بين الهيموجلوبين ما بين تركيز الهيموجلوبين وما بين الريت سيل كونت. والتركيز الهيموجلوبين وريت سيل كونت بناخدهم كpercentage من النورمال. يعني المفروض الهيموجلوب الهيموجلوبين الطبيعي يبقى مية في المية. والريت سيل كونت بالمقارنة بالطبيعي مفروض تبقى مية في المية. يعني الريت سيل تبقى واحد. فمقبول يبقى الرشو ما بين او بوينت ناين لون بوينت وين. طيب ايه اهمية الكلام ده? هناخد ان شاء الله في موضوع الانيميا. ان لو واحد عنده انيميا. فانت عايز تحدد الى حد ما احتمالات التشخيص. فبنقسم الانيميا على حسب لون الى يعني لونها باهت ابيض. وهايبر كروميك ونورمو كروميك. هيبو يبقى لونها باهت يعني كمية المجلوب اللي فيها قال. يعني لونها زايد. مفروض كمية المجلوب اللي فيها زايد. او يعني لونها طبيعة. ودي عملناها بطرق عدة. يعني هنشوف دلوقتي تحديد لون عملناها بطرق عديدة. كان اول طريقة عملوها هي ما يسمى كانت فكرة كالادي. واحد عنده انيميا. فالهمو جلوبين نسبته قل. وعدد قل. فكنا بنشوف العلاقة من درجة هبوط الهمو جلوبين لو والهمو جلوبين كونسنتريشن. ودرجة هبوط آآ الريتسل كون. طرق الاتنين قالوا بنفس الدرجة ولا واحد قال اكتر من التالي. زي ما قلت الطبيعي ان احنا بنربريزنت هذا الكلار اندكس كريشيو. اصلا هو الهمو جلوبين الطبيعي خمستاشر. والريت بلاتسل حوالي خمسة مليون. فعش تجيب نسبة ما بين خمستاشر لخمسة. فكنا بنقسم لنفيش حاجة زي كده. فكنا بناخد الكلار اندكس الطبيعي كبرسنتج من النور. مرفوض الهمو جلوبين الطبيعي بالنسبة لطبيعة مية مية في المية. وريتسل كونت بالمقنب طبيعة مية في المية يعني واحد. احنا بنقسها او بنقسمها كبرسنتج من النور. اه طيب. فلو طالع مسلا الكلار اندكس الطبيعي زي ما قلنا واحد يعني او بوينت ناين يبقى اللي اتنين قلوا بنفس الدرجة. يعني تركيز الهمو جلوبين قل وعدد الريت بلاتسل قل. يبقى كل خلية على حدة بينوبها كمية طبيعية من الهمو جلوبين. ان هما الاتنين قلوا بنفس الدرجة. فساعات دي اللي بنسميها لو الكلار اندكس طلع من او بوينت ناين. الوان بوينت وان. يعني لو طلع طبيعي بس العين عنده انيميا. واللي اتنين قلوا بنفس الدرجة. يبقى كل خلية بينوبها كمية طبيعية من الهيموجلوبين يبقى ده اللون الطبيعي وقدى اللي اسمها نورموكروميك اميك. طب لو الكلار اندكس قل عن او بوينت ناين يبقى اللي اتنين قلو. بس الهيموكروبين قل اوي 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 اوي. اللي هو الجزء اللي فوق من الرشو. الهيموكروميك اوي اوي اوي. وعدد الارب اسيز قلى اه بس المجلوبين قلة اكتر. فكل خالية احتوت على كمية اقل من الطبيعي. فبالتالي اللون يفتحها. فدي اللي كنا نسمياها هايبوكروميك انمي. طب لو color index زاد عن 1.1. لو زاد بقى عن المعدل الطبيعي. يبقى العدد L اكتر من الهيموجلوبين. يبقى هنا المقام اللي تحت L بما المفروض ال color index يزيد. فالعدد L اكتر من الهيموجلوبين. يعني كل خلايا تحتوي على كمية اكبر من الهيموجلوبين. فساعتها دي اللي بنسميها anemia with increased color index. ما قدرش اقول عليها hyperchloromic anemia. لانها ما بتغمقش. خلايا ما بتغمقش. تاني color index الطبيعي من 0.9 to 1.1. يعني واحد. لو color index لو عيان عنده anemia وطلع color index طبيعي. يبقى معنى كده ان الهيموجلوبين concentration L والريتسل كونت L. بس كل خلية نبهة كمية طبيعية من الهيموجلوبين. لان اتنين قاله بنفس الدرجة. فيطلع اللون طبيعي نور موكروبين. لو color index L عن الطبيعي. يبقى معنى كده الهيموجلوبين L قوي. عن الريتسل كونت. يبقى كل هتحتوي على كمية هيموجلوبين اقل. لان هو L قوي. فيبقى دي تفتح فيبقى طب لو color index زاد قوي. يبقى معنى كده ان الريتسل كونت L عن الهيموجلوبين. يبقى المفروض كل خلية ينبهة كمية اكبر من الهيموجلوبين. لان العدد قل. هيموجلوبين يتوزع العدد اقل فكل خلية تاخد كمية اكتر من الهيموجلوبين. فساعتها دي ما نسميهاش لان اللون مش هيغمق. لان اللون ما بيعتمدش على الكمية. آآ اللون بيعتمد على التركيز مش الكمية. فدي اللي تسميها anemia with increased color index. لون الخلية ما بيعتمدش على كمية هيموجلوبين بيعتمد على تركيز هيموجلوبين. افرد انت عندك خليتين طبيعيتين. وكل واحدة منهم بتحتوي على كمية طبيعية من الهيموجلوبين. يبقى الاتنين لونهم طبيعي. طب لو لحمنا الخليتين في بعض. وبقت خلية واحدة. يبقى كمية الهيموجلوبين في هالخلية دي زادت عن الطبيعي. طب هل يا ترى لون هيتغير? لا. لان المساحة كبري. يبقى حجم الخلية كبري. يعني تركيز الهيموجلوبين ما كبرش. والتركيز هو الاهم في تحديد اللون. ده لان لو color index طلع اكتر من واحد صحيح. الكمية في كل خلية زادت ولكن ما غمقتش. ما ما غمقتش. ان هي مجرد كبرت. خليت الريب لا تصل. كبرت. وبالتالي النبهة كمية اكتر من الهيموجلوبين لكن التركيز اه ما زادش بتاع الهيموجلوبين وبالتالي ما تغمقتش. فده اللي اسمها color index. وده زي ما قلنا ده حاجة قديمة افليميتي ديوز ناوة ديس. يعني نيجي بقى للقياسات المحترمة. بنعتمد عليها فعلا في تحديد نوع الانيميا وتقسيم اه انواع الانيميا المختلفة. حاجة اسمها red cell indices مجموعة من المقاييس لبعض صفات ال red blood cell. اول حاجة اسمها meal cell volume. دي بيساوي ال volume بتاع ال packed red blood cells اللي هو ال packed cell volume اللي هو انت هنا في ال mean cell volume بتقيس متوسط حجم خلية red blood cell الوحدة. وبالتالي انت بتقيس الحجم الكل بتاع red blood cell على العدد الكل. فيطلع لك حجم الخلية الوحدة. مفروض النورمال mean cell volume من تمانين لمية في متوليتر. يعني كل خلية red blood cell متوسط حجم red blood cell volume بتاع one red blood cell من تمانين لمية في متوليتر. وبالتالي هنا عندك الاحتمالات. والله لو حجم الخلية قل عن الطبيعي. يعني خلية red blood cells. حجمها قليل. فدي نوع من الانيميا اسمها برضو دي محاولة لتقسيمة الانيميا. على حسب مش ال color بقى على حسب بتاع red blood cell. فعندك انيميا يطلع red blood cell حجمها صغيرة. هنسميها مايكرو سيتك. فبفرد المين سيل فوليم فضل طبيعي من تمانين لمية. والانسان عنده انيميا. يبقى دي اللي اسمها نورمو سيتك. طب لو المين سيل فوليم كبر. دي اللي نسميها ماكرو سيتك. يبقى العين عنده انيميا. وred blood cell حجمها كبير جدا. فنسميها ماكرو سيتك انيميا. طيب دي المين سيل فوليم. التانية اسمها مين سيل هيموجلوب. يبقى انت بتقيس متوسط كنية الهيموجلوب في الخلية الوحدة. يبقى تشوف الهيموجلوبين الكل على العدد الكل. فيطلع لك نصيب كل خلية من ال red blood cell اخدت قدية من الهيموجلوب. ودي بتتقاسب واحد اسمها المفروض الطبيعة من سبعة عشرين اربعة وترائتين. طيب هنا انت بتقيس كمية الهيموجلوب. وبالتالي الاحتمالات هتعتمد او هتحدد لك بتاع ال red blood cell. ده اللي لو مين سيل هيموجلوبين? اقل من الطبيعة اقل من سبعة عشرين. يبقى ده الخلاية تبقى فتحة لان الكمية الهيموجلوبين فيها قلت يبقى. طيب لو مين سيل هيموجلوبين طبيعي من سبعة عشرين اربعة وتلاتين. يبقى دي اللي اسمها نورموكروميك انيمي. لان هنا الخلاية اخدت كمية طبيعية من red blood cell. عنده انيميا. ال red blood cell count L. والهيموجلوبين CONSENTRATION L. بس كل خلاية اخدت حجم طبيعي من كمية طبيعية من هيموجلوبين. طب لو مين سيل هيموجلوبين زاد عن اربعة وتلاتين. برضو هنا بقيس كمية مش تركيز. فما قدرش اقول عليها هايبر كلوروميك انيميا. ما قدرش اقول ان هنا هايبر كلوروميك انيميا. ان هنا red blood cell اغمقت. لا. هنا بقيس هيموجلوبين كمية كمية مين سيل هيموجلوبين. هيموجلوبين. تالي اقول عليها انيميا with increased مين سيل هيموجلوبين. طيب العنصر التالي مين سيل هيموجلوبين CONSENTRATION. هنا بقى انا بشوف متوسط تركيز الهيموجلوبين في الخلاية الوحدة. اللي فوق كنت بشوف كمية الهيموجلوبين في الخلاية الوحدة. هنا تركيز الهيموجلوبين في الخلاية الوحدة. تالي عشان عيس التركيز يبقى الهيموجلوبين الكلي. الهيموجلوبين CONSENTRATION على الحجم الكل. هنا كان على العدد الكل. هنا الحجم الكل. تللي ده بيتقاس بجرام بير ديسي ليتر. مجلوب يبقى جرام بير ديسي ليتر. طب يا من حوالي من تلاتين لخمسة وتانية. يعني لو عندك مية سنتي المفروض تركيز المجلوب يبقى من تلاتين لخمسة وتلاتين فيها هزي المية سنتي يبقى انا هنا بشوف اللون تللي عندي التلات احتمالات. لما قل عن التلاتين ساعتها يبقى التركيز من التركيز المجلوبين اللي بي هو فتبقى الفتحة يبقى من سلح مجلوبين طبيعي من تلاتين لخمسة وتلاتين نورمو كروميك من سلح مجلوبين اكتر من خمسة وتلاتين او هنا بقى اقول عليها هنا فعلا اغمقت لان تركيز المجلوبين جواها زاد وبالتالي اللون يغمق عشان نفهم الفرنة بين مين سلح مجلوبين و مين سلح مجلوبين لو عندنا جردلين جردل فيه ميت سنتيمية والتاني فيه ميتين سنتيمية وحطينا في الاتنين ملح عشرة جرام اذا انا حطت في الجردل الميت سنتيمية عشرة جرام والجردل الميتين سنتيمية عشرة جرام يبقى كمية الملح في الاتنين واحدة يبقى مين سلح مجلوبين في الاتنين واحدة لكن الكونسنتريشن مختلف. تركيز الملح في الجردل اللي فيه ميتة سنتي غير تركيزه في الجردل اللي فيه ميتين سنتي. طيب. اشهر مرض بيخلي المين سيل هموغلوبين يزيد. والخلية فعلا تغمق المرض اللي هو اسمه ان بيحصل هتفقد مية حجمها يصغر فتركيز فيها يزيد فاللون دول الريد سيل انديسيز مين سيل فوليوم مين سيل هموغلوبين مين سيل هموغلوبين كونسنتريش. كنا الاول منسميه مين كورباسكولار لكن كورباسكولار دي خلاص انشالك. اسمها مين سيل فوليوم ومين سيل هموغلوبين ومين سيل هموغلوبين كونسنتريش. المين سيل فوليوم ده منحدد بيه الصيز وبالتالي احتمالاتنا يا اما نورمو سيتك يا اما مايكرو سيتك يا اما ماكرو سيتك. ما المين سيل هموغلوبين ومين سيل هموغلوبين بحدد بيهم اللون من سيل هيموغلوبين. هايبوكروميك نورموكروميك او انيميا وده انكريز من سيل هيموغلوبين. المين سيل هيموغلوبين كونسنتراتيشن برضو عندي هايبوكروميك نورموكروميك وهايبركروميك انيم. طيب. سفة التالتة حاجة اسمها الريد سيل ديستريبيوشن ويتس. وده انا بقيس في الويت بتاع الريد بلوت سيلز. فهدي بترفلكت وتنوع في حجم الريد بلوت سيلز. ولما تطلع الريد بلوت سيلز باحجام مختلفة بويتس مختلفة نسميها ان ايزو سيتوزيس. طيب. فده حاجة اسمها الريد سيل ديستريبيوشن ويتس. دي الفاليو زي هاي المختلفة واختلافاتها ما بين المين والويمين. من هيموغلوبين كونسنتراتيشن او بتاسك زي ما قلنا. المين سيل فوليوم مين سيل هيموغلوبين مين سيل هيموغلوبين كونسنتراتيشن وريد سيل ديستريبيوشن ويتس. طلينا حاجة اسمها الريدكس كاونت اللي هي كمية اللي طالع عندنا في الدم. ما برضو بنقدر نقيس الريد سيل ديامتر. الديامتر بتاع الريد برضو طالما بتقيس ديامتر يعني بتقيس فبردو تقدر تقسم ساعتها الريد بلات سيلز او تقدر تحدد حجم الريد بلات سيلز وانواع الريد بلات سيلز اللي عندك يا مايكروسايتوزز يبقى ده خلايا دم حمره حجمها صغير. يا ماكروسايتوزز خلايا دم حمره حجمها كبير. يا انايزوسايتوزز في السيل سايز كل لها شكل ولها ديامتر. هيا دي اللي بنحدد بيها موصل الريد سيل ديامتر. شبه اول ريت سيل دستريبيوشن ويت. بس هنا انا برضو هنا بقيس الويت هنا بقيس الديامتر. طيب. بعد كده قادر ريتكس كاونت بنسميها ريتكيولوسيت كاونت او المية الموجودة عندنا. وآآ قلنا ان نسبة الريتكيولوسايت الى عدد الريد بلاتسيل الكل هو من قياس هي طالعة من البون مارو. فكل ما البون مارو يبقى نشيط بيكون بسرعة شغال بسرعة فكل كمية الريتكيولوسايت سيل هتنزل في الدم تزيد. فنسبتها تعلم. طب ايه انه ينزل في اليوم حوالي واحد في المية. قادر آآ آآ ريتكس كاونت حالي من نص الواحد ونص نص الواحد ونص يعني حوالي في المتوسط واحد في المية آآ ريتكيولوسايت تنزل آآ في الدم. آآ على تاني يوم بعد اربعة وعشرين ساعة دول بيكونوا تحولوا الى ماتيور ريت بلاتسيلز وينزل مكانهم واحد في المية تاني. ازا امتى ريتكيولوسايت كاونت تزيد? تزيد في الانيميا نتيجة دستركشن. لو عندك حاجة بتكسر لك ريت بلاتسيل فالبون مارو بالتباعية لازم يشتغل بسرعة عشان يعود اللي بتفقد. وبالتالي يزيد عندك الانيميا ايه اللي يكسر الريت بلاتسيلز? الريت بلاتسيلز تتكسر نتيجة ان هي تدلدائي ببرا الجسم يبقى اسمها هيموريتش. يا اما تتكسر جوه الجسم اسمها هيموليتك. ما عندك اما هيموريتك انيميا. يا اما هيموليتك انيميا. طيب. تزيد في حاجة اسمها ميجالو بلاستيك انيميا يعني ايه. ما اشهر اسباب الميجالو بلاستيك. ميجالو بلاستيك يعني خلية مععم عملاقة. عندك انيميا اه بس حجم الريت بلاتسيل عملاق جدا. كبير جدا جدا جدا. واشهر سبب لها فيتامين بي تولف ديفيشنسي. فاللي عنده في الفيتامين بي تولف. الريت بلاتسيلز في البون مارو بتتكسر عشان تنتج ماتيور ريت بلاتسيلز. ففي مرحلة معينة اثناء ما والبون مارو سيلز بتشتغل عشان ريت بلاتسيلز تواصل التكاصل ومفرحلة معينة محتاجة طب لو ما فيش مش هتعرف تواصل التطور. ففيه حصل في في هذا النوع من الانيميا في هذا هيبعدادها ولية. فالعيان طبعا بسبب الانيميا لان البون مارو سيلز بتتكاصر وبتوصل لحد معين محتاجة فيه ومش عارفة مفيش بيتولف. يعني عند بيتولف ديفيشنز. فالخلاتة توقف عند هزين مرحلة فما فيش ماتيور بلاتسيلز بتتكون. فما فيش ريتكس. وبالتالي ما فيش ريتكس نازلة في الدم. فالريتيكروساتية بعدادها قليل. طيب. العيان ده عنده انيميا. طبعا هناخد كمان شوية ان اثناء الانيميا بيطلع حاجة من الكلا يفرز تفرز الكلا هرمون الاريثرو بويتين. من اكتر الهومونات اللي بتشغل البون مارو. الانيميا اتطلع الاريثرو بويتين من الكلا. فيبدأ الاريثرو بويتين يشغل البون مارو. فالخلايا تتكاصر وكل مرة تتكاصر وتيجي عند المرحلة اللي محتاجة فيها فيتان بيتولف ما تعرفش تكمل. اذا لو العيان ده فالخلايا مالية البون مارو وقفة بس مستنية حد يدي لها الاشارة مستنية الفيتان بيتولف. فاول ما تدي له الفيتان بيتولف على خلايا تشتغل بسرعة رهيبة وتكون وتكمل بتاعها فتطلع ريتيكس رهيب. فيحصل بتيكيلو سايتوزز. فهي ده مجاله بلاستيك انيميا اندر تريتن. العيان عنده مجال بلاستيك انيميا وعنده فكل خلايا البون مارو متوقفة عند هزي المرحلة تدي له فيتان بيتولف كل الخلايا تكمل بتاعها فتعمل ريتكس عالي جدا. السبب الرابع نفس الفكرة. واحد عنده ابلاستيك انيميا. الاستيم سيلز عددها قليل جدا. في البون مارو. فالريتيكيلو سايتك كونت قليلة. والعيان طبعا عنده انيميا. لان الاستيم سيلز مش شغالة عددها قليل. كمية قليلة يعني عنده انيميا. فالانيميا تطلع ريتروبيوتين. ريتروبيوتين استيميليات البون مارو. بس برضو ما يلاقيش استيم سيلز كافية في الريتيكس كونتي بقى ولا يلا. لو البيشن ده خف. السبب اللي كان عمله في البون مارو خف. ريتروبيوتين عنده عالي في دمه. فكل ستكثر بسرعة. آآ علشان تعود اللي حصل ده. عندك ريتروبيوتين عالي واستيم سيلز شغالة. آآ فعلى طول اللي ستتكثر وتطلع لك عالي جدا. فقادي سبب الاخير اللي بيعلي لما يبقى عيان فرمبون مارو. انت طبعا يقل في حالات الانيميا نتيجة نتيجة ان لو في خلل في انتاج لان طبعا دي هي المرحلة ما قبل النهاية من فاي خلل يعمل في الريتسل بروداكشن هيعمل في الريتيكيولي سيت اي حاجة تضعف قدرة على انه صنع هيقل لريتكس كونت ان الريتيكيولوسايت هي الخلية ما قبل النهاية من الريتسل ازا هو بيزيد في حالات الانيميا ديوتو ويقل في حالات الانيميا نتيجة ديكريز الريت بلاتسل بروداكشن. بقى الديستراكشن بون مارو شغال بس الريتسل بتتكسر. طبعا ما تتكسر يبقى عندك عندك انيميا ويطلع ينشط اكتر البون مارو فالبون مارو شغال بسرعة جدا عشان يعود الفقد العمال يفقد وعمال يتكسر سواء هيموليتيك او هيموليتك في حالات الانيميا ويقل في حالات الانيميا نتيجة ديكريز ار بي سيز بروداكشن. دي انواع الانيميا اللي احنا قلناها دورموكروميك هايبوكروميك لو زادل حجمها طبيعي مايكرو سيتك حجمها صغير ماكرو سيتك حجمها كبير. وفي طبعا اه وده هنا ديامتر قلنا مايكرو سايتوزيز خلايا حجمها صغير ماكرو سايتوزيز خلايا حجمها كبير وانايزو سايتوزيز في السيل. اخر عنصر في الريتسل مورفولوجي اشكال الريتسل. طبعا امرات كتيرة جدا بتغير لك من اشكال ده في مكرو سايت حجمها كبير مايكرو سايت حجمها صغير اه شستو سايتس فرجمينتد تير دروب سيكل سيل اكانفوسايت سفيروسايت سيل هناخد معظم الحاجات دي ان شاء الله في الامراض بسا هي متجمعها هنا جمعها برضو في التيبل دي. اه هناخد ان شاء الله تيبل ده تاني بعد ما نخلص امراض الريتسل كامو راجعة عشان نشوف كل نوع من انواع الريتسل دي وايه الامراض اللي بتعملها وايه تفسها. البقية العدد بنقيس بمقياسين حاجة اسمها انت هنا بتقيس س كله الويت بلات سيل. جرانيولر ونان جرانيولر لمفوسايت ومونوسايت نوتروفيل ويسنوفيل وبيزوفيل. ده الطبيعية من 4000 لحد وشر. الف ملمية ايه. انت بتقيس كل واحدة من قد ايه? يعني قد ايه? والإسنوفيل قد ايه? والبيزوفيل قد ايه? والليزوفيل قد ايه? والمفوسايت قد ايه? والمونوسايت. او عند ده اللي بتمثله كل خلية بالنسبة لمجموعة what? ايه وايه بلاد سيل. وهنا ده الارقام الابسوليد بالي بتاعها. ده العدد بتاع البلايتليتز مية وخمسين الف ومية وخمسين الف مليميتر كيف. بعدها كده الانترو دكشن. تكلمنا في الاول عن اه اساسيات البلود. والبلازما والبلازما بروتينز والبلود سيلس. وكاية تكلمنا عن الريد بلود سيلس. وكاية تكلمنا عن نورما نبدأ بقى اول مرض في الريد بلود سيل ديزيز اسالة وهو الانيميا. نبدأ بقى اول مجموعة امراض. وهنا اخد اولا الريد بلود سيل ديزيز اس. وهم مرضين مرض اسمه الانيميا. ا يعني نو ايميا يعني دم. يعني واحد ما عندهوش دم. فقر دم. انا الار بي سيز انا. او مرض تاني اسمه بولي سيثيميا ان عدد الار بي سيز انا. قبل لما ناخد الانواع دمنا دي من الانيميا لازم ناخد مقدمة عن الانيميا. يعني ايه انايميا زي ما قلنا اه يعني نو ايميا يعني دم يعني واحد ما عندهوش دم. فقر دم. انايميا بتعرق على انها اكسوجين ديليفيري تو التشور. يعني فيه نقص في الاكسوجين اللي واصل للتيشور في هيبوكسي. وطبعا ما ينفعش اقول كده واسكت لان فيه امراض كتيرة بينتج عنها في الاكسوجين ديليفيري للتيشور. يعني تجعانا تشور هيبوكسيا. ما هيخش معانا امراض كتير او. زي الهارد فيلير والتشوك والرسباراتوري فيلير ما هم دول برضو كمية الاكسوجين هتوصل للتيشور تقل. بس دول ما هتبروش انيميا. عشان كده لازم في تعريف الانيميا اضيفة. ان هذا او مش لان كمية الدم اللي خارجة من القلب والايلة او الرئة بايزة لا. لان قدرة الدم على حمل الاكسوجين وتوصيله للانسجة قل. مقص في قدرة الدم على حمل الاكسوجين. من شخص انيميا لما نلاقي الهومجلوبين كونسنتريشن قل. او الهيماتوكريت فاليو قل. يبقى هو يتقلل الهومجلوبين يتقلل الريب لاتسجة. طيب. يا ترى لو حد حصل له انيميا. سواء whatever the cause of the anemias. whatever its type. ترى ايه هي الكمبنساترو ميكانيزم? هل يا ترى الجسم هيقف مكتوب في الاي دي? امام هذا النقص اللي حصل للأكسوجين الواصل للانسجة? لا طبعا ففيه كومبنساترو ميكانيزم. زي بالزبط ما اخذنا في حالة الهارد فيلير كان فيه برضو كومبنساترو ميكانيزم. او الكمبنساترو ميكانيزم. ان هايحصل في الاكسوجين ريليز من الهيموجلوبين الى التشمه. هو الهيموجلوبين زي ما شفنا بيشيل الاكسوجين في الرئة ويروح يوديه للتشمه. هو نورميلا لما بيوصل للانسجة بمفروض يسيب الاكسوجين اللي يشايله. هو نورمالي ما بيشيلش كل ما بيرميش كل الاكسوجين اللي عنده. بيفضل ماسك شوائه في الاكسوجين محتفظ بشوائه اكسوجين. فلما يحصل الانيميا بقى هنخلي الهيموجلوبين يرمي كل الاكسجين اللي شايله. مش هنخليه يحتفز باي كمية اكسجين وبالتالي كده انت بتزوج كمية الاكسجين اللي طالع من الهيموجلوبين الى الانسجة. زي الكلام ده? وانا احنا عارفين لما بيحصل سامسورت وفتيشو هايبوكسيا في الانسجة بتبدأ تلجأ الى انايروبك ميتابوليزم بتبدأ تلجأ الى جلايكوليتك تكسر الجلوكوز اللي جواها والجلايكوجين جلايكوليتك باثوي. فينتج بسبب هذا الجلايكوليتك باثوي مادة اسمها 2-3-Diphosphoglycerate DPG. والمادة دي بتقلل الافينيتي بتاع الهيموجلوبين الاكسجين بتكره الهيموجلوبين في الاكسجين. وبالتالي لما الهيموجلوبين يوصل للانسجة وشايل الاكسجين يفاجأ بهذه المادة فتخل الهيموجلوبين يسيب كل الاكسجين اللي شايله للانسجة فانت كان بتزوج الاكسجين طيب. كومبانستري التانية هتزود البلازمابوليا. نتفقنا ان اهم خلايا في البلد عددا هي الريد بلد سيلز. الريد بلد سيلز بتمثل حوالي اربعين في المية من حجم الدم. فلما يحصل انيميا وتقل الريد بلد سيلز بحجم الدم بيقل. فضغط الدم يقل. فعشان الجسم يمنع المعضوع ده يقوم على طول مزود البلازمابوليا. حيث يحتفظ بالتوتال بلد بوليوم نورمال ويزود بلازمابوليا بيعمل لان طبعا انت لما حالك تقلل كمية الريد بلد سيلز وتقلل حجم الدم ده بي على طول بيستيمولات الالدوستيرون والرينين فيطلع ويعملوا سولتان دووتر ريتنشن فده يزود البلازمابوليا. طبعا فيه تأثير اخر ان لقلة الريد بلد سيلز في الانيميا. احنا اتفاني ان لزوجة الدم بتتعامل بالبلازمابروتين الكبيرة اللي اسمه بس الاهم منه الريد بلد سيلز. فبرضو بنفس المنطق لما الريد بلد سيلز تقل يبقى الريد بلد سيلز هتقل. فالدم مش هيبقى عنده لزوجة فالدم يجري بسرعة. ده يعمل طيب. الكومبنساتور الميكانيزم التالتة الكاردياك اوتبوتيزي. ليه? الوقتي انت عندك الاكسوجين الواصل اللي اتشه قال لان الدم مش قادر يشيل الاكسوجين لكن عنده انيميا. فالحل ان انا هخلي الدم يجري بسرعة بدل ما يروح مرة واحدة كل ساعة لا يروح عشرين مرة. وكل مرة هيشيل كمية صغيرة بس هيروح كتير وبالتالي الى حد ما الكمية الكلية اللي هتوصل للانسجة من الاكسوجين هتبقى سโ. وازاي نزود الكاردياك اوتبوت قلنا ازاي نزود الدم عند مواصل الانسجة زي واحد انت قللت لمزوجة الدم فالدم يجرد بسرعة. واثنين تزود الكاردياك اوتبوت هو الكاردياك يعود في هارت ريت. فاحنا هنزود الاتنين. هنزود ونزود الهارت ريت. نزود الهارت ريت ازاي? هتعمل لان اي هايبوكسيا هتعمل طب تزود الستروك فوليوم ازاي? اه الستروك فوليوم هيزيد لان الفيسكوس تقلت في الدم يجري بسرعة. الوزائد كمان ان الهايبوكسيا اه زي ما بتعمل 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 برضو ولما بتعمل في البريفرال بتقلل برضو الدم يجري بسرعة. ده تالت ان انا ازود عن طريق ان انا اعمل اخلي الدم يجري بسرعة. عشان انا فقدت فقللت الزوجة الدم وتاني حاجة زود ده عن طريق ان انا اعمل بسبب والهايبوكسيا باي اللي هي بسبب الانيميا بتعمل طيب الكمبنساتر الرابع ان انا اعمل للدم من الى زي بالزبط نفس الكلام الهارد فيليوم. لان اخلي الدم يروح اكتر للقلب وللسي ان اس وقل للدم اللي رايح للسكن والميوكس ميمبران وللجي اي تين. ازاي? عن طريقة سمتاتيك ستيموليشن. هتعمل للبريفرال بلوت فيزلز وفيزو دايلاتيشن الكورونري والسريبرال. ازاي? لان البريفرال بلوت فيزلز فيها الفا ريسيبتورس كتيرة لما تشتغل تقبض الاوعية الدموية. لانما السريبرال والكورونري بلوت فيزلز فيهم بيتا ريسيبتورس كتور لما يشتغلوا يعملوا الرابع ده اهم واحد. اللي انت بقى تطلع لي اريثروبويتين. وهو ده فعلا اللي هيصلح لك سبب الانيمي. الاريثروبويتين هيعمل حاجتين. واحد طبعا هيروح يشغل بتاعة في البول مارو ويعمل فيها هيبار بليش ينشط البول مارو ويكلل اريترويد بريكيرسلز الفلوريبوتين سيلز والامة والبريكيرسل سيلز يبدأوا يشتغل. عشان يطلعوا في عوض الانيمي. في نفس الوقت كمان ممكن يخلي اضر راذر دان البون مارو يشتركوا مع البون مارو في تصنيع دي اللي بنسميها يعني خارج يعني بون مارو هيماتو بويسز زي ما قولنا قبل كده زي ما قولنا من شوية ان كانت واحنا اجلنا تصنيع بيتم في اليوكساك ثم الليفر والسبلين فعندنا لما لما البون مارو بقى يبقى في ورطة وبيشتغل وعايز يعوض الانيميا فنرجع نطلب تاني من الليفر والسبلين يشتغلوا ويقوموا بدورهم السابق في مشاركة البون مارو في عمل البلاد سيلز. ما نسميها رجعت ريمة لعادتها القديمة. يرجع الليفر والسبلين يشتغلوا كهيماتو بويتيك اورجنز ويصنعوا بلات سيلز عشان يساعدوا البون مارو في هذا الكمبنسيشن اللي بيحصل في بتاعوا. فده اللي مسؤول عنه برضو الاريترو بويتين. ده اهم واحدة في الكمبنساترو ميكانيزم. عشان هو ده فعلا بيصلح سبب الانيميا. وبالمنطق الاريترو بويتين يزيد في كل حالات الانيميا مع عادة نوعين. الانيميا لنتيجة مش هزيد فيها الاريترو بويتين. يعني الاريترو بويتين بيطلع من الكلأ والكلأ بازل. او لو عندك الانيميا اللي يسميها ان البون مارو اصلا مفوش سيلز. او قلت جدا. فمهما تطلع في الاريترو بويتين ما انت ما عندكش ستيم سالس. فدول الحالتين الاريترو بويتين مش هيبقى ليها لأي معنى خالص في اه او ككمبنساترو ميكانيزم. او عن دول الكمبنساترو ميكانيزم اللي احنا قلناها الكاردياك ريزيرس او ريزيرف اسف. كانت كيكارديا وديلاتيشن في التشيمبر وهايبرترو في التشيمبر. هايبر فوليميا برضو. سولطان دووتر ريتينشن وري ديستروبيوشن او بلات. فدول الى حد ما شبه الكمبنساترو ميكانيزم بتاعة الانيميا. زيادة اوزيجين من الامجلوبين الى التشو. زود البلازما فوليام. زود الكاردياك او بوت اعمل ريتستروبيوشن البلات. وزود الاريترو بويتين. طيب. بقل بعد كده الى الكلاسيفيكيشن وفانيميا. زي نقسم الانيميا. في طريقتين لتأسيم الانيميا. تأسيمها على حسب سبب الانيميا اتيولوجيكال. وتأسيمها على حسب شكل الخلايا الريت بلات سلزل اللي طلع في هزيه الانيميا. نمسك اول واحدة اللي هيا نسمها اتيولوجيكال كلاسيفيكيشن. هي فكرة الريت بلات سلزل. هي دي خلايا بتتكون في البولمرو. تنزل في الدم. تعيش مية وعشرين يوم وتتكسر. فملخص حياتها في البولمرو وفي الدم بعد مية وعشرين يوم في الريت بلات سلزل. يبقى الانيميا تحصل ازاي? يتقلل البروداكشن يتقلل التصنيع. يتزود يعني بعد ما تتكون وتنزل لك في الدم تتكسر. فده هيقلل عدد الريت بلات سلزل. طب اقلل البروداكشن ازاي? عن طريق ان انا اقلل شرط من الشرطين اللازمين للستيم سلز في البولمرو عشان يقوموا بوظيفهم. اللي هو البروليفريشن وماتيوريشن. ادرب البروليفريشن متاع الستيم سيلز او ادرب الماتيوريشن متاع الستيم سيلز. كلاه هما هيؤدي بنا الى ان البروداكشن متاع ريت بلات سلز هيقلل. طب والديستراكشن اكسر ريت بلات سلز فين? قالك اتكسرها في الدم باسمها هيموليتك انيميا او تتكسر في الجسم يعني هيموليتك انيميا اما تتكسر برة الجسم هيموليتك انيميا زي ما هنشوف كمان شوف. تعال نشوف زي ما قلنا بوز الصفاتين بتوع الستيم سيلز. قل للبروليفريشن سميها هايبو بروليفريشن او بوز الماتيوريشن قدرة الستيم سيلز يعني انها تتحور وتتطور من شكل الى شكل. سميها ديس هيموليتك انيميا. هايبو بروليفريشن رقم واحد ما عندكش استيم سيلز. عشان تعمل بروليفريشن. دي اللي اسمها بوز البون مارو ما تخليش فيه مكان استيم سيلز بتقدر تشتغل وتتكاثر وتعمل الريد بلاد سيلز. بوز البون مارو اركتكشن. دي اللي نتقلنا سميناها ماييلو فيسيك انيميا. والماييلو فيسيك انيميا لها اسم تاني معبر جدا اسمه اليوكو يعني مايت بلاد سيلز اريترو يعني ريت بلاد سيلز بلاستيك يعني اماتيور. انيميا. لان انت لما تبوز للاركتكشن بتاع البون مارو فكل الخلايا اللي كانت جوة في البون مارو هتسيب البون مارو وتطلع. نتفاقي قبل كده ان مش مسموع غير الخلايا الماتيور الكبير بس هو اللي يسيب البيت ويطلع في البلاد. تكري انت لما تبوز للبيت تحرق للبيت يبقى كل بقى من في البيت هينزل. الصغير والكبير. الايماتيور يطلع يظهروا عندك في البلاد. عشان كده بيسموها اليوكو اريترو بلاستيك بدأ يظهر بلاستيك سيلز من والريد بلاد سيلز في الدم عشان الاركتكشن بتاع البون مارو اتلخبط او حصل له انفلتريشن اه بميتاستاتيك تيومور بفايبروزيس بواطفة. طيب. تالت حاجة تقلل البروليفريشن بتاع ان انت مت متودلهاش الهورمونز اللي تشغلها. قلناها كمسال او متودلهاش اللازمة زي الحديد في الانيميا وهنعرف كمان شوية اي علاقة بالحديد بالانيميا اللي هي بتاعة طيب. وناخد بالنا هما الاسباب هنا هي نفس الاسباب اللي احنا كنا احتاجناهم وقلناهم في عملية الهيماتو بويسس قلنا الاريثرو بويسس تكوين محتاجين ايه ايه الفاكتورز كنا محتاجين سيلز. فهنا بوز كنا محتاجين المصنع. بوز المصنع. كنا محتاجين هورمونز. بوز اعمل وما تخليش فيه هورمونات تطلع العمال. ده والاندرجين والثايروكسن والكورتيزون. او كنا محتاجين زي البروتينز والايرن. وزي ما قلنا لها علاقة بموضوع ما تخليش فيه في الجسم. يعرف الجسم يستفيد منه ويوديه للبون مرة عشان يشغل الاستيم سيلز. دي كريز ماتيوريشن ان انت بقى دي كريز ماتيوريشن ان آآ يعني مراحل اسناء مراحل تطور تكوين الريد بلوت سيلز في البون مارو النمو بتاع الخلايا في البون مارو توقف عند مرحلة معينة ووقف. معرفش كم. الماتيوريشن وقفت عند مرحلة معينة. والنتيجة او الانواع بتاعت دي كريز ماتيوريشن او بنسميها ان يبقى فيه خلل في تكوين الهيموجلوبين. فيطلع عندك خلايا ريت بلوت سيلز بهتا. او ان يبقى فيه خلل في النواة. النواة معرفيتش تنقسم وتاخد التطور الطبيعي بتاعها. فتطلع خلايا كبيرة. هنفهم الكرام ده بعد ايه. نجاله بلاستي. او يبقى الخلل في الهيموجلوبين في السايتو بلاسما والنواة. دي اللي اسمها معينة وديس بلاستي. فديس دي كريز ماتوريشن او ديس هيماتو بويتك الانيميا. الانيميا اللي بتنتج نتيجة الان افكتف هيماتو بويتك ان بيحصل ديس للاريثرويد سيلز بتاعت الريد بلوت سيلز في البون مارو. الانيميا اللي بتنتج نتيجة هذا الان افكتف هيماتو بويسيز يعني انت بتكون بلوت سيلز عندك فيه هيماتو بويسيز بيتكون بس بيموتو. بيموتو بدري. في البون مارو. الانيميا اللي بتحصل بسبب هذا او بسبب الان افكتف هيماتو بويسيز. ده بيبقى مصاحب معها في الايرن ابزوربشن من الجد. وده ممكن يخلي الايرن يزيد جدا في الجسم. يعمل ايرن اوبرلود ويترسب ويعمل لنا حاجة اللي احنا اتكلمنا عنها في الليفر سيلزيتنا ساكندري ايموكرو ماتوزيز. نفهمها بالراحة. تخيل ان انت عندك طبعا ده غالبا بيحصل مع الماتيوريشن. مع الانيميا نتيجة ديكريز من الماتيوريشن. تخيل دلوقتي انت الخلايا بتتطور عندك في البون مارو حد ما بتوصل الاستيج معنا وبتقف. ما وبتعرفش تتخطى هزي الاستيج. فبيبدأ بعض الخلايا تموت. فهذا الدس اللي بيحصل اللي موجود في البون مارو طبعا النتيجة في الاخرى هيحصل سفير انيميا. لان انت ما وصلناش للمنتج النهائي ما وصلناش ريت بلات سيلز. ما فيش حاجة هتطلع من البون مارو حتى اللي هيطلع هيبقى شكله معيوب. مش هيقوم بدوره. وبالتالي عندك سفير انيميا. وبالتالي الانيميا دي هتستيميليت ريليزه في ريثرو بويتين. والاريثرو بويتين يلف لفتين في الدم ويروح للبون مارو ينشط الاستيم سيلز فهتبدأ الاستيم سيلز تتكاصر. بس هتوصل لهزي الاستيج وطقف مش هتعرف تكامل. فانت عندك حالة من الاستيم سيلز يعني الاستيم سيلز في في حالة من التكاصر وبروليفريتد في البون مارو بشكل عنيد جدا. وبالتالي ده يزود احتياجات البون مارو من الحديد. انا عايز حديد. عشان انا عندي سيم سيلز عملة تشتغل وتتكاصر. وبالتالي بالتابعية هيزيد من 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 وممكن يزيد جدا لدرجة ان انت تعمل انت مودي كمية حديد كتيرة جدا عندك في الجسم عملت كمية حديد كتيرة جدا في الجسم. فهذا ممكن يترصف في الانسجة واعمل كل ده بسبب ان انت عندك سيم سيلز بتتكاصر في البون مارو بس بتوصل مرحلة معانة وبتقف وبالتالي انت عندك احتياج للحديد عشان اه تستخدمه هزي الستيم سيلز في عملية التكاصر عملية سنيع عشان نصلح الانيميا. بس الاسب بيحصل ايارد ابزوربشن من الجد فيزيد جدا في الجسم ويترصب ويعمل هيمو كروماتوز. خيب يبقى ده اول حاجة اه في الاتيولوجيكال كلاسفيكيشن دي كريز برو داكشن اهي امبيرد ريد سيل برو داكشن بوز البروليفريشن او الماتوريشن او ديفرانشيشن او ستم سيلز ما عندكش ستم سيلز ابلاستيك انيميا حاجة اسمها بيور ريد سيل ابليجيا بوز البروليفريشن متوريشن بتاع الاريثرو بلاستي اه تبوز بقى الماتوريشن هنا اعمل نتيجة اهي دي الميجالوبلاستيك عيب في الفيتامين بي تولف او الفوليك اسين اه اعمل انيميا وفرين الفيليار دي هنا طبع البروليفريشن اللي هي الاريثرو بويتين انيميا وفرينيك ديزيز هني هفهمها بعدين يحصل ايرن سيكوستريشن وريلاتيف ريثرو بويتين ديفيشنسي. انيميا وف اندوكرين ديس اوردرز اللي هي الورجن فيليار برضو. اهو في الهايبوكروميك. اهو في الهيم سنتيسيز ديفيكتف جلوبين سنتيسيز. الهيم سنتيسيز ده زي الاريون ديفيشنسي انيميا او حاجة اسمها سيدرو بلاستيك انا اخدها. جلوبين سنتيسيز معيوب ده في التالاسيميا فيطلع لك خلايا طبعا بهتة. او اعمل بقى لاخبة البون مارو اركتيكشور اعمل ريبليسمانت للبون مارو ببرايماري هيماتو بيوتك نيبلازم. او اعمل انفلتريشن البون مارو الميلو فيسيك انيميا بيه متاستاتيك تيومار او جراني روماتس ديزيز او فيبروزي. او مولاح بطل يعملني انفلتريشن البون مارو. لخبة البون مارو اركتيكشور. فده اللي هو كنا سميناه اليوكوريث البلاستيك انا. جريز ديستركشن قلنا يا الريد بلاسلز هي تتكسر جوه الجسم. هيموليتك تتكسر برا الجسم. هي اسمها اكيوت بوست هيموراجيك. لازم يبقى هيموريتش ويبقى اكيوت مش كرونيك. ليه هنفهم بعدين. وادي اسباب الهيموليتك انيميا اللي هي الهيموليسس اهي انا اخدها. اسباب انترنسيك يعني عيب في الريد بلاسل بنفسها. واسباب اكسترنسيك خارج الريد بلاسلز اكسترا كوربسكولر اوتسايد الريد بلاسل نفسها. والأكيوت بوستومنيجيك اللي هو البلاد لوس اكيوت روماته. الكرونيك ما هيعملش قويه أو يعني الكرونيك هيعمل بس هيعمل ايار ديفشنسي انيميا. لكن هنا الديستروكشن الايمي جلها تنتج من ديستروكشن لخ habitats انتج اكيوت بلاد لوس. لكن كرونيك بلاد لوس يعمل ايار ديفشنسي انيميا. طيب اللي هيموليتك كل اسجاب دي هناخدها ان شاء الله منيجي نتكلم عن هيموليتك انيميا. اخر نوع من الانيميا اسمه ودي انيميا بقى مش حقيقية. ده هنا انت خففت الدم بالزيادة زي وانت اول فالريد بلوت سيلز نسبتها ولمجلوبين قل جدا. دي اسمها في طبعا لان فالبريجنانسي فالبريجنانسي هنا دي انيميا كاذبة. يعني لا الريد بلوت سيلز ولا اليموجلوبين قلو. كان انت جيت على البازمة ورمية مية. فريد بلوت سيلز هتبقى مخففة. ولو سحبت عين الدم هتلاقي تركيز اليموجلوبين قلو. ده بيحصل فعالات سولتان دووتا زي بيحصل سولتان دووتا ووليجوريك رينالفليا لما الكلاب تفشل ما بتعرفش تعمل بول في الدم في المية والسوديم والسولت يبضلوا عادين لك الدم مش اعرف يعملوا فلتريشن وينزلوا في البول فحجم الدم يزيد فعلى فزي ما حصل كمية البول قلت فاكيد طبعا البلازمة هتزيد لان انت كل اللي كان مفروض ينزل في الكلة ما نزلش. فيزيد البلازمة فهيعمل لك طيب هو في حالة دي اشخصها ازاي? ما نفعش بالهيماتوكريت فاليو. لان الهيماتوكريت عبارة عن بتاع في مية سنط دم. فبرضو في الانيميا لو ساعدت عينها فبرضو هيطلع قليل لان البلازمة زيدة. فالفوليوم بتاع الريد بلاز سيل هيتخفر. فما ينفعش. الحل الوحيد بقى نشخص الانيميا ان انا اجيب العيان وفضيه افضل خمسة لتر دم اللي عنده واقس حجم الريد بلاز سيلز في كل الدم. لو طلع نورمل ارجعها للعيان واقول له مبروك ما عندكش انايميا. طبعا ده لا ممكن هنا نعملها. طب نعمل ايه عشان نشخص فعلا ونفقس الانيميا دي? اه بنسحب عشرة سنط دم مثلا من العيان. ونلزق فيهم مادة مشاعة. ونرجع نحينهم تاني في دم العيان. وخليهم يطلخبطوا كده الكمياء المشاعة دي. حيث الكمياء المشاعة دي تتوزع توزيع متساوي في كل الريد بلاز سيلز بتاعة هذا المريض. بعد يومين تلات عبالة المشاعة دي او المادة المشاعة دي تتوزع فكل الريد بلاز سيلز بعد يومين تلاتة اسحب بقى شوية دم تانيين واقياس الريديو ايو اكتيفتي اللي طالع منه. وعن طريق درجة التخفيف اقدر اعرف كمية الريد بلاز سيلز البلس الكلية كانت كان فعلا. استعادها يعرف بقى الكمية الريد بلاز سيلز اللي في الدم كله مش بالمية سنط change بالسبب درجة. يعني مسلا. تاخدت عشرة سنت دم ولزقت فيهم مسلا اه ميت واحدة اشعاع. دخلتهم تاني في جسم المريض. وخليته يتنطط وخليت الميت واحدة اشعاع دي توزعه في الريت بلاتسيل. كده رجعت سحبت منه دم تاني. وقست الاشعاع فطلع اه طلعت من الدم عشرة سنتي. وبعد كده بتقيسي الاشعاع اللي في العشرة سنتي دول لقيته واحدة واحدة. انت مديله ميت واحدة وطلع واحدة. ومعناها ان التخفيف كان مية. يعني العشرة سنتي بيطلعوا مية. فاصبح العشرة سنتي بيطلعوا واحد. عشرة سنتي الاولانية اللي انا سحبتهم. مديدتوا ميت واحدة. دلوقت العشرة سنتي طلعوا واحد. ازا حجم الريت بلاتسيلس في الجسم كله تقدر تحسبها مية فاشا يعني حوالي الف. دي طريقة اللي بنشخص بيها او بنفقس بيها الانيميا اللي بتاعسها لانا هي انيميا كاذبة. ما نعرفش نفقسها الا في حالة ريديو اكتف ميجرمينت لريت بلاتسيلس. طيب. نيجي بقى للمورفولوجيكال كلاسفيكيشن. مورفولوجيكال كلاسفيكيشن ببساطة انت وريني كرة دم حمرة واحدة بس. وانا منها اقول لك النوع وبالتالي سبب الانيميا. العدد كده كده موقس طبعا. فلولقيت الكرة اصغر حجما من الطبيعي وافقر في الهيموجلوبين. اصغر حجما تبقى مايك موسيتك. وافقر في الهيموجلوبين يعني فتحة يبقى هايبوكروميكال. دي سببها يا اما اير ديفيشنسي يا اما ثلاثين يعني. يبقى حاجات تانية زي انيميا الكروميكال زيزة والسيدرو بلاستيكال. هاني فهمها. طيب لو لقيت الكرة طبيعية في الحجم. وكمية بالتالي اه اللي وصلة لكل كرة طبيعية في الحجم برضو طبيعية. بس العدد طبعا الاجمالي قليل. فدي اللي بنسميها نورموكروميك. نورموستيكانيميك. فدي مع الهيموليتك والهيموراجك او مع الابلاستيك والانيميا وفورجان فيليا. ما انت دلوقتي عندك ريب لاتسيلز طلع كويسة. هو هنا انت عندك ريت بلاتسيل معيوبة. طلع حجمها صغير والمجلوبين اللي فيها اولا. يبقى العيد فين? يا اما العيد في الهيم. اللي هو الاير اير ديفيشنسي. يا في الجلوبين اللي هو الثلاثين. يا اما في كرونيكزين سيدرو بلاستيكانيميك. طب عندك ريت بلاتسيلز طلع طبيعية كشكلا كحجما وككمية هيموجلوبين بس العدد اولا. يبقى اكيد التكوين ما فيوش مشكلة. لكن هي لما بتطلع بتتكسر. يا هيموليتك يا هيمول راجب. يا اما التصنيع قليل. او بلاستيكانيميا. اما انيميا اللي هي بوارده بتعمل بس المنتج النهائي آآ كوي. ما فيوش مشكلة. يا اما الكرة اكبر حجما ماكروسيتكانيميا ودي بقى بتاعة الميجالوبلاستيكانيميا بايتامين بيتويل بقى فوليكاسد وما اقدرش اقول عليها هايبركروميك اقول عليها او او دي بقى الفعل اناقول عليها هايبركروميك اا دي في حالة الريديتر السيلو سايتوه زي ما نشوف كمان شوية. يبقى عشان يفهمك سبب يبقى يبقى ادرب الصفاتين بتقع بقوز 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 خد العوامل المهمة كتصنيع وبقوزهم. مش موجودة ده ابلاستيك. بقوز الاركتكشور ما يلو فيسك. اعمل اعمل او او اعمل او او اعمل علشان تعوق من اننا نستخدمها ونروح نعمل او 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 هاي خالية عبارة عن ايه? عبارة عن سايتو بلازم يبقى لو في عيب في السايتو بلازم ما هو السايتو بلازم بتاع بلازم ايه? هيمو جلوبين. هي هيمو جلوبين. واهم مكون للهيم والجلوبين. وبعدها هنا ايه فلاسيمي. اهم ايه فلاسيمي اعمل لك اهي. اهي. يعني معيب في النواة. بجاله بلاستيك انيمي. ان النواة مش عارفة تكمل التطور الطبيعي بتاعها. فتطلع الخالية حجمها كبيرة. بجاله بلاستيك انيمي. اهي. او بقى عيب في الاتنين في النواة السايتو بلازم حاجس ما ما يليه ديستراكشن ان الخلايا بتنتج من البول مارو بس بتطلع تتكسر. يا جوى الجسم هيمولاتيك. يا برا الجسم اكيوت بوست هيموراجيك. وهنا اكيوت بوست هيموراجيك ان الهيموراجيك لو اكيوت ده هيعمل فعلا ديستراكشن ريت بلاد سيلز ويعمل سامسورتو هيمولاتيك انيميا. لكن لو كرونيك بلاد لوس ده هيعمل نوع تاني مانيميا اسمه او مانيميا كاذبة من الانيميا ومعرفنا زي بنفقسها عن طريق الريديو اكتف ليبولينج او في الريد بلاد سيلز والمورتولوجيكال كلاسيفكيشن قلنا ديني كرة واحدة بس من الريد بلاد سيلز وانا اقول لك اسبابها لو طلعت الكرة حجمها صغير ولونها باهت يعني افقر في اليموجلوبين غالبا او الفلاسيميا عشان دعيب في اليموجلوبين يطلع طلع حجمها طبيعي وكمية اليموجلوبين اللي فيها طبيعية بقى غالبا دي اللي اتكسرت هيمونيتيك هيموراجك او ما تكونتش كويس او بلاستيك او انيميا فورجنفليا او ماكروستيك انيميا ده بقى خلل في النواة فده اللي هم جاله بلاستيك اليموجل بفوليك اسيد نيجي للكلينيكال فيتشورز طرح عين الانيميا هيجي يشتكي من ايه? اول حاجة فيه سيمتونز هو فيه ساينز اول حاجة سيمتونز جنرال تعباني على طول بيتعب ما بيقدرش يقوم بمجهود طبعا ما هو ما عنده تشو هايبوكسي ما فيش اكسوجين واصل للجسم الاطفال اللي يجي لهم انيميا ما يكبروش لان ما فيش اكسوجين واصل للانسجن يجي اجزيرشنال بيزني مش قادر يعمل مجهود ينهيج على طول عنده هايبوكسي ضربات قلبه جمدة لان احنا قلنا واحدة في الكمبانساتورو ميكانيزمي وان الفيسكوستيو بلده قلت فالدم يجري بسرعة فده يعمل هايبر ديناميك سيركوليشن فالعين يجي له بالبيتيشن العين يحصل له يعني ما يجيبش انجينا الهايبوكسي ما تعملش انجينا هي تعمل الانجينا يعني لو عنده كورونا رياثروس كيلوروزيس وعنده سامسورتو اف اسكيميا في الهارد تعمل كمان انيميا فساعتها تعمل لك انجينا مبروضة او انترميتنت كلوديكيشن اللي هي كانت الانجينا بتاعت الاسكيليتة المسر او طبعا ممكن تعمل كمان هاي كارديك او تفوت فيه نيولولوجيكال عنده هيدك ليه لان الهايبوكسي ازا بوتينت سيريبرال فازو دايليتر لان احنا قلنا الهايبوكسي تعمل تعمل وتيجي على 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 الكوروناري على الهارد وعلى البرين هتعمل فيهم فازو دايليتيشن وعلى بالمونري كمان فهدك ديزنس اه التينيتس وش في الودان لاخبطة في الرؤية ممكن يفقد الوعي كل ده عبارة عن طبعا الديزنس والتينيتس والاكو في كونسنتريشن كل ده نتيجة برين هايبوكسيا والسينكو بكمان او نامبنس وتينجلينج احد شكشكة ولسعة اه في الهيلز والفين ده برضو نتيجة هايبوكسيا للنيربس الرينل يحصل له ميلد فوليوريا يزيد شوية حجم البول وميلد فروتينوريا ليه ميلد فوليوريا ليه كمية البول تزيد شوية لان ما ننساش عنده زيادة في البلازما فوليوم وبالتالي البلازما فوليوم تزيد وبالتالي الرينا البلوت فولوت زيد شوية تيجيت الالكسبانشن فالزيد شوية البول عنه بروتينوريا ليه عشان الهايبوكسيا بتزود الجولوميريو للتيرميابلتي شوية للبروتينز سيفقد شوية البروتينات. والهايبوكسا كمان تقلل استجابة الرينا. آآ للانت دايوريتك هرمون. فيعمل بوليوريا. ويزود بتاعة الجلوميرولاي للبروتين فيرشح بروتين فيعمل بروتينوريا. الانت دايوريتك هرمون هو ضد الهايبوكسا ما تخليش تستجيب للهرمون ده كويس. فهيحصل دايوريس. هو فلما ما تستجيبش هيحصل دايوريس. فيحصل شوية بوليوريس. جينيتل برضو نتيجة الهايبوكسا يحصل للفيميل وممكن يحصل يعني عجز جنسي في الميز. نتيجة الهايبوكسا. نيجي للصين. طبعا اشهر واهم صين هي البالور. فهو عندوش يموغلوبيل ما عندوش ريت بلات سيلة. والبالور يبان فين في سطح الجلد? في الميوكس ميمبريل اخشية المخاطية زي الليبس. وفيه الليسكين. فين فيه الليسكين? في اي حتة. بس اشهر حتتين والنيل فون. نقول اشهر منطقة تقدر تشوف فيهم البالور بتاعه. وفيه مقولة مشهورة يعني ام في علم البطمة ان انت لو بصيت على البالمر كريز بتاع البيشنت ولقيت لونه زي الجلد اللي حواليه مفروض البالمر كريز كاف الايدي والونه احمر. لو لقيت لونه زي لون الجلد اللي حواليه فلابد ان هيموغلوبين بتاع هذا البيشنت وصل سبعة جرام يعني قل خمسين في المية عن الطبيعي. يعني. ايه. تاني حاجة البالس عنده تاكيكارديا. ليه تاكيكارديا? لان احنا زودنا الهارترييت على عشان واحدة من كومبانساترو ميكانيزم والميسكوستي بتاعة البلود قلت عشان فقدنا ريت بلود سيلز فالدم يجري بسرعة. فيحصل تاكيكارديا. عنده يحصل الثيرد هارت ساوي. يحصل شوية اديمة في اللور ليم. نتيجة تلاتة اتش. هيبوكسيا. بتزاود الكابيلري بيرميابيليتي. هايبار فوليميا اللي حصلت بسبب سورطان دووتر تنشت زاود الكابيلري هاتوستاتيك فريشر. لو لا قدر الله الانيميا وصلت العين لهارت فيليا. هذا الاتش التالتة. ده ممكن طبعا يعمل اديمة في اللور ليم. رابع حاجة ممكن في الفحص اللقاء العين في فحص الشبكية تلاقي شوية هيموريج. واكس يو ديت. ما حادش يعرف السبب اوي. ليه يحصل هيموريج واكس يو ديت. اه في عيان انيميا. ما حادش يعرف السبب اوي. بس هوا كانوا فاكرين ان العين ده اه ممكن يكون عنده في شكل الهيموريج وده اللي عمدن له انيميا. فطبعا ده كلام الصح. اي عيان انيميا حتى ولو ما كانش يعني ممكن لوحدها الانيميا تعملotte ما حادش يعرف السبب اي. من احد العلاجات بتاعة الانيمية ان انت ممكن تنقله مش تنقله دم انت هو الراجل مش محتاج دم كامل. هو محتاج فقط. فامتى تنقله ده في الحالات السبير بقى. لو الهيموجلوب ينوصل لسبعة التمانية يعني لو قل النص عن الطبيعي. او حصل برضو لازم تلحقه على طول وتنقله كرات دم حمرة. او ممكن برضو تنقله كرات دم حمرة وتعالج بيها الانيمية. طيب كده احنا خلصنا الجنرال فيتشيرز او جنرال يعني باك جراوند عن الانيمية. نبدأ بقى ناخد انواع الانيمية. واول نوع اسمه اكيوت حاد بوست هيموراجيك انيمية. وان البليدينج بوست هيموراجيك يبقى ده او ده واحد بيحصل له هيموراجيش بليدينج. والبليدينج بتتكسر. فالبليدينج ممكن يكون اكيوت وممكن يكون كراني. طبعا موضوع هنا الاكيوت. الكرونيك هيبقى مع الانيمية. الاكيوت بليدينج لو واحد عاصل له في حادثة. ساعتها بتاع الاكيوت بليدينج هيبقى نتيجة لصه في الانترافاسكولار بوليوم. بيقول لك بيفقد دم كله. بلد بقى وبلازمة ولوتر البلازمة بيفقد كل حاجة. فازن اه الفكرة كلها فاكيوت بليدينج ان هو بيفقد الانترافاسكولار بوليوم. الفوليوم بتاع الدم اللي داخل الانترا الى واحدة دموية. بلد لوس لو زاد عن عشرين في المية من البلد فوليوم ساعتها مش هيحصل عنهم يا بيحصل هايبوفوليميك شوك. طيب. لو حصل بقى يعني هيموراج وما وصل ناصل الشوك. فهنمر بتوه فيس اول فيس اول يوم او تلات ايام هيحصل هايبوفوليميك. آآ فقط دم. فقط دم ككولي. فحجم الدم هي اين? فيحصل هايبوفوليميك. وساعتها لو جيت ابص هنا في اول تلات ايام مش هتلاقي انيميا. انيميا كان نوت بيتل. طبعا عنده انيميا ما هو فقط بلازمة فوليوم وفقط بس لانه حصل ايكوال ريداكشن للبلازمة فوليوم وريد بلات سيلز فتيجي تلاقي مفيش انيميا. ما تعرفش تفقس الانيميا. انيميا كان نوت بيت دكتل. ان حصل ايكوال بعد كده بعد بقى آآ تلات ايام دول في الساكن فيز يبدأ الجسم على طول يريستور البلازمة فوليوم الاهم. او يحصل بلازمة فوليوم اسرع. سولتان دغوطة ريتنشن الدستيرو نورينين. فالبلاد فوليوم بتيرنس تو نورمان. ساعتها بقى لسه البون مارو ها. ما اشتغلش قوي. وبالتالي هنا تلاقي فعلا الانيميا انت رجعت البلازمة لسه لسه مراجعتش الريد بلات سيلز. هنا بقى يبقى يبقى الانيميا. طبعا الانيميا هتبقى نور موسيتك نور مو كروميك. لان تصنيع الريد بلات سيلز. آآ آآ لسه يعني او ما فيوش اي مشكلة. ما فيش اي خلل في الماتيوريشن بتاع الريد بلات سيلز. انت بس كل اللي محتاجه نزبر شوية على الريد بلات سيلز في البون مارو. علشان تريكافر وتبدأ تعوض لك الريد بلات سيلز. ازا الريد بلات سيلز اللي هتطلع دي طبيعي خالص. كحجما نور موسيتك وككمية هيمو جلوبين نور مو كروميك. وطبعا الماكسيمان بقى ستيموليشن البون مارو يحصل بعد اليوم التالت للخامس. يبدأ بقى فعلا البون مارو يشتغل لان انت عندك انيميا. طلع الريترو بويتين. الريترو بويتين تروح على البون مارو. تعمل كومبانساتور هايبر بليجيا في الريترويت برو جينيترز. ويبدأوا ويشتغلوا. وساعتها تبدأ بقى تصنيع الريد بلات سيلز يشتغل ويبقى عندك ريتكس عالي جدا. تيكلو سايدوز في الدم على اليوم التالت والخانس. طيب. لو الهيموريتش ما حصلش برة الجسم. حصل في او تيشو سبيسز. آآ هيزيد معاك هيحصل برضو طبعا آآ هذا الهيموراجيك انيميا. بس في نفس الوقت الريت بلات سيلز طالما دلدقت في مكان ما في الكسم. فهتبدأ تتكسر ويطلع منها الانديريكت بيليروبين. ويبدأ الانزيمات اللي جواها تظهر لك في الدم. لان انت ميدال ده او سايد الفاسكولار سيستم اهو واحد عنده مسلا آآ هيمو بيريكارديام هيمو بيريتونيام. آآ هيمو توركس. عندك دم من الدلدق خارج الكارديو فاسكولار سيستم. هيبدأ ساعتها جزء من هذا الريت بلات سيلز يتكسر ويبدأ الانديريكت بيليروبين يزيد واللاكتك دي هيدروجينيز ده انزيم موجود جوا الريت بلات سيلز يزيده في الدم. كلها دي حاجات لان اجزاء من الريت بلات سيلز دي اللي الدلدقت بره الكارديو فاسكولار سيستم هيبدأ تتكسر وما طالما احنا جوا الجسم فيبدأ شوية من تكسير الريت بلات سيلز يوصل للدم. والانزيمات اللي كانت موجودة جوا الريت بلات سيلز قسلت بره الكارديو فاسكولار سيستم لكن ممكن برضو توصل للدم ويبدأوا يزيدوا في الدم. اما طبعا لو الهيمولوج حصل بره الجسم طبعا الحاجتين دول مش موجودين. ما تلاقي هم بقى موجودين في الشارع. كرونيك بليدينج واحد بقى بيفقد ريت بلات سيلز على آآ سنين طويلة. فساعتها اللي هي اللي هيتأثر الايرن ستورز. لان انت عندك كرونيك بليدينج. يعني عندك آآ كرونيك انيميا. وبالتالي الايرن بيتسحب علشان يروح للبون مارو ويعوض آآ ويخل البون مارو يشتغل البون مارو ستم سيلز يشتغلوا عشان يعوضوا لك ريت بلات سيلز. نفس الوقت انت عمل تكسر ريت بلات سيلز وعملت تفقد حديد. فمن ناحية انت بتفقد حديد بسبب تكسير الكرونيك بليدينج ده. نفس الوقت انت بتسحب الحديد وبتوديه للبون مارو عشان البون مارو يشغلوا بيحاول يعوض. ازا ده في الاخر هينتج عنه لان الايرن ستورز والبي دي بليدد. وكمية الايرن في المحصلة النهائية هتقل في الجسم فيحصل الايرن ديفيشنس انيميا. دي نبقى ناخدها ان شاء الله مع الايرن ديفيشنس انيميا. وده اول نوع. عشان كده النوع الاول اسمه اكيوت. لان ده تابع الاكيوت بليدينج مش طبع خلص الكرونيك. الكرونيك يعمل نوع تاني من الايرن ديفيشنس انيميا. بوست هيموراجيك. لان ما بيحصلش على طول مع الهيموريش ده بيحصل بعد يوم او تلات يام من الهيموريش. لما البلازما ترجع طبيعية والريت بلات سيلز لسه مرجعتش. هنا ايه في اسبقها هنا بيحصل الايرن نورموستيك نورموكرويك. فاسمها اكيوت بوست هيموراجيك. طيب. ده اول نوع من الانيميا واسهل نوع. نوع التاني بي اسمه هيموليتك انيميا بتتكسر جوة الجسم. طيب تعريب في الهيموليتك انيميا. هي انيميا نتيجة Unaai basit of red blood cells. الـ red blood cells طبيعية المفروض تعيش 120 يوم. طيب لو عاشد بدل المية وعشرين يوم عاشت مسلا مية يوم. هل في الحالة دي الواحد يجي له هيموليتك اناميا? لا. لان البون مارو يقدر يكون ويعوض لك الخلايا اللي ماتت بدل. طب لو عاشت تمانين يوم هيجي له حاجة. لا سبعين لا لحد ما نوصل لعشرين او تلاتين يوم. وهنا كده لما لايف اسمات بتاع الريد لاتسل. فترة الزمانية اللي بيعاشها اللي بتاعشها الريد بلاتسل. اه تقل لحد ما توصل لعشرين لتلاتين يوم. عاشتها البون مارو ما يقدرش. بضاعف انتاجه اكتر من كده. فالريد بلاتسل ديستراكشن تجاوزت قدرة البون مارو على التعويض. هنا الانيميا تزد. لو نفتكر ان الموليتك انيميا دي كانت في الاتيولوجيكال كلاسيفكيشن انكريز ديستراكشن. وكانت فيه المورفولوجيكال كلاسيفكيشن القاعدة ان هي نورموسيتك نورمو طبعا فيه في الهيموليتك انيميا زي مثلا الثلاث سينية هتبقى هايبوكروميك مايكروسل. طيب. اه التكسير بتاع الريد بلاتسل التكسير ده يحصل فين? يا جوة الاوعاية الدموية جوة الكارديو فاسكولر سيستم جوة انترا فاسكولر. يا اما اكسترا فاسكولر خارج الاوعاية الدموية مش خارج الجسم خارج الجسم ده يبقى خارج الاوعاية الدموية يعني في الانسجة بتاعة الجسم. واشهر طبعا النسيج الممكن تتكسر فيه خارج الدموية هو دي اللي احنا قلناها فاكيو باستي مراجيك اللي ازيد ساعاتها السيرة من دايريكت في الروبين والالي دي ايش. فيا هتتكسر جوة الوعاية الدموية. هي هتتكسر خارج الوعاية الدموية. فالتكسير بنقسمه على حسب مكان بتاع الريد بلاتسلز. يا انترا فاسكولر. يا اكسترا فاسكولر يعني فكتيشو يعني في الريد بلاتسلز هتتكسر بدري. لان عمرها قل. واللي يخلي عمرها يقل حاجة من لدي. يلعب فيها هيا فدي اللي بنسميها كورباسكولر كوزيس. هنا كورباسكولر دي المرة الوحيدة اللي هنقول فيها كلمة كورباسكولر. كنا في القبل كده كنا بنقول على مين مين من مين سيل هيموجلوبيل مين سيل هيموجلوبيل كونسانتريشن. كنا زمان نقول عليهم مين كورباسكولر. لأ. بيعنا دلوقات نعلم مين سل بوليومين سل هموجلومين سل المكان الوحيد لنقول فيه هو هنا في بتاعي يموليتك هالي عيد في دي بلات سيلة وده اسمها كوربسكولاركوزيس يا اما هي سليمة وحد يجي كسرها من برا اكسترا كوربسكولاركوزيس طيب نمسك الكوربسكولاركوزيس هي الريت بلات سيلة عبارة عن هي زي ما قلنا هي عبارة عن كيس وفي محتويات والمحتويات ده هيموجلوبي مع شوية انزايد. يبقى الكورباسكدر يعيب في المنبرين يعيب في المكونات اللي هما يعيب في الهموجلوبي يعيب في الانزايد. عيب في المنبرين ده يعمل لنا تلات امراض. هيريديتلس فيروسايتوزيس وباروكسيزما النكتورن الهيموجلوبينوريا. في مرض احنا اخدناه في الجي اي تي في المال افزور بشان حاجة اسمه ابيتالايبو بروتينيميا. هنا ساعتها قلنا ده اوتسومال ريسيسيف ده بيوتيشن في الترايجليسراي ترانسفير بروتين. يخلي الانتيروسايتس الخلايا بتاعة ترسمون انتستنس مش قادرة تطلع اللايبو بروتينز والفري فاتي اسد من اليومين الى الدمج. فيبدأ الليبيتز يأكيوميليت جوه هزي الخلايا ما يوصلش منه اي فاتي اسد ولا فات سوليابول بايتامينز ولا لايبو ولا ليبيت. فكل ده طبعا ما يدرش وصله للدم. فيحصل في البلازما فتطلع خلايا مشعرة فيها كده في الميمبرين بتاعها. سميها ده الابيتالايبو بروتيني. ما قد ان اللي هناخدهم لهم دول هيريديتر سفيروسايتوزيس طيب. يا المشكلة في الهيموجلوبي. دي بقى مجموعة امراض بنسميها هيموجلوبي نوباتيز. هيموجلوبي نوباتيز. اوباتي يعني مرض بسبب او مرض خلل في الهيموجلوبي. وده يا اما خلل كميا في التشين بتاعة الجلوبين. ده ثلاثيميا. يا اما خلل في الكواليتي بتاعة التشين بتاعة الجلوبين. يعني هي الهيموجلوبين زي ما قلنا هو هيم وجلوبين. الهيم ده اهم مكوناته الاير. هم مهمة احنا هناخد الجلوبين. الجلوبين ده سلسلة من الامينو اسيتس. فلو الهدي السلسلة من الامينو اسيتس ما تصنعتش ككوانتيتي كافية في خلل في تصنيع اللي تشين ده هنحصل ثلاثين. لكن لو تكونت اللي تشين كاملة بس فيه خلل في ترتيبة الامينو اسيتس في اللي تشين. لما انت عندك خلل في الكواليتي. عندك خلل في الامينو اسيت سيكوانس في اللي تشين. فده كوالي تيتف هيمو جلوبينو باكس. كوالي تيتف ده مرة كيف اسمه الثلاثيمية? كوالي تيتف. يطلع بقى هيمو جلوبين معيوب. فطبعا يتكسر يعني يترصب جوه ويتكسر. زي السيكل سي الانيمي هيمو جلوبين اس واهمو جلوبينز اخرى زي السي والدي والي. يهم عيب في الانزايمز واشهر انزايم ممكن يبقى معيوب ويكسر لك الريد بلوت سيلز كالكورباسكول الكوز هو جلوكوز سيكس فوسفيد دي هيدروجينيز انزايم والمرض اسمه جلوكوز سيكس فوسفيد دي هيدروجينيز ديفيشنز. طيب. دول كده موضوع يعني مع الكورباسكول. نيجي للاكسترا كورباسكول. ايه يا ترى ايه اللي هيكسر الريد بلوت سيلز? براها. اول اي هم عندلك اتنين اي والاتش تي سي اتش تي ده كان نوع موبايل. فالاتنين اي. اول اي اللي هي الاميون هيموليتك اميون. هو اللي هيكسر لك الريد بلوت سيلز. وعلى حسب مصدر الانتي بودز ده نرجع نقسم الاميون هيموليتك الاميون الى الاواميون. الاواميون يعني جاي من بني ادم زيه. فده يجي لك يا اما انكمباتابل بلوت رنس فيوشن. يا اما هيموليتك ديزيز اوف دانيوبورد. ليجي له من بني ادم زيه. مش من حمر قال له يعني من نفس الجنس. فالانتي بودز تجي له من نفس جنسه. من شخص اخر من نفس جنسه. قال له اميون. شخص الاخر ده يا اما غريب. يبقى واخد انكمباتابل بلوت رنس فيوشن. يا اما قريب من الام والبيبي بتاعها هيموليتك ديزيز اوف دانيوبورد. او ان الانتيبوديز اللي تروح تكسر لك الريد بلوت سيلز دي جاية من جسمه نفسه من الاميون سيستم بتاعه هو اوتو اميون هيموليتك انا. يبقى قال له اميون واوتو اميون. طيب دي اول اي. تاني اي انفكشن. انفكشن تيجي وتكسر لك الريد بلوت سيلز. زي المالارية اللي كان بتعيش جوه الريد بلوت سيلز ويتفرقحها. او واخدناها. اللي هو اللي مشهورة جدا في جزر في وفي منطقة في منطقة ماسوتشوسيتس في الونويتد ستيتس. اهي دي اخدناها. ميش من مالاريا جدا? واخدناها في طيب. القولنا قبل كده يعني الاسبلين تضحى جدا ووظفته فجعت. اتفاجع. ما بقاش بس بياكل ده بقى بياكل كل الريد بلوت سيلز وكل الويت بلوت سيلز وكل طبعا اللي عنده هايبر اسبلينزم فجعته حال هتتكسر اه في الاسبلين بزيادة فيحصل له آآ هيموليتكا نيما. ثلاث حاجة اللي هي تيه تروماتيك او اللي بعد كده تروماتيك. ان الريد بلوت سيلز وهي ماشي في العواية ده ما هي تتكسر. دي قلناها في المايكرو انجوباتيك هيموليتك انيميا لما تكلمنا قبل كده في موضوع ثرومبوتيك مايكرو انجوباتيك في الكيدني بزيز. قلنا ده الليجن ده الثرومبوتيك مايكرو انجوباتيك بيبقى معه مايكرو فاسكولر ثرومبوزيس ثرومبوزيس مايكرو انجوباتيك هيموليتك انيميا واستهلاك للبليت ثرومبوسايتوبينيا ولينا الفيلير. قلنا ساعتها كان برايماري وساكندري والبرايماري ثرومبوتك مايكروانجيوباسي اللي هو ويدانون اتيولوجي شيجا توكسين ميدياتب واتيبكال هيموليتك كيروميك سيندروم وثرومبوتك ثرومبو سيتوبينيك فيربرا كان الساكندري اللي هو مع اضر ايدنتفايد ديزيز زي ماليجنانت هاي بارتنشان والسكليرو ديرما وبريجنانسي وانتفوسفوليبيد وانتفوتس وهكذا. فضي المايكروانجيوباتيك كيموليتك انيميا. ببساطة زي مسلا ما بيحصل اه ان وهي ماشية في حاجة مترسبة عندك. عندك بقى ثرومباي. اه عندك فايبرين. اه عندك اه مهم مهم وهي ماشية في بتتكسر نتيجة وجود حاجة بتخلص فيها. مايكرو انجوباتيك انيميا. اه دي اللي احنا قلناها الترومباتيك مايكرو انجوباتيك. اه تاني حاجة في التروماتيك مارش هيمو جلوبينوريا. مارش يعني ماشي. زمان في الحروب كان الجيش لما بيروح يحارب جيش تاني. فما فيش بقى لا دبابات ولا صفن ولا حاجة يركبوها. فكانوا بيفضلوا ماشيين الاف الكيلو مترات. فطول ما الواحد بيمشي بتتخبط في بتاعة البونز بتاعة الفيمر بتاعة بالذات فتمشي متر اتنين متر كيلو اتنين كيلو ما فيش مشاهرة. لكن تمشي خمسين كيلو ميت كيلو تتكسر هيطلع منها الهيموجلوبين اللي ينزل في الكلاه مهما الجيش يوصل harvest التاني اللي هيحاربوا ان تلاقي ان كل البول احمر. ساعتها سموها مارش هيموجلوبينوريا. اللي تكسرت أثناء المارش وطالع منها الهيموجلوبين. نزل في البول وخلى البول لونه احمر مارش هيميجلوبة. المثال التالت في ان وهي مشي في لقلب. تخبط في زلطة في اللب. كان بقى بتخبط في هنا بقى بتخبط في زلطة في القلب واللي عنده زلطة في القلب ده فاتدمه هو ماشي يخبط في زلطة دي فاتتكايز. زلطة دي یما سمام صنوعي ارتيفشل فالد. يما سمام تنبيع بس هصاله كالسيفيكيشن كالسيفيك فالد. سي كيميكالس اشاره من السنيك فينوم اللي بقيروسه آآ حنش او تعبان. توكسنز بتاعة السنيك ممكن بتعمل برضو. طيب دي الاسباب اللي احنا اخدناها من الجدول اللي فات الانترينسيك او الانترا كورباسكولر والاكسترينسيك او الاكسترا كورباسكولر انترينسيك او هيريديتري ممبرين ابنورمالتز هي ممبرين ديفكت آآ زي الاسفيروسايتوز ريتاسفيروسايتوزز حاجة اسمها الليبتوسايتوزز وآآ خلل في الممبرين ليبتز او بيتالايبو بروتينيميا انزاييوم ديفيشنسي اشارهم طبعا الجي سيكس بي دي وغلوتكريون سينتيز وخلل في الانزيمات بتاعة الجايكوليتك باثويز زي البايروفيت كاينيز والهيكسو تاعتحدNS او ما خلل في المجلوبين بعد سورز او المجلوبين سентиزز اوبنورمال جلوبين شيينز دي لاسمه وغلوبينوببكلز زي السيكل سيل آنيميا واظر سيمجلوبين زي المجلوبين سي والدي والإي أو يبقى فيه في ال微بين سنتززز داي الثلاثيميا هنا يبقى مع بعض الي stationed ما انصنعتش. آآ ممكن يبقى زي الممبرين ديفكت براكسيزم qualidade deter bleeding shopける الكورباسكولر دي حاجات كلها هريديتري. معادة البروكسيزبانكتورنان هيموغلومونوريا حاجة اكوائر زي ما ناخد كمان شوائق. اكسرا كورباسكولر اميول ميديتد انتباضي ميديتد. اه حاجة اسمع ايزو هيم اجلوتينين زي ترانسفوشن ري اكشن والميون هيدروبس اهي. موليتك ديزيز اوف دي نيوبون وانكمباتا بلاك ترانسفوشن ايزو او قلو اميون. او اوتو انتباضيز نفس جسمه بقى اه برايماري او دراج اسوشياتيد او سيستاميك لوبس. ترومة كان يكا ترومة للريد بلوت سيلز. اه المايكروانجيوباتيك هيموليتك انيميا. اه اللي هي كانت تحت عنوان الثرومبوتك مايكروانجيوباتي اه ثرومبوتك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا والدي اي سي والماليجنان تايبارتينشن والسكليرو ديرما. وانتي فوسفوليبيد انتيباضيز. او مشكلة في الزلطة برضو من نمضي اللي هي او او زي المالاريا والبابيسي والسي. ترى عيان الهيموليتك انيميا هجيله ايه? هجيله انيميا. كل المانفسيس انتعاد الانيميا اللي احنا قلناها الجنرال والكارديوباسكولر بالسيمتمس بالساينز بكل حاجات جيلة. دي فعليها كمان بتتكسر. ويا سلام بقى لو اتكسرت في فيانتك بقى الهيموليتك جونز. ونرجع بقى الموضوع الجونز اللي خدناها في الجي اي تي. آآ هيبقى عنده العيان دايما بنيجي نتكلم على اي جونز تقولي تلاتة فورمز من البلوروبين وتقول لي تلاتة الوان من العيان. ففي الهيموليتك جونز العيان لونه هيبقى اصفر. اللي ستول هتبقى دارك ليه? لان السيركوباريونوجين زاد. اليورين هيبقى نورمال كالر ليه? لان اليوروباريونوجين زاد واليوروباريونوجين. هزنو رول ان دي كالر ودايون. طيب البلوروبين يا ترى مين البلوروبين اللي هيزيد في الدم الان دايركت بلوروبين رواهين بلوروبين. ايه البلوروبين اللي هيزيد في اليورين اليوروباريونوجين. ايه البلوروبين اللي هيزيد في الاستور اللي استيركوباريونوجين. ولان السيركوباريونوجين مسؤول عن الدار كده وده ستول فيه يخلى الستول دارك. عند هبايتو سبينو ميجالي. دي سببين? اه الريد بلوت سيلز لو اتكسرت اكسترا فاسكولار هتتكسر في اللي هو على رأسهم والليفر فيتدخمه بسبب تكسير الريد بلوت سيلز جواه. كان سبب لو الانيميا عنيفة في الريتروبويتين هيعمل في الساكن ريه ماتو بويتك اورجنز اللي هم الليبر والنسبين. تالت حاجة في الجول بلوتر. لان ان انت عمال تعمل لي هيمولويتك جوندس وعمال تطلع لي هيم بلوروبين كتير وهيم بلوروبين كتير يحصل له ابتك كتير في الليبر فيفرس في البايل كتير فممكن يترسب ويعملنك في الجول بلوتر. طيب فيه على حسب بقى الكوز يعني الثلاثيمية بيبقى فيها ايرن اوفرلود. بينما البراكسيزم النكتورن الهيمو جلوبينوريا ومن الاسم هيمو جلوبينوريا. بفقد هيمو جلوبين في البول. والهيمو جلوبين داخل في تكوينه الايرن. بفقد ايرن في البول. هنا يحصل ايرن ديفيشنز. هنفهم الايرن اوفرلود في الثلاثيمة بعد. او في حالات سيكل سي الانيميا تلاقي العاني عنده في الاسكين وليج الزي ما نفهم بعد. اخر حاجة في كانت كرايسيز. ازمة. مرة واحدة الهيموليسيز او مرة واحدة الانيميا زادت. ده تعريف الكرايسيز اتاكسوف انكريزد انيميا. يعني ناخد انواع الكرايسيز. اول نوع من الكرايسيز ممكن يحصل في حالات الهيموليتيك انيميا هي هيموليتيك كرايسيز. قلنا كرايسيز يعني اتاكسوف انكريزد انيميا. اول نوع هيموليتيك كرايسيز يبقى الانيميا هنا زادت بسبب زيادة الهيموليسيس. قالبا ده بيحصل بسبب ان حصل هايبربليجيا للسيستم. حصل لها هايبربليجيا فكسرت اكتر. مع اي انفكشن. يبقى عين هيموليتك انيميا. ماشي متلصم ويجي انفكشن يعمل هايبربليجيا في سيستم يعني يبقى شارس ويكسر لك اكتر الريد بلات سيلزة. طيب. فطبعا انت بتكسر الريد بلات سيلزة اكتر فالهيموليسيس يزيد وبالتالي الانيميا تزيد. فيزيد عندك الانيميا ويزيد عندك الهيموليت الجونز. يجي العيان بفيفر ورايجورس سخونية وراعشة. ليه? لان تكسير الريد بلات سيلزة بكميات كبيرة يطلع منها مواد اللي تروح وترفع لك درجة حرارة الجسم. آآ بيجي عنده ابدومينال وبون بين. فبلايه بون بين? لان انت دلوقتي آآ عندك يعني الريد بلات سيلزة تتكسر كتير. فالبون مارو بيحاول يعود اكتر فيحصل له هايبر بليجيا اكتر. فيزود البريجور جوه في البون. فيشد على البون فيعمل بين. بدا تفسير البون بين ان انت فجأة زودت الهيمولوسيس فلازم البون مارو يزود هو كمان الشغل بتاعه والاكسبانشن بتاعه ويزود بريجور جوه البون مارو جوه المضالة فيعمل بون بين. فبلايه عسى الابدومينال بين? ليه بيشتكي من آلام في بطنه? قال لك لان الار بيسيز لما بتتكسر كتير قوي تطلع منها مواد تستيموليت الكواجيوليشن بتاع البلد. فيبدأ البلد يتجلط ويعمل سمول ثرومباي اللي تعمل لك شوية اسكيميا في الميزينتريك بلد فيزتز. تعمل لك بين. ممكن كمان يعمل يحصل يعني واجع في الجنال. يبقى ابدومينال بين ده نتيجة المايكرو ثرومباي. بون بين نتيجة الهايبر بليجيا والاكسبانشن بتاع البون مارو. ولوين بين. واجع في منطقة الكلا كمان في الجناب لان الار بيسيز لما بتتكسر تطلع هيموجلوبين. اللي ينزل في بتاعة الكلا. ويعمل لك شوية لون بين. طيب. اللي بعد كده ماركت بالور. لان طبعا حصل للانيميا. فزودت الانيميف حصل ماركت بالور. زودت الجوندس فيحصل ديبنينج للجوندس ودارك يورين. دارك يورين. اه. باول حالة عيان هيمولاتي جوندس. هيمولاتي انيميا. واليورين يبقى لون دارك. مفروض الهمولاتيك انيميا زي ما قلنا اليورين ما يبقاش اه ضارك. يبقى نورمل كلر. لان اليوروبالينجين بيزيد واليوروبالينجين ما يعملش حاجة في اليورين. امت بقى اليورين يبقى ضارك في عين الهمولاتيك انيميا女و حصل heimولاتيك soft substitute لأن ساعتها الهموجلوبين هينزل فيiction ويحصل هيموجلوبينورية. فالهيموجلوبين في البول يخلي البول لونه دارك. ودي اول حالة. وفيه تلات احوال في عيان هيموليتك جوندس يبقى دارك. لو انت سبت البول برة شوية واليوروبانينوجين تحول بالروم اكسجن الى يوروباينين. فالبول يبقى. تاني حالة هيموليتك كرايسز هيموجلوبين ينزل في البول. تالت حاجة لو الهيموليتك جوندس قلبت بابستراكت جوندس. لان ازمع الهيموليتك جوندس زي ما قلنا البلوروبين يزيد. ابتيك يزيد. تركيز البلوروبين في البايل يعلي. ازا عمل بيجمنت ستون وعمل ابستراكت جوندس زاعتها البول يغمق. انه زاعتها اللي هينزل في البول هو الااا الكل بلوروبين. اهم اا حاجة هنا. ريتكس. ريتكولوسيتك كونت عالية جدا لان ده بيعكس. بيعكس ان البول مارو بيشتغل بعنف وبقوة عشان يعوض هذا الكرايسز من الهيموليسز اللي حصل. فالريتيكس هنا تزيد جيد. فده اول حاجة هيموليتك كرايسز. ثاني كرايسز ممكن تحصل اسمها ابلاستيك كرايسز. ابلاستيك. هنا اللي حصل فيرال انفكشن جيه? اسمه بارفو فيروس بي ناينتين. فيروس ده بيحب جدا الاريثرو بلاست. اللي هي بتاعة الريت بلاستيز موجودة في البول مارد. فالفيروس يخش جوه هزيه الاريثرو بلاست. ويخل الاريثرو بلاست تموت. اندر جوه ابوبتوسيس. الخلاء تموت. ده منزل الفيروس جوه الاريثرو بلاست يعمل الحمرة دي. قبل لما الاميون يحس بوجود الانفكشن بعد عشر الاربعتاشر يوم. يكون الفيروس قضى على كل اللي موجودة عندك في البول مارد. يبقى هو عيان هيموليتك انيميا. ماشي ملصم نفسه والبول ماردو بيشتغل وبيعوت. وفجأة حفلت المحمس. جبت فيروس قفلك البول ماردو. مفيش خلايا طالعة من البول ماردو. يبقى انت هنا هتزود الانيميا بس انا ما كسرتش حاجة. وذو الديبنينج في الجونس. مفيش اي جونس هيحصل له مشكلة. انا كل اللي عملتوا عنها اجريفيشن الانيميا. انا قفلت المحبس فزودت الانيميا. لكن انا ما كسرتش زي الهيموليتك رايسة عشان ازود الجونس. انا هسأل الانيميا وذو الديبنينج في الجونس. طبعا اهم حاجة هتلاقيها سفر لان البول ماردو توقف عن العمل. وبالتالي هتبقى زيرو. هتبقى آآ ماركت لديكريس. هنا الانيميا بتزيد اوي 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 اوي. وهنا الانيميا بتزيد اوي اوي اوي. والهموليتك رايسز الانيميا بتزيد اوي 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 اوي. هيمولوسيز بيزيد اوي اوي اوي. رتيكروسيتيك بيزيد اوي اوي اوي. معاكس ال اه بلاستيك اه يعني نوع. انيميا بتزيد بس رتيكروسيتيك كاونت بتقل والجونس ما حصلوش اي احدا. نوعاتان يدول اهل منوعين من ان همونواتيك كرايز وا بلاستيك كرايز اني محسل ابلاستيك كرايز فإحسل مجاله بلاستيك كرايز ان who ان صحب كل boom98 موجودة هند sustaining حصل في السبليل. ساعات السبليل لما بيتضخن بيسحب كل الدم. يسحب كل آآ لجواه. فكأنه سرق من فطبعا يعني خبه كأن خبه جواه. وآخر هناخدها ان شاء الله في سيكل سي الانيميا اسمها هنا في سيكل سي الانيميا هذه الخلايا المنجالية بتقفل بتعمل طيب 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 انا نقطة مهمية جدا ازاي نقدر نفرق مكان تكسير زي قلنا تكسر يا جوة الوعاء الدموي انترا باسكولر يا بره الوعاء الدموي اكسترا باسكولر. تعال نشوف الصفات المميزة للانترا باسكولر هيمولوسيز. في الانترا باسكولر هيمولوسيز الانجرز بتبقى عنيفة جدا درجة ان فعلا الريد بلوت سيلز لترالي يعني حرفيا بتبرست بتفرقع جوه البلوت فيسلز. طيب. آآ تالي الريد بلوت سيلز فرقعت جوه الدم. فالهيموجلوبين يطلع في الدم. ونورمي طبعا البلازما ما فيهاش هيموجلوبين. هيموجلوبين ده موجود جوه مش في البلازما. فلما يحصل والهيموجلوبين يطلع في البلازما. فده اللي بنسميه هيموجلوبينيميا. ده اقول كلمة هيموجلوبينيميا. الهيموجلوبين ده الموليكولوريت بتاعه لحد ان ما صغير حوال اتنين وتلاتين الف يقدر ينزل في اليورين. فيبقى هيموجلوبينوريا. وده غالبا سبب اللي ممكن تحصل في الهيموليتك الكانيميا. نعملين نفقد هيموجلوبين اللي هو حديد من الجسم. وده بيحصل في الانترافاسكولار هيموليس. الهيموجلوبين لما ينزل في الكلاه ممكن نعمل طبعا رينا الفيلير. بسبب ان هو ممكن يتلزق يحصل انترا تيوبولر اوبستركشن. يلزق في اليوم بتاعة التيوبولز. وبالتالي مش عايزين الهيموجلوبين لما ينزل او لما يطلع في الدم ينزل في البول. فربنا حتطلنا حاقتين صد في الدم عندنا. اي هيموجلوبين يطلع بره ريت بلاتسيل وقبل ما ينزل في الكلاه يلاقي بروتين يمسك فيه اسمه هابتو جلوبين. فلما يمسكه في بعض حجم الهيموجلوبين يبقى كبير دلوقتي انه يمسك معه بروتين معرفش ينزل في الكلاه. وبكده حمينا الكلاه. وده عشان كده سيرم هابتو جلوبين. وجلوبين كمان ده ده الحق اتصدق له. الحق اتصدق انه اسمه هيمو بيكسين. اول ما يطلع في الدم جزء منه يتفكي وتحول الى هيم وجلوبين. الهيم ده برضو ربنا حاططلو حاجة يمسك فيها عشان ما نزلش في الكلاه اسمه هيمو بيكسين. ده يتحد معه ويعمل هيم هيمو بيكسين كومبليكس. برضو الكمبليكس ده كبير ما ينزلش في الكلاه هيروح هو مع الكمبليكس اللي متكون مع الهابتو جلوبين يتكسروا في الريتكرو انداتيليا السيستم يبعدوا عن الكلاه. فانت عملت استهلك الهابتو جلوبين وعملت استهلك الهيمو بيكسين. ده خط الحماية اللي ربنا حاططه لنا عشان الهيمو جلوبين ما ينزلش في البول ويعمل هيمو جلوبينوريا لانه ممكن يلزق في الكلاه ويعمل لنا آآ رينالفيريا. خيط. ممكن كمان على وزن بقى هيمو جلوبينوريا هيمو جلوبين نزل في البول يحصل هيمو سيدرينوريا. هيمو سيدرين في البول. قلنا الهيمو جلوبين في الدم هيمو جلوبينوميا. نزل في البول هيمو جلوبينوريا. وهو نازل بقى في البول جزء منه يبقى ريزوربيت بالرينا التيوبلر سيلز. تاخدوا رينا التيوبلر سيلز. وتحولوا جواها الى هيمو سيدرين. آآ الهيمو جلوبين زي ما قلنا بيكسر الهيمو جلوبين والهيم في ايرن فالايرن يتتحد مع الابو في الريتين ويعمل هنا في الريتين وفي الريتين مع في الريتين مع في الريتين يعمل هنا هيمو سيدرين يفضل لك قاعد لك في الرينا تيوبولر سيلز ولما الرينا تيوبولر سيلز تبقى سلافت وتقع في البول ساعتها الهيمو سيدرين يبقى لوست في اليورون يعمل هيمو سيدرينوريا الهيمو جلوبين كمان لما يطلع من الريت بلوت سيلز جزء منه يتأكسد بالحاجات اللي موجودة في الدم. ويتحول الفرس الايان من الجواه الى فرق ويتحول اللي يبقى عندنا ميت هيمو جلوبينيميا. ميت هيمو جلوبين ده يمسك في فيعمل ميت هيمو جلوبينيميا. وينزل في البول يبقى ميت هيمو جلوبينوريا. مساش انت عمل تفخد هيمو جلوبين في البول عمل تعمل لصف ايان فممكن يحصل ايان. يبقى ده كده الترتيب طلعت هيمو جلوبين في الدم هيمو جلوبينيميا. نزلته في البول هيمو جلوبينوريا. جزء منه يمتص بالرينا التيوبولار سيلز ويخش جوه التيوبولار سيلز ويتحول الى هيمو سيدرين. وساعتها لما التيوبولار سيلز بريمو سيدرين جواها تفقد في البول تبقى هيمو سيدرينوريا. بانها هتطلقنا خطين حماية علشان نمنى موضوع الهيمو جلوبين ينزل في الكلة. هابتو جلوبين يمسك فيه وهيمو كسين يمسك في الجزء الهيم بتاع الهيموجلوبين. فدول هيقله. الهيموجلوبين مي 기زء منه يتاكسد. يبقى مية هيموجلوبين. يمسك في القلب يمانه يبقى ميت هيم يوميمينيميا. ينزل في البول. يبقى مية هيموجلوبينورية. وانت عمل طفخة ايرون فممكن يحصل يعيش سكون ده توابع الانترا فاسكولر يمولوسوس. طبيب. تعال نشوف الاكسترا فاسكولر هيمولس. اكسترا فاسكولار هيمولس سكتها سهلة. اه قلنا اكسترا فاسكولار غالبا اللي بيكسر اللي بيعمل دي غالبا موجودة في على رأسهم. فهنا بتزود ديستراكشن بالسبلينك فاغوسايتس. فتلاقي تضخم. مليان بقى عشان هي دي العمالة عمالة تكسر لك عمالة تعمل لك ريموفل للدمجد او الانتي بودي كوتد ريت بلوت سيلز من السيركوليشن. ده على حسب طبعا السبب. لو عندك ريت بلوت سيلز دامجد او عندك ماسك في ريت بلوت سيلز ده و هيكسرها لك. هيكسرها لك فين? هيروح للمكروفاجي اللي في السبلين ويخليه تبلعها ويكسرها له. اللي هي موضوع الاميون. حاجة تانية برضو تخلي غير ان هي كوتد او غير ان هي تكون دامجد او كوتد بانتي بودي. ان هي كمان تتكسر في السبلين لو فقدت قدرتها على الدي فورم دي فورمابيليتي. لان الريد بلوت سيلز عشان تعدي وسط السبلينك سينوسويدز الحجمها صغير محتاجة تبقى في مرونة في تغيير شكلها. تقدر تبقى تقدر تبقى وتفعص نفسها عشان تمشي في الاسبلينك سينوسويدز. لازم تعمل في الشيء بتاعها عشان تقدر تنافيجيت. سلام على الكلمة نافيجيت. من ثرو الاسبلينك سينوسويدز. فلو عندك ريت بلوت سيلز ما عندهاش هذه القدرة على الدي فورمابيليتي. عندها في الدي فورمابيليتي عندها مشكلة في الممبرين او مكوناتها بيخليها مش قادرة تعصر نفسها وتبقى سكويز. فساعتها دي الريد بلوت سيلز هتبقى مش هتعرف تمر. فساعتها دي الستاقد ريت بلوت سيلز تتعرف عليها الماكروفاج سينوسويدك ماكروفاج وتيجي وتبلعها ونتخلص مهم. يبقى يبقى اما دامج ريت بلوت سيلز يبقى انتي بودي كود ريت بلوت سيلز يعقى ريت بلوت سيلز معيوبة فيها مشكلة في في قدرتها على الدي فورمابيليتي. ساعتها زي ما قلنا هيبقى في تكليونثيلة السيستم هايبربليجيا فيحصل خصوصا ان ده اشهر ما كان بتكسر في هذه الريد بلوت سيلز خارج الانسجة. طبعا طالما هتتكسر في النسيج فهنمشي في سكة بقى الهيمولاتيك جونز. والهم بلوروبين يزيد. والبلوروبين كمان يزيد في البيل ويعمل جول ستون ممكن يعمل بعد كده اللي هو جول بلادر ستون او بقى الداقت ستون. هنا طبعا في الاكسترا فاسكولidalولوز لا فيه هيمو جلوبينيميا ولا فيه هيمو جلوبينوريا ولا فيه ايرن ديفيشنس انت ما بتفقدش حاجة. انت كل الموضوع انت بتعيد. اه التكوير او بتعيد بتاع البطب طبيع بتاع تكسير الريد بلوت سيلز. ان الريد بلوت سيلز الطبيعية اللي هي المفروض عاشت مئة وعشرينيو هتتكسر في انا هتكسر في الريسبليم. فانت هين لما هتعمل extravascular hemolysis. فانت هتكسر red blood cells زيادة. هتكسرها برضو في الاسبيلين. هتمشي في نفس السكة الطبيعية من hemolytic jondis وهيمبلروبن وليفر وبايل. وستيركوباينينوجين والكلام ده كله. لا فيه هيموجلوبينينيا ولا فيه هيموجلوبينوريا ولا فيه iron deficiency على عكس تماما من intravascular hemolysis. طيب كده يبقى خلصنا general features بتاعت ال hemolytic anemia. ونبدأ بقى ننتقل الى انواع hemolytic anemia. واول نوع هناخده اسمه هريديتري سفيروسايتوزز. ان الاسم كده هريديتري بقى هو مرض وراسي. يبقى اهم حاجة هنا في تشخيص المرض ده فاميلي هستوري. يبقى هو تلاقي افراد الاسرة عندها هذا المرض. سفيروسايتوزز سفيروسايتس يعني ال red blood cells هتبقى سفير هتبقى كروية الشكل. وتفقد بقى البايكون كيف شيب بتاعها. ازاي المرض ده حصل? المرض ده لو نفتكر هو كان واحدة من بتاعت ال hemolytic anemia. كان مشكلة في الممبرين بتاع الاربيسيز. وهزا هو اللي هيخلى الاربيسيز تاخد شكله لسفيروسايتس. زي ما قولنا هريديتري وده inherited. يبقى الفاميلي هستوري. لازم يبقى في الممبرين سكيليتن. في السكيليتن بتاع الممبرين اللي بيستابيلايز الاوتر الممبرين بتاع ال red blood cells اللي هو اللي هو البايلير. لو نبص كده ده الممبرين بتاع ال red blood cells من برا. ناخد بالنا فيه بروتين مهم جدا موجود في السايتو بلازم. واحد من اهم السكيليتن بروتينز اسمه سبكترين. هزا السبكترين بيبتحت بيكوننكت مع بروتينات في الترانس ممبرين. بروتينات عابرة للممبرين بتاع ال red blood cells. حاجة اسمها band 3 protein. وحاجة اسمها جلايكوفورين. فهزا السبكترين لاحم في هزه الترانس ممبرين بروتينات لينكر. بروتين اسمه انكيرين. بروتين اسمه band 4.2. بروتين اسمه band 4.1. ازا التجانس ده والمسكة دي ما بين السايتو سكيلة البروتين سبكترين. وبين الترانس ممبرين بروتينز. باند سري وجلايكوفورين. وما بين اللي بفوستهم اللي هو الانكيرين وال4.2 وال4.1 طبعا ده بيستابيلايز الممبرين وبيخلي الممبرين بتاع ال red blood cell قول. فاللي بيحصل بقى ان هنا بيحصل في الانكيرين وال bạn 3 او الاسمكترين ماولية ميوتيشانز في واحدة من التلاتة دول. يا في الانكرين اللي هو لنكر يا في الband 3 اللي هو الممبرين يا في الاسمكترين اللي هو السايتو سكيلليترن روتين وعشانهم طبعا ميوتيشان تحصل في الاسبيكترن. لما بيحصل ميوتيشن في واحدة من التلاتة دول سبيكترن او الباند سري او الان كيرين. فده هيضعف هذا الانتر اكشنز القوي اللي كان لاحم الممبرين سايتو سكيلتل. كان لاحم الممبرين في السايتو سكيلتل سيستم. فالويكننج ده هيحصل طبعا لما يحصل ميوتيشن مبين الممبرين سكيلتل وما بين الار بيكز الممبرين المختلفة. فطبعا ده هي ديستابيلايز.سببلايز يعني يعمل стابيلايزيشن ديستابيلايز يعني يبوز بتاع الليبيد ممبرين بتاع里 Afghan ثواتات سيلا政府. فتبدأ الريد بالا سيل كل ما تكبر في السيلا تيجد هزا الديعف اللي حصل في الليبيد ميمبرين بتاعها. تبدأ تشد فيزيكلز. تبدأ تقع اجزاء منها بهذا الشكل. تاخد اجزاء من السايتو بلاس موطلعه فيزيكلز والفيزيكلز تقع. فانت هنا ده المنزل البايكونكيف النورمال بتاع الريد بلوت سيل. بتعمل تفقد اجزاء من السيل ميمبرين. تفدأ الليبيد ميمبرين يشد ميمبرين فيزيكلز انتو السيركوليشن ده يجي. عمال تفقد سايتو بلاسما. عمال تفقد سايتو بلاسما. فازن ما بين المسطح وما بين هيقلم مع مرور الوقت. وتتحول الريد بلوت سيل من بايكونكيف الى سفير لان في اجزاء من الميمبرين بتقع. وبقيت الميمبرين بيلحم. فمع مرور الوقت. الشكل هيبقى سفير. يعني انت عمال تشد الميمبرين. عمال توقع اجزاء. والميمبرين بيتشد. ففي الاخر الريد بلوت سيل هتتحول الى كرة. سفيرو سايت بيكون سفيريكل يمشي. طبعا كان البيكون كيف شيء بتاع الريد بلوت سيل بيسمح لها ان هي تمر في اضيق المناطق في السيركوليشن خصوصا طبعا في ساينوسويدس. طبعا لما تتحول الى سفير هتحصل لها سيكوستريشن هتتزنق بقى لما هي بتمر في الاسبليم. وتيجي الماكروفاش بتاعة الاسبليم تكسرها لان هي ما بقتش دي فورمابل. فتبدأ تتكسر هزيه السفيروسايتس في الاسبليينك ماكروفاش. وكده من والباتو جينيسيز عرفنا ان ده مشكلة كورباسكولر وان الهيمولوسز هيبقى في الاسبليين لان هزيه السفيروسايتس مش هتعرف تعدي في الاسبليينك ساينوسويدس فاتيج الماكروفاش. واتكسرها. طيب. وبالتالي من احد طرق علاج هزا البيشن تتعمل له سبليينكتون. المشكلة مش في الاسبليين. مشكلة ان الاسبليين جاي له معيوبة فاتكسرها. بس للاسف احنا بنضحي بالاسبليين في هزا البيشن علشان اه هتفضل عنده سفيروسايتس. بس على الاقل مش هتتكسر. فاحنا بنضحي بالاسبليين. ولما تيجي تاخد قرار في هزا البيشن يمصد يعني توزن الاضرار والمنافع لان انت طبعا لما بتشيل الاسبليين في البيشن انت بتسيب البيشن من غير تالي هتعرض هذا البيشن خصوصا ده هيبقى طفل لان المرض وتصوم النظام انت هيبان في الاففال. هتعرضوا ليه خصوصا كابسوليتد ارجانيزم زي عشان كده بدأ الاتجاه دلوقتي اه الى ان يعملوا يشيلوا جزء من الاسبليين. ويسيبوا الجزء الباقي يعني كام وحاولى ان هما يحافظوا على بتاع الاسبليين. بس برضو للاسف لما بتعمل بعد سنين بيرجع يتكون تاني تكون عندك سبليين كامل بس ساعتها بيكون ده زقناه للأدلت مهود في سن الأدلت وبالتالي بيقل لجيب. طيب. يعني هيجيله ايه? طبعا هيبقى عنده هيموليتك انيميا. وهيبقى كل اللي احنا قلناها اللي هي اللي هي من اول سبليين وميجالي وهيموليتك جوندس وطبعا لا فيه هيموجلوبينيميا ولا هيموجلوبينوريا ولا لصف ايض. لان الاربزيز بتتكسر جوالسبليين. تاني ما نفسيشن هي وساعتها لو بصيني على سبليين بتاع هزا هتلاقيه محتقم. لان كل جات عند واتحشرت لينك. طبعا هتلاقي النمبر وفي مكروفاج زيت. عشان المكروفاج هتيجي تكسر هزيه ولما المكروفاج تبلع هزيه فهتلاقيها اعدالك في وموجودة في مكروفاج وفيها جواه مصدر من كتر ما بلعت هزيه المعيوبة مكسرينها. لو تاخدوا لو اخدت عينها من الدم هتلاقي فيها ايه هتلاقي هتبدأ تشوف بقى هزيه الخلايا في البريفرال بلاتن ايه? طبعا هزيه الخلايا آآ يعني بقت سفير. وفقدت اللي بيميز النور من ريت بلات سيلز. وصغرت في الحاجة. عشان كده الاسم اللي اصحي ليها مايكرو سفيرو سيلز. طب ليه مايكرو? لان ريت بلات سيلز دينا ما بتعدي على السبلين. السبلين الفليود فيه هايبرتونيك. وبالتالي تسحب ماية بسهولة من هزيه الخلايا القروية الشكل. فتبدأ يحصل لها دي هايدريشن. زائد كمان ان هي اصلا هزيه السفيروسايتس فقدت اجزاء من السيل ممبرين بتاعها. فاكيد طبعا لما هتيجي البقية السيل ممبرين يلحم. فهتبقى صغيرة. تبقى سفيروسايت. وانساش كمان ان هزيه الخلايا المين كرباص المين سيل هيزيد فيها. عشان كده بتطلع حمرة هي قوي. على عكس النور مريد بلات سيلز اللي يبقى فيها تيل في السنتر. هنا المين سيلز هو مجلوب الكنسنتريشن زائد. ان زي ما قلنا حصل فيها دي هايدريشن اتنزع منها المية. ازا المجلوبين اللي جواها تركز او. ناخد بلنا في بعض اهي وفيها نقط زرق. نقط زرق دي بقايا من طبعا مش مسموح ان اي طبيعية يبقى فيها بقايا من يعني اسناء عملية تكوين وخروج من ممكن يبقى فيه شوية بقايا من النواة متسابة فيها. بس طبعا على طول الماكروفاجي اللي فيه بيشتغل كملقات. بيلقط على طول هزيه الريد بلات سيلز اللي لسه فيها بقايا من النواة ويشيلها مش عايزينها. فمعنى ان تفضل عندك ببقايا نواة فيها معناها ان هنا بقى فيه مشكلة. فعلا هذا البيشن اه معموله وهيبان اكتر هذا الفايندينج اللي هي ريت بلات سيلز ببقايا نيوكلياي فيه عيان اللي هو السيكل سيل انيميا ودي اللي بنسميها هول جولي بوديز هول جولي بوديز اللي هي نسبة العالم اللي وصفها بقايا من النواة في هزيه الريد بلات سيل بسبب عيب في اللي سبليين. ان الاسبليين مش شغال كويس وبالتالي مش قادر يلقط هزيه الريد بلات سيلز المعيوبة شالها من البريفرال. طيبا اهم تيست هنا في الريد بسفيروسايتوزيس لو الاسموتك تيست وتكلمنا عنه. لما قلنا ان آآ بنجيب طبعا عينة من الدم نجيب الار بي سيز بعد هذا البيشن ونحطه في مجموعة من التيوبز اللي فيها آآ سوديم كلورايد بتركيزات مختلفة وبتخفيفات متصاعدة. آآ وبنشوف اللي هيحصل هتتكسر الريد بلات سيلز امتى? قلنا ساعتها ان الايزوتونيك سوليوشن اللي هو لا هيدي ميا للريد بلات سيل ولا ياخد منها ميا كان او بوينت مين جرام برسنت. الاولد ريت بلات سيلز تبدا تكسر عند او بوينت فايف برسنت. الاسترونج ريت بلات سيلز لا تستحمل شوية فتتكسر عند او بوينت سري برسنت. طبعا او بوينت سري برسنت. آآ ده معناه ان السولت اللي دايبة السوديم كلورايد اللي دايب في هزير ميا قليلة ده او بوينت سري. والباقي كله ميا. لكن لما اقول لك الاسترونج او بوينت ناين يبقى كمية السولت اللي دايبة فيه كتيرا يبقى السائل ده مركز. لكن لما يبقى بقى مخفف ننزل بقى بالرقم او بوينت سري او بوينت وان يبقى انت كده بتتزود الميا. تالي في نفتكر كنا قلنا التكسير بيبدأ عند او بوينت سيفن. يعني آآ مع اول تخفيف ما يبدأ السائل انت هتحط فيه الريد بلات سيلي تخفف على طول. هادي الريد بلات سيلي تخش جواها ميا ويخليها تفرقها على طول. آآ فيبدأ الفراجيليتي اللي زمودة الفراجيليتي ستيزيد الريد بلات سيلز بتتكسر ليه بدري عشان في حتة من المنبرين وقعت في البرميابلتي زايدة. زايد كمان ان المنبرين مشدود على الاخر. عشان كده ادانا شكل الاسفيروسايد. فمجرد ما تحطه في شوية سائل مخفف بسيط قوي على طول الميا تخش ويفرع. على عكس السترونج ريت بلات سيلز. دي محتاجة او بوينت سري اللي هي النيو فلي فورمت ريت بلات سيل او بوينت سري والاولد ريت بلات سيلز او بوينت فايل. لأ محتاج تزود التختيف شوية عشان ما يتقدر تخش شوية الحاجات. ريت بلات سيلز. فاهم تيست هنا الاوزموتيك فراجيليتي تيست بيزيد. واهم علاج لهذاة السفيروسايدوزيس ان هو تعمل برغم لان الاسبلين ما لوش زم مش غلطته. بس احنا بنضحي بيا علشان الاحب. طيب. المرض التاني في الهيموليتيك انيميا مجموعة الاولاد اسمها الهيمو جلوبينوباكيز. يبقى المرض الاولاني اخدنا من ديفكت. المرض التاني ناخد بقى كل ده مازلنا في الهيمو جلوبين كنا قلنا بيكتون من هيمو جلوبين ان هيمو عبارة عن اير وبروتو بورفيرين وانا هنا فرس. الجلوبين بقى هو ده بقى شغلنا الشاغل عبارة عن مجلوبين الطبيعي اه اللي موجود في القضل دي تلاتة انواع. في نوع اسمه هيمو جلوبين ايه? وده بيمسل حوالية تمامية وتسعين في المائة من المجلوبين. والفور بتاعت البلوبين اتنين الفة واتنين بيتا. اتنين الفة واتنين بيتا تشين. المجلوبين تاني اسمه هيمو جلوبين ايه تو. بيمسل حوالي اقل من تلاتة ونص في المائة. عندك اتنين الفة بس بقى بدل البيتا بقت اتنين دلتا. اتنين الفة واتنين دلتا تشين. واخر حاجة اقل كمية المجلوبين اف بتاع الفيتس ده اللي كان موجود بكترة في الفيتس. برضو عندك اتنين الفة واتنين جامع. يبقى الالفة سابتة في كل انواع هيمو جلوبين. اه الالفة دي عبارة عن مية واحد واربعين امين واسد. والبيتا عبارة عن مية ستة واربعين امين واسد. الالفة جينز طبعا عندك فور الفة جينز. موجودين على كروموسوم ستاشر. والبيتا جينز موجودين على كروموسوم حداشر. اه الدلتا بتاعة اليمو جلوبين ايتو موجودة على كروموسوم حداشر. والجامع بتاعة اليمو جلوبين اف موجودين على لك رموسوم برضو هيدور يعني ايه هيموجلوبينوباثيس abnormalities في الستركشور of globin يطلع علينا abnormal types of heemoglobin يبقى هنا الخلل في ال globin chains فهيؤدي في الآخر الى خلل في ال heemoglobin لو نفتكر قلنا ال heemoglobinopath quantitative ان فيه chain مفقودة ده الثلاثيميا او qualitative ان انت غيرت ترتيبة ال amino acid في ال chains فهيدينا abnormal formals of hemoglobin نبدأ باول حاجة بقفل hemoglobinopathis حاجة اسمها sickle cell anemia anemia الخلايا المنجلية الشكل sickle cell anemia هي most common familial hemolytic anemia اشهر anemia تجري في family وتعمل hemolytic anemia هي sickle cell anemia ودي واحدة من ال heemoglobinopathis ال quality ان انت بتغير في ال structure بتاع ال globin chain مش بتقلل كمية ال globin chain بتاعينا غيرت الاسترمش فده ميوتيشن واحدة بدلت امينو بدلت بيز مكان بيز فنتج عن هذا او بدلت الادينين مكان الثايمين يعني بدل ما كان هنا ادينين في ال position اللي هو اه بتاع دين ايه شلت الادينين وحطيت بداله ثايمين فنتج عن هذا ال point mutation انت شلت ادينين وحطيت بداله ثايمين ان الامينو اصد كان اللي اسمه جلوتاميت اللي كان بيتكون في وجود الادينين وكان هذا الجلوتاميت هايدروفلك محب للمية لما بدلت الادينين بالثايمين تحول الجلوتاميت الى فالين والفالين ده هايدروفوبك بيكره المية وكل التغير ده حصل في ال position رقم 6 في السلسلة بتاعت البيتا جلوبين دي اللي منقول عليها ايه 6V ان حصل للجلوتاميت بحرف اللي هو بيرمزوله الناس بتوع الكيمية بحرف ال E الى فالين ستبدل بفالين at position 6 خيط يبقى هنا الجلوتاميت تحول الى فالين نتيجة نتيجة ال في بتاع الادينين تحولت الى طيب الوجود الفالين بقى في تركيبة ال تشين بتاعت الامين والبيتا جلوبين تشين بيخلل هذا الهيموجلوب في حالات دي اكسيجينيشن حالات عدم وجود اكسيجين هذا الهيموجلوبين في حالات في حالات دي اكسيجينيشن بيتحول الى بيسلف اسوشيات انتو بوليمرز هذا الهيموجلوب المعيوب اللي اتحطيت فيه فالين بيبقى سلف بوليمرايزيشن يعني بيعمل بوليمرز بنفسه بيعمل تكونات وتجمعات بنفسه كأنه بيكور حوالين بعضه كده وبيترصب او بيعمل حاجة بتاعتها كبيرة لانه بيعمل بوليمرز يعني مركبات عديدة كأنه بيلف حوالين نفسه لف على كده طبعا فهزا الهيموجلوبين اس المعيوب في حالات دي اكسيجينيشن هيعمل في هيعمل في اللي هي شاهلة زي ما هنشوف كمان بالإضافة اللي كان ان بتعيش بس عشرة لعشرين يوم يعني الطبيعة كان بيعيش مئة وعشرين يوم ده بيعيش بس عشرة لعشرين يوم قادل اللي حصل ان انا هنا في الDNN ايه بتاع البيتا جلوبين جين شلت الادينين اهو اللي كان ببيز بير طبعا مع الثايمين وحطيت بداله ثايمين فبقى بيز بيرين مع تغيير هزا البيز بير من الى ثايمين حول لنا الامينو اسد الجلوتاميت اللي كان في اليمو جلوبين ايه الى فالين اللي اصبح هيمو جلوبين اس V6 طبعا اخدنا ميوتيشنز قبل كده برضو كان ليه علاقة بالجلوتاميت والفالين وكان في البراف انكوجين اللي هو كنا جبنا سيرته في الكولوريكتال كارسينومة في المايكروساتيلايت انستابلتي باثوي وانا ساعتها ان البراف جين بيحصل سبستيجوشن بيستب بيتم استبدال العكس بقى الفالين بالجلوتاميت اد بوزيشن سيكس هوندرد كنا بنسميها V600 الفالين تحول الى هنا كان الجلوتاميت تحول الى وبرضو جبنا سيرته قبل كده في الفاكتور لما كلمنا عن وانا في الفاكتور فايف ليدن اه هذا من الفاكتور بيحصل اه يعني جي وان سيكس نين وان ايه ان هنا الجي دي الجوانين بيتحول الى ايه ادينين والجوانين كان بيدي ارجينين امانو اسد لما حولنا الادينين ادت جلوتامين امانو اسد فتبلك من اسم الجلوتامين مش جلوتامين اني فيه فرق بين الجلوتامين والجلوتامين واخر حاجة برضو قرناها فيه لما برضو حولنا الجوانين الى ادينين بس مختلف عن الفاكتور فايف كان سكستين ناين دوان هنا البرو erreومبين كان توينتي توينتي وون زيرو اللي هو هتحول الجوامين الى ادينين جي 300A الفريقة بين الجلوتاميت والجلوتامين ان الجلوتاميت ده الاسم التلعية التانية بتاعه جلوتاميت اسد. فهو ده يعتبر او بيحمل لكن الجلوتامين مالهوش خاصي. الجلوتاميت كمان بيعتبرون اسنشن امين واسد لكن الجلوتامين ده اسنشن امين. اذا جلوتاميت وفالين موجود هنا في السيكل سيل بزيز وموجود في البراف في ميوتيشن في ميوتيشن طيب اللي هيحصل له ميوتيشن هزين ميوتيشن في البيتا جلوبين طبعا احنا عارفين ان اي جين انت عندك منه تو كوبس. فالانسان اللي حصل له ميوتيشن في تو كوبس بتاعة البيتا جلوبين يبقى عندك بيتا جلوبين سيكل سلاش بيتا جلوبين سيكل يبقى تو جينز بتوع البيتا جلوبين حصل لهم هزا البيتا جلوبين فكلا التو تشينز تحول الى اس واس. طبعا ده هنا مفيش ولا بيتا جلوبين تشين طبعا بتتكون. فده اللي منسميه سيكل سيل انا. في واحد سعيد الحظ ان جين فقط من ال تو جينز بتوع البيتا جلوبين هو اللي هزا هزا ال point to mutation فتحول الى بيتا اس. بينما الجيني التاني طبيعي. يبقى هزا الشخص بينتب كمية طبيعية من البيتا تشين تتحد مع الالفا تشين ويعمل لنا كمية الى حد من من الهيمو جلوبين ايه. لكن اخينا ده الهوموزايجوس كل منتج البيتا تشين معيوب. فده هيتحد مع الالفا تشين ويعمل له كل منتج الهيمو جلوبين هيمو جلوبين اس. بطبيع هيموغلوبن اي. وہي موجود؟ كلا الجين بتوع بيتا جلوبين حصل ده وهو हصل له بس من البيتا. جزء هينتج او الجزء الطبيعي ده حوالي خمسين في فلمية هينتج هيموغلوبن اي والجزء اللي هو حصل له ميوزة ع된 좋نائلا. جزء ال typically ده ه eje kork. من اربعين لخمسين في مائه او فيموغلوبن اي و lowering بقى همجلوبين اس. طبعا ده سعيد الحظ لانه عنده شوية همجلوبين ايه? لكن ده سيء الحظ جدا. طيب. يا ترى ايه اللي هيحصل لليمجلوبين اس? لما يبقى دي اكسجينيت. يعني لما يحصل له هايبوكسيا. قللت الاكسوجين. اللي موجود عليه. زي ما قلنا بيحصل لهازا همجلوبين. والبوليميريزيشن هو عبارة عن تغيرات في الشكل. تخلي الهمجلوبين يتحول الى بوليميرز عن طريق ان هو بيعمل ما بين الموليكلز بتاعته ومعه الفالين اللي انا حطيته وكان هايدروفوبين. كان الفالين ده لما بيتحط في سلسلة البيتا جلوبينيشن يقاكت ازا مجنة ماغناطيس. ويقوم شادد الاجزاء الباقية من سلسلة البيتا جلوبينيس من السلسلة البيتا مع سلسلة الالفا. ويخليوهم يتمحوروا كده حوالين نفسه ويتحول الى بوليمير. فبيغير من شكل الهيموجلوبين. وبيغلي كأن الهيموجلوبين ده لما يبقى بوليمير ويتحور في الشكل كده كأنه آآ بيعمل زي آآ او زي مسامير تقعد آآ تدق او تقعد تعمل انجري للانر سايد اوف ميمبرين بتاع الاربي سيز. فهزي الكونفرميشون اليتشينجز هزي البيليميرايزيشن بهزا التحول الشكل اللي حصل للهيموجلوبين. نتيجة انتر اكشن ما بين الموليكيلز اللي موجودة في البيتا تشين. وما بين الفالين امانو اسد الغير طبيعي. زي ما قلت ده هيعمل سام سورتوف انجري للاربي سيز ميمبرين. فده يخلي الكالسيوم اللي موجود في الدم يخش جوه الريت بلاسيل. في نفس الوقت انت دخلت حاجة فهتقوم طارد الحاجات اللي كانت موجودة جوه الريت بلاسيل اللي هي امون بوتاسيوم ومية. ومية يعني بتفقد مية. يعني بتاعي حصل لها دي هيدريشن. طبعا هنا كسافة الخليات زيت سيل دينستيز زيت فتبدأ بتاعي حصل لها سيكليم. كان في الريتروسفيروسايتوزيس كان السيل بتفقد اجزاء من السايتو بلاسما سيل ميمبرين. في بعيد سيل ميمبرين. بيلحم في بعض فغير شكلها الى كورة. هنا لا. هنا انت عشان بتفقد مية ونتيجة هذا التغير في شكل الهيموجلوبين. فالريت بلاسيلس بتتحول الى سيكلينج. سيكل شيب. طيب. الريت بلاسيلس تحولت الى سيكلين. وبالتالي قدرتها على تغيير تغيير شكلها بتضعف جدا. لانها ما بتعرفش بقى تنضغط اه وتفعص نفسها عشان تمر في الاجزاء الصغيرة والنرو في السيركوليشن. فالدي تقل وبالتالي تبقى نشفة تزيد. وبالتالي تيجي عند المناطق الدايقة في السيركوليشن على رسوم طبعا وتلزم. ما تعرفش تعدي. فحصل لها وكل ما زادت طبعا نسبة السيكل الريت بلاسيل. كل ما زادت فرصة التدمير. لان اللي بيدمر الريت بلاسيلس انها بقت سيكلينج. وعشان هي بقت سيكلينج فالديفور مابيليتي قلت والريجي دي تزادت. فتيجي تبقى في السيكلينج سيركوليشن. وبقول ان السيفيريتي في مولوسيس بتكوريليت مع الفراكشن اوف ايري فيرسيبولي سيكل سيل. لان هذا السيكلينج في الاول بيبقى الريفيرسيبولي. زي ما هنشوف. لكن مع مرور الوقت. هزي السيكل ريت بلاسيلس تبقى الريفيرسيبولي سيكلينج خلص. فكل ما زاد عدد السيكل سيلس. كل ما زاد فرصة الهيمولوس. طيب. الصفة التانية غير ان هزي السيكل سيل فقدت الديفور مابيليتي وبقت ريجي ما بتعرفش تطفعس عشان تمر في النارو سيركوليشن. كمان ستيكي. بتلزق في الاندوثيليل سيلز. بتلزق في بعضها البعض وتعمل سمول يعني بلاد كلوتس من الريد بلاد سيلز تقفل لك البلاد فيزيكيز. الفاسكولير اوكلوشن ده ملوش علاقة بالنمبر في الريفيرسيبولي سيكل سيلز على عكس الهيمولوسيز اللي بيحسب. بل بالعكس السيكل سيلز دي تبقى مع بعضها البعض تلزق في بعضها البعض وتعمل العملية دي اللي بتخلي اللي هي السيكل تبقى تبقى في وهي دي يبقى واحد عنده سيكل سيل انيمية وجيله فتبدأ هزي السيكل تبقى تبقى ستيكي وتلزق وتعمل باسكولير اوكلوشن. جاله انفلاميشن تبقى وتعمل باسكولير او ديهايدريشن يتبقى ستيكي وتعمل باسكولير او حصل له اسيدوز تبقى ستيكي وتعمل باسكولير اوكلوشن. يبقى المرض لحد دلوقتي الخلاقة بقت سيكل شكلها سيكلينج وناخد منها ان الديفورمابيليتي اللي توريجي ديتي زائد فتبقى ستيكي وتبقى هيمولايزد في السيكلينج كورتز وناخد منها اس تانية اللي هي بقت ستيكي فتعمل باسكولير اوكلوشن واللي يخليها يعمل تعمل باسكولير اوكلوشن بعض السوبر امبوزد فاكتورز زي بحصل انفكشن انفلاميشن دهيدريشن اوال السيدوزز. ان توب اوف السيكل سيل امه. يعملوش علاقة بالنمبر في الريفيروسابل السيكل السيلز على عكس الهومولوسس. ده ما قولنا سيكل في الاول بيبقى ريفيرسابل لما ترجع الاكسوجين ما هو اللي يخليه يبقى سيكل لما يبقى فيه هيبوكسي. فانت عالج الهايبوكسي السيكل دريد بلوسيلز ترجع لطبعك. لكن طبعا كل شوية تبقى سيكلد وترجع سيكلد وترجع فالسيكل ريت بلد سيلز تزهق ويبقى ساعتها طبعا هيبقى لهذه لان احنا كوروليت مع الفراكشن في فيه تلات عوامل مهمين بيتحدد ان كان اللي هو قص الفساد ده كله قص المصائب وقص سبب السيكلين هيبقى كلينكا للسيجنيفكينت ولا لأ تلات عوامل دول وجود هيموجلوبينز اخرى غير الهموجلوبين اس الهموجلوبين اس نفسه وطايا الزمن الوقت يعني اول عامل في هذه الفاكتورز الانتراسيلولر ليفلز اوف هيموجلوبينز اثر دان هيموجلوبين اس الريد بلد سيلة دي التي تحمل هيموجلوبين اس يترى جواها انتراسيلولر في اثر هيموجلوبينز ولا لأ اه فلو كان في اضر هيموجلوبين زي هيموجلوبين ايه مع الهموجلوبين اس فوجود الهموجلوبين ايه ده بياخر الهموجلوبين اس اف. وجود هيموجلوبين اف ده مع الهيموجلوبين اس جوه الريد بلات سين برضو بيخلي الانتر اكشن مع الهيموجلوبين اس وي. وبيأخر ما بيخليش هيموجلوبين اس يعرف يعمل كويس ويعرف يعمل عشان كده اللي هما عندهم سيكل سي الانيميا عندهم سيكل سي الانيميا. ده ده ديزيز. لحد ما يوصلوا لسن خمس لست وشرين. هو مولود عنده المشكلة. المشكلة لا تظهرش عليه غير عند سن خمس الى ست قليل كل الهموجلوبين اف اللي كان موجود جواه. وهو جانين. هيحصل له فول هيختفي ويقل جدا جدا جدا. فيبدأ ساعتها الهموجلوبين اس ياخد ويقعد يزيد كل ما الهموجلوبين اس يقل 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 يقل. كل ما الهموجلوبين اس يزيد 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 زيد. لان هذا البيبي مولود عنده مشكلة عنده اللي حصله في بيphinشين. بس الان الريد بلوت سيلزي دي لسه فيها شوية اتكونوا هو لسه جنين. فساعتها الهيموجلوبين اف ده هيمنع الهيموجلوبين اف ان هو يعمل لحد ما الهيموجلوبين اف يختفي او يبدأ يقل جدا ويبقى زي الادلت اللي هو اقل من واحد في المية من الهيموجلوبين باي سين فايف الى سكس طبعا الايه والاف دول طبيعيين. طيب لو قدر الله بقى هذا الذي عنده Angels البلد اسمه admissions مجلوبين اسمه طبعا الهيموجلوبين اس ده أب نورمال وكمان اللي هيموجلوبين الباقي لعنده مبارا عن هيموجلوبين سين فطبعا ده بيزود لو هو نفسه بياغريجيت مع الهيموجلوبين اس. فبيزود جدا فبيزود ليجدنا. علشان كده البلد اللي عنده المجلوبين اس سلاش المجلوبين سي اتيروزايجوت. يعني جزء من المجلوبين بتاعه اس جزء التاني سي. فعنده آآ اسمه المجلوبين اس سي. طبعا هذا سيكلينج عنيف. طب بيبقى السيمتوماتيك. العكس البيبي بيبقى السيمتوماتيك. المجلوبين سي ده ان انت حطيت لايزين بدل الجلوتاميت اد بوزيشن ستة. شلت الجلوميت الجلوتاميت اد بوزيشن سيكس. بس بدل ما تحط له فالين حطيت له لايزين. وجود الفالين حلينا الهيمو جلوبين اس. وجود اللايزين خلينا الهيمو جلوبين سي. ده لايزين سين 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 سين. لكن ده فالين هيمو جلوبين اس. طبعا فبالمنطق لو في شوية هيمو جلوبين طبيعي موجود عندك جوة الريد بلات سيل فده هيمنع الهيمو جلوبين اس ان هو يبقى لكن لو في هيمو جلوبين غير طبيعي زي الهيمو جلوبين سي. فده هيزود طبعا ويزود السيكس. العامل التاني الكونسنتريشن بتاع الهيمو جلوبين اس. تركيز الهيمو جلوبين اس. كل ما زاد تركيز الهيمو جلوبين اس جوة الريد بلات سيل. كل ما يزيد السيكس. طب هل في حاجة تزود تركيز هيموجلوبين اس? قال لك اه ما انت بتفقد مية هون. وبالتالي لما يحصل ساعاتها الهيموجلوبين يزيد. طبعا في هزيه الحالة الهيموجلوبين اللي عندنا الهيموجلوبين نوعه يزيد هيموجلوبين اس. انا باتكلم في عيان عنده سيكل سي الانيمي. فيزيد السيكل. على عكس بقى حاجة تانية. ان انت لو عندك في نفس ذات الوقت الفة ثلاثيمية. انا قلنا ثلاثيمية معناها ان انت قللت تكوين آآ الجلوبين تشين. الفة يبقى انت قللت تكوين الالفة تشين. يبقى اذا البيشنت عنده الفة ثلاثيمية يبقى تكوين الالفة تشين قل. نفس الوقت عنده هذا البوينت ميوتيشن اللي حصل في البيتا جلوبين تشين تالي عندك هيموجلوبين اس. انا بقى انت كونت بيتا تشين بتاعة هيموجلوبين اس. هيتحد مع الالفة تشين القليلة. انه لانه عنده اصلا الفا ثلاثيمية. يبقى المحصلة النهائية كمية الهيموجلوبين اللي هتتكون قليلا. يبقى تركيز الهيموجلوبين هيقل. فده يقلل السيكلين. فاخدنا مرض يزود السيكلينج وجود هيموجلوبين سي. واخدنا مرض اسمه الفا ثلاثيمية لو موجود في نفس الوقت. هيقلل الهيموجلوبين كونسنتريشن. فيقلل كمية الهيموجلوبين اس اللي هتتكون فيقلل السيكل. اخر عامل في موضوع اللي بتحدد بتاع المجلوبينيس هو تطين على الزمن والوقت. لان عملية عشان تحصل ويتخلي الخلايا تبقى تقلل وتزود تجاوة. تالي ده يحصل في الانسجة اللي فيها اللي اللي مشى فيها بطن. فساعتها تدي وقت لهذه السيكلة لهذه التي تحمل المجلوبين اس ان يحصل وتحتحول الى فين بقى تشو اللي فيها سلو سيكلة سبلين بون مارو او اي نسيج فيه التهاب مساعدة ان الانفلاميشن اهو جبنا سيرته هنا في موضوع والسيكلينج جبنا سيرته فوق. في ان هو كمان بيخلي هزيه السيكل الريد بلوت سيلز تبقى ستيكي. لزق في البلوت فزلز. طبعا لما هتلزق في البلوت فتعمل فيعمل مور ستيزز فيعمل مور بول occult. ادي هو السيكلة سيلز او ستيكي تقدر تمسك في بيقوله بسبب بيقوله بسبب لانها كل شوية تعمل سيكلينج 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 فتعمل في الريد بلوت سيلز فده اللي يخلي ستيكي وتقدر تلزق في الاندوثيليل سيلز وتعمل سم سورت او جلطات مكونة من الريد بلات سيلز وليسها من البلدانس. بدول التلات عوامل. انترا سيلولار ليفلز اه اف ادر هيمو جلوبينز. ثم الهيمو جلوبين اس. ثم الطايم يحصل ده في سواء في انسجة هي خلقتها كده فيها سلو زي والبون مارو. او لو فيه انفلاميشن. طالما قلنا انفلاميشن ما ننساش انفلاميشن. يخلي السيكل سيلز تبقى مور ستيكي. تلزى في الاندوثيليل سيلز. نفهم بقى الهيمو جلوبين ايد طبيعي. وهنا كان فيه ادينين. ولما تحول الادينين الى طايمين. فتحول البروتين من جلوتاميت جلوتاميك اسد. الى فالين. وعملنا هيمو جلوبين اس. فالهيمو جلوبين اس في حالة الاكسجينيشن عادي اهو. طبيعية. اه الهيمو جلوبين شكله طبيعي. لكن مع دي اكسجينيشن وعوامل اخرى. مش لازم هيبوكسل فيه عوامل اخرى. تحول الى عشان بتاعة الهيمو جلوبين بتبقى وتبقى انتر اكتنج مع هذا الفالين فيعمل هذا المنظر فده اللي يخلي الريد بلاد سلم وهي مشى هي بيمو جلوبين اس اهي مع الهايبوكسيا تحضر الله سيكلينج. الاول بيبقى شيء للهايبوكسيا ترجع لطبيعتها وهكذا. بس طبعا بقى من السيكلينج يخليها بعد كده الريبيرسل بولين سيكلين. هزا هيمو جلوبين اس له يعني مشكلتين مشكلة الاولينية ان بيخلي هزي هزي الريد بلاد سيلز اللي هي سيكل بتبقى ستيكي. فتلزق في العوعية الدموية. ومش بس بتلزق في بعضها البعضة بتلزق في الاندوثيليم. وتعمل مع الوايد بلاد سيلز ومع وممكن تعمل وكمان ازاي بتعمل هنفع. طبعا هزي الريد بلاد سيلز لما بتلزق في الامدوثيليم سيلز وغيرها من البلاد سيلز هتعمل آآ بس مكونة مين لمن آآ من ريد بلاد سيلز. هاي. النقطة التانية غير اللي هي سهلة او تتكسر هزي الريد بلاد سيلز. ولما تتكسر آآ يطلع الهيم. والهيم ده يمسك في زي ما كان فيه الهيم بيمسك في الهيم برضو هنا الهيم يعني بيروح يمسك بيخلص لنا بيستهلك لنا النايتريك اوكسايد. النايتريك اوكسايد ده طبعا كنا محتاجينه عشان نعمل فازو دايلاتيشن. فلما يتم استهلاكه ما فيش فازو دايلاتيشن في حصل فازو كونستريكشن. جزء كمان من الهيموجلوبين يتحول الى ميت هيموجلوبين اللي هو الفرس يتحول الى فرك. وده طبعا ما يقدرش يمسك في الاكسوجين وجزء منه يتحول الى نايتريك. انت عمال تخلص فما فيش فيزيد طبعا الفازو كونستريكشن والبليتليت اكتيفياشن وأجريكيشن. فهينا فازو كونستريكشن اهو وبليتليت اكتيفيشن وأجريكيشن مع فيعملنا فعلا ويعملنا العامل التاني اللي ما حصل لها مولوسيز يطلع منها انزام اسمه وده بيستهلك الارجينين. بيكسر لك الارجينين امين واسد وكان الارجينين امين واسد ده محتاجينه علشان نعمل نايتريك اوكسايد. فبرضو لما يطلع الارجينيس ويكسر لنا الارجينين فما فيش مادة خام نعمل منها نايتريك اوكسايد فانايتريك اوكسايد دي ال. ولما النايتريك اوكسايد دي ال ما فيش سموت مسل ريلاكسيشن فايزيد الفازو كونستريكشن وتجيب بليتليتس وتعمل ترونبور. الهيم كمان اللي طالع غير انه هو بيسكافنجس النايتريك اوكسايد بيزود كمان اوكسيجين فري بيزود كمان اللي عنده سيكل سيل تريت اللي هو بيتا اس سلاش بيتا طبيعية بيبقى اسمتوماتيك وآآ وده بيدي له سبحان الله بروتيكشن فروم مالاريا لان المالاريا ده لو نفتكر كان اي ابنورمال في الريت بلاد سيلز بيمنع ان البازموديم بالزات انها تمسك في الريت بلاد سيلز بتعرف تعيش فيه. انه بيانترفير مع احد السيرفس بروتينز المهمة بلازما فالسيبارا فالسيبارا ريثروسايت نيمبران بروتين وان ان هو اه يعني هذا سيرفس بروتيني بقى انتراكتنج مع الريت بلاد سيلز بيخلي بلازموديم تعرف تعيش وتكمل طور طور بتاعها. فاللي عنده هموغلوبين اس ده سيكل سيل تريت بيدي دي فعلا من ملد. بقى لعنده سيكل سيل انيميا بقى. يفضل اه سمتوماتيك لحد ما يوصل لسن ست شهور يعني طفلة بتولد عنده سيكل سيل انيميا. بيش اي سمتوم لحد الست شهور زي ما قلنا لحد ما هموغلوبين اس ينزل بقى الاقل لمستوى والهموغلوبين اس ياخد تبدأ يجيله كل انواع الهموليتك انيميا وغالبا هتبقى اكسترا فاسكولور لان اكتر ما كان هتتكسر فيها دي سيكل ريت بلاد سيلز هي اللي هيخلي العيان يخش في اهم سبب قلنا الهايبوكسيا مع اسبب اخرى تيمبرتشار تشينجز سترس دي هايدريشن وهي قلنا دي هايدريشن كده في الفاكتورز اللي بتخلي كمان هذي سيكل ريت براسلز يبقى ستيكي. اه عند هذا البيشن تلاقي فاتي تشينج في الليفر والهارت والرينا لو نفتكل فاتي تشينج دي واحدة من طبعا اللي عنده اه ستيت اوف هايبوكسيا نتيجة واحد الانيميا نوع من انواع الانيميا ونتيجة اللي بتحصل في هذا النوع من الانيميا فكل ده يعمل هايبوكسيا ويعمل شوية فاتي تشينج في الخلايا بتاعة الهارت والليفر والرينا التوفيوز. طيب الحاجة اللي بعد كده تلاقي دايما خدوده الشيك بونز عظام الوجه بتاعته برومينل برزة. ولو صورت اللي بتاعته تلاقي هذا المنظر كأن فيه مسامير كرو دخلة وقطع في اللي سكال كرو كت. يعني خط ده ابيض الموضح جدا للسكال كأن فيه مسامير آآ طلعة من السكال وراءة وراشقة فيها. كرو كات طبعا ده كله بسبب من العين ده عنده كرونيك هيموليتك انيميا وفيه طالع وده يعمل في البون مارو. فالبون مارو يعني يبقى قوي هايبربلاستيك. فتبدأ اجزاء من البونز تتاكل ويبقى يعمل سكال كأن البون مارو لما بيحصل له بيضغط على اجزاء من البونز فتبدأ تتاكل كأنها بتموت حط مكانها بس بعد طبعا ما البون مارو يبقى فدا يعمل لنا هذا المنظر اللي اسم كرو كارت وهيضان برضو في مرض الفلاسيميا. اي مع اي للبون مارو ويضغط على البون ويعمل فيه هزا المنظر. التغارات اللي بتحصل في الاسبلين هنا مهمة جدا. احنا كنا جبنا سيرة الاسبلين في الهراداتروسفيروسايتوزز بنضطر نضحي بيه. هنا بقى ما بنضطرش نضحي بيه. هو اصلا بيموت. الاول يحصل اسبلين وميجالي. ثم بعد كده يحصل اوتو سبلينيكتو. كأن حصل استقصال الاسبلين بنفسه. اوتو سبلينيكتو. يحصل اسبلين وميجالي ليه? ليه سببين? اولا ان هنا اه الريد بالب بتبقى كونجستد عشان بتيجي وتبقى انترابد فيها. تاني سبب لو احتاجنا نعمل اكسرا ميضالة ريهيماتو فعالات السبير انيميا. فالاسبلين هيبدأ يتضخم علشان يعمل هو كمان بلات سيلز ويشارك البون مارو في تصليحين انيميا. لكن بعد كده لما يوصل هذا الطفل للقضل تكون تلاقي الاسبلين بتاعه اختفى. او مش اختفى بالمعنى الحرف الكلمة بيتحول الى يوزلس فيبرستيشو. هاي دي اللي اسمها اوتو سبلينيكتو. ليه? لان ما ننساش ان هذي سيكل دريد بلات سيلز اب تبقى ستق هناك في الاسبلين وتتكسر بس هي ستيكي. يعني هتعمل في اللي يا. فتعمل كرون الك سبضاينيك اريث رو ستيزيس. لالدم بسبب هذه في اللي سبلين اللي جايا في الاسبلين? واعمل لي كرونيك. كرونيك سبضاينيك اريث رو ستيزيس ما لالبلات خلوة هنا بقى مش بسبب بليلتز اذا بسبب trat بليلت سيلز اريثرو. بتبقى في الاندوثيليا طبعا مع بليلتز مع زي ما قلنا الميكانيزم. عشان احنا يعني تخلصنا او قللنا اه فطبعا ده هيعمل للدم في الاسبلين يعني يعمل ويمنع الدم ان هو يوصل لاجزاء الاسبلين فيعمل ويتحول الاسبلين الى ملووش اي فيه مخاطر. ده بتضطر تعمل وساعتها قلنا بتفاضل ما بين لكن هنا بيحصل اوتوسبلينيكتوم. جبنا سلط الاوتوسبلينيكتوم ده لما تكلمنا عن بقايا نيوكلياي اللي ممكن تظهر في الريب بلاتسل. اه دي بتبقى الاسمال هاول جوليه بوتس. يحصل بقى البيينفول فين ووكلوسيف كرايسز. الريب بلاتسلز دي اللي استيكي لما بتعمل اوكلوجن تقفل الاول الفينز. فتعمل بقى التاك اوف سيفير بين. لانطية الباك والابدومن والاكستريميتز. اه بتقفل الفينز اسهل. لان الارتري ده اه يعني اه اليومن بتاعه كبير. والوول بتاعه تيك. وبالتالي عشان يتقفل فبياخد شوية وقت. فالاسهل ما نقفل الفينز. طبعا انت بتقفل الفينز والدم جاي من الارتري ووصل للكابيلاري وبوقف. فبيبقى الكابيلاريز محتقنة. وتبدأ الكابيلاريز اه تضيلات وتستيمولات النيرف فيبرز وتعمل سيفير بين. بالاضافة كمان ان ده سام سورتوف اسكيميك بين. لان انت شوية بشوية الدم مش هيرافي خش. لان انت اقافل الفينز. تالي ده برضو يبقى يعو في الاسكيميا اللي هيعمل برضو في هزا البين. ايه بقى حاجة بتزهر عند هؤلاء المرضى حاجة اسمها اكيوت تشيست سندروم. جمعة من الاعراض سندروم لليتد للتشيست وتزهر اكيوت لدرجة ان هي ممكن تموت ربع عينين اللي عندهم سيكل سيل ديزيز او سيكل سيلاني. يزهر على العين فجأة اكيوت. تشيست بين. فيفر. بسباراتوري سيمتومس من كفوة ديزنيا. وهيبوكسيميا. ينقص الاكسوجين جامد جدا في الرئة. تزهر الاعراض دي او يحصل اكيوت شيست سندروم. لو حصل في الرئة في هذا المريض حصل له نيومونيا التهاب في الرئة. او لو تكون عنده في السيركوليشنز فات امبولاي. وراحت الفات امبولاي لفت وراحت وصلت للفالمونة ريفاسكوليتشار وقفلتها. يعني الاكيوت شيست سندروم كده ببساطة هي فجأة حصل سيفير اسكيميا في الرئة. اه الدم مش واصل للرئة. الرئة فقدت الدم بتاعها. مفيش دم واصل للرئة. وبالتالي ده يعمل بقى هزي المانيفستيشنز هيبوكسيميا الرئة مش شغالة. فطبعا هيناصل الاكسوجين في الدم. يبدأ يعاني من كل عراض الريسباراتوري سيمتومز. اه كاف وديزنيا. اه ييجي تشيست بين. ان ده سم سورت اوف اسكيميك بين زيه زي المايكواردان انفاركشن. انت هنا هتعمل انفاركشن او. طيب السؤال بقى ليه يحصل ده لو جاله نيومونيا. لان زي ما قلنا نيومونيا ده انفلاميشن. ده بيزود ده واحدة من الكونشن اللي بتزود الفاسكولر اوكلوجين. تخلي الريد بلود سيلز مور ستيكي. فالريد بلود سيلز مشي في السيركوليشن عادي. هزيه السيكل الريد بلود سيلز. توصل للرئة تلاقي فيها انفلاميشن تقول ايوة انا وجدت ضالتي. وتبدأ بقى في مناطق الانفلاميشن في الرئة تبقى ستيكي وتلزق وتوبستراكت البلود كابيلاريز والبلود فيزلز وتعمل لك سيفير اسكيمي في الرئة. او زي ما قلنا فات امبولاي تتكون في السيركوليشن بتاعت هزم رايد السيكل سيل ديزيز وتروح تقفل لك البالموناري فاسكوليتش. كوني اتمينين الفات امبولاي هنعرف حالا. حاجة بعد كده هاند اند فوت سندروم. يجي الطفل ده يشتيكي دايما من الام في الهاند والفوت. ده نتيجة طبعا انفاركشن في البونز بتاعت الهاند والفيت. ليه انفاركشن? عشان الفاسكولير اوكلوجن اللي بيحصل بسبب هذي السيكل رايد بلود سيكس. كنا قلناها في الجنرال فيتشال مونتيك انيميا وده غالبا بتحصل هنا في سيكل سيل انيميا غالبا ريليتد للتريتمينت اللي هؤلاء المرضى بياخدوه الاسمه هايدروكس يوريا. وانا عارف دلقات هايدروكس يوريا ليه بيدوك اتريتمين في السيكل سيل الانيميا. هنا بقى اول حاجة طبعا ممكن تقفل لك او بتاعت الارجان يتقفل الاسبليين ده الانفاركشن بون انفاركشن اهو. عملت انفاركشن للبون واشهر مكان الهيد اوف فيمر عملت انفاركشن للبون مبروك طلع بقى البون واره والفات اللي جوه البون ويعمل بيه فات امبولاي متلفلك لفتين وتروح على الرئة وتعمل لك اكيوت شست سندروم اللي هو مسؤول عن ربع الوفيات فعالات البيشن توتسيكل سيل ديزيزيز. هاو بالمونري فاسكول روكولوجن ممكن كمان تعمل كور بالمونال اللي هو لو انت قفلت البالمونري بالمونري فاسكوليتشر وجيه الرايد فينتر كليا مقابض ولا بريجر عالي جدا فممكن يفشل. رايد فينتریکلر فيلير ديوتو بالمونري كوز. اعمل 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 ريتنا البلوت فيسلز ويعمل some sort of ischemia اللي هو اسمها proliferative retinopathy اللي احنا قلناها في الديابيتس. وطبعا ده ممكن يعمل new vascular membrane وup to loss of visual equity with blindness. على sexual organs في المين مشهور جدا حاجة زميها الرايابيزم. رايابيزم يعني painful erection without any sexual stimulation. تجعه يحصل erection بيبقى painful جدا. ليه? لان زي ما قلنا هزيه اللي stick rate blood cells وهنت هتعمل vascular occlusion تقفل الاول الفين. آآ الفين لما يتقفل يبقى الارتر يمدخل دم ومش عارف يطلع. فالبينس يحتقن بالدم. فيحصل erection. painful erection without any sexual stimuli. بسبب الكونجيشن الجامد للعاصر. بعد شوية طبعا الافلة دي تقفل ارتر كمان ويحصل بقى impotence مفيش دم مواصل خالص للبينس. فيبقى عاجز جنزيا. impotence. برضو ممكن تقفل البلوت بيزلس بتاعة الليج. بتعمل سامسورت وفيسكيميا وليج آآ بسبب دقى الاوتوسبلانيك والاسبلانيك انفاركشن اللي عنده بيبقى عرضة لانفكشن. في الادلت. في الاطفال. سلمونيلا كمان. ودي عندك كمان. ويبقى في البون وعندك وفي الرئة ممكن يحصل نيومونيا لان هو اصلا ممكن يجي له نيوموكوكا الانفكشن اللي ممكن تعمل لك نيومونيا. واستيوميلايتس وبون انفاركشن للفات امبولاي. ونيوموكوكا الانفكشن ريليتد نيومونيا. كلا هما يعمل اكيوت شس سندروم اللي بيموت ربع العينين في السيكل سلمونيلا واستيوميلايتس هنا يعني بوصبالي ديوتو كورلي اندرستوت اكواير ديفيكت في الكمبيلون فانكشن. يقولوا ساعة ان العينين ديول كمان عندهم مشاكل في الكمبيلون فانكشن حتش وفي السبب ايه? فده يزود احتمالية الاستيوميلايتس بالسلمون. الانيوميا. نقولنا اللي هي تلون في الجلب. قلنا ده الهايدروكسية والفاسكو دارستيس لاننا ممكن طبعا في الاوعيات الدموية يدينا منظر البراونش او اسمها نسميها نتيجة بالدم. القرح اللي بتتكون في الليج برضو بتغير من بتاعنا وليه تديله يخلي السكين ياخد لون يعني. وغالبا نيجي الانفستيجيشنز. في الهوموزايجوس سيكل سيل ديزيز طبعا مجرد ان انت تسحب عينة وتبص هتلاقي الريد بلاد سيلز اهي. طبعا ده في الايه الهوموزايجوس. السيكل سيل تريت اللي عنده جزء هوموزايجوس او جزء ايه يعني هموجلوبين اس هو جزء طبيعي? لا انت بقى لازم تعمل السيكلينج. وقلنا اهم السبب للسيكلينج هايبوكسية. والهايبوكسية مش معقولة هتاخد عين دم البيشنط وتطلع بها جبل عشان تعمل هايبوكسية. لا اننا بنضيف مادة على البلاد تعمل هايبوكسية. هادي اللي بنسميها سيكلينج تستي. تسحب عينة من الفينس بلد او الكابيلر بلد. وتعمل لها ميكسينج مع حاجة تعمل هايبوكسية حاجة تسحب الاكسجن يعني لو السوديام ميتا باي سالفايد. وتسيبه شوية وبعدها ترجع تبص اندر المايكروسكوب. والله لو الهوموغلوبين ايه طبيعي كان السوديام ميتا باي سالفايد مش هتعمل حاجة. اما لو سيكل وحط والسوديام ميتا باي سالفايد عمل هايبوكسية. فدي هتعمل سيكلينج انشيف تبقى بقى. اهم واحد طبعا اعمل هموغلوبين الاكتروفوريسيز. فساعتها هتكشف هموغلوبين اس. ونقدر نشخص السيكل سي الانيميا. اثناء الحامل لما ناخد عينة من الفيتل دي اني اي. بالامنيو سنتيسيز او في اللاي. ونفحص الجيناتك ما بتاعة الفيتل دي اني اي ونعرف فيه هموغلوبين اس ولا? او هننساش برضو ان في البريفوريس مين هنلاقي زي ما قلنا الهوى بقايا من النواة. وده طبعا معناها ان آآ خلاص بقاء لله فيه حصل لو اوتو سبعمت من ملووش اي فايدة. فذاللي خلي هزي فيها بقايا من النواة موجودة في السيطرة. في حالات من عالج طبعا انتين بقى نالجس بقوى وبندي له فلود لهم كان من الاسباب اللي بتخلي هزيت بقى مور ستيكي الجفاق فانت بتدي له عشان يقلل فبالتالي يقلل الفيتل. تدي طبعا فاكسين ضد نيوم كوب كاي عشان العيان بيحصل له اوتو سبلي نيكتن. ادل هايدروبس يوريت. ادل بتاعك. بيزاو دي لفل مجلوبين اف. بيخلي شوية موجود يعني مش مش بيخلي بقى الهموجلوبين كل موجلوبين ايس لا دا بيكون لك شوية هموجلوبين اف فهو بيعادل شوية او المانفستيشن تاعة هموجلوبين ايس بشتغل كانتي انفلاماتوري عشان بيينهيبت آآ الويت سيل برو دكشن فبيقلل شوية الانفلاميشن بتنتج بسبب الاسكيميا والاكلوجن والكلام دا كله. بيزود حجم الريد بلات سيلز. لما تزود حجم الريد بلات سيلز. فانت بتقلل تركيز المادة لجوه. فانت بتقلل تركيز هموجلوبين ايس فبتقلل شوية السيكل. الهايدروكسو كمان بيبقى هو ده اللي احنا بنفتقده في السيكل سيل انيميا عشان كده كان بيحصل آآ فانت بتدي اهو بوتن فبيقلل هلو طبعا انت تعمل ان انت تدي له اللي بقى كويسة في المره ما تفحاش العيد بتاع الجين اللي بيكون الهموجلوبين ده المعيوب. وطبعا اهم من السايدة فيك بتاعة الهيدروكسيرية اللي هي انت بتحصل عين السيكل سيل سيل انيميا مميزة عن ان هي هيموليتك انيميا آآ موصل بتحصل في وبرغم من كده بيحصل معها نفس الوقت عندها القدرة ان هي تعمل تبقى ستيكي وتلزة وتعمل كده احنا خلصنا اول حاجة في الهيموجلوبينوباتيز ودي كانت قواليتيتف ايارنا في الكواليتي بتاعة الجلوبين تشين وعملنا هيموجلوبين اس سيكن سيل ديزيز بقى الى الانصر التاني او المثال التاني في الهيموجلوبينوباتيز اللي هو الكوانتيتيتف اني بقى فيه تشين بحلها ما تصنعيش انها اسمه الثلاثيميا وثلازو بالجريك يعني بحر وايميا جاية من انيميا فثلاثيميا معناها انيميا البحر المتوسط ميديترينيان انيميا لانها فيريكومن كسكان الميديترينيان ينسى ثلازو ثلاثيميا برضو الثلاثيميا جيناتك ليجين الباتر نوفان هيريتنز اوتوسوم الكو دومينم وهزا الجيناتك ديفيكت بيؤدي الى ديكريس سنتيسيز اوف ايدر الفا او بيتا جلوبين تشين بتاعهم جلوبينين وبالتالي لما يبقى عندك خلل او قلة في تصنيع البيتا جلوبين تشين اسم المرض بيتا ثلاثيميا ولما يكون فيه خلل في تصنيع اسم المرض الفا ثلاثيميا معنا فيه دلتا وفيه في بيتا ثلاثيميا برضو فيه خلل في تصنيع دلتا بس مش مهم اهم حاجة الالفا ثلاثيميا خلل في تصنيع الالفا تشين بيتا ثلاثيميا الرزق Vactor قلنا ده في المنيدى ترينيين الافريكان والايش ان ريجونز المناطق الي فيها المالاريا الالميز مثله هنا ده كومان بحسب الاسم الثلاز ويبت الميدي ترينيين مع الافريكان والاوافريكان ولقوا ان الثلاثيمية بتبقى متوجدة بكثر في المناطق الي فيها المالاريا لان زي الامغلوبين إس لقوا برضو ان الناس اللي عندهم 300 عندهم ميوتيشن في الجلوبين جين عندهم خلل في تصنيع الجلوبين جين برضو عندهم زيهم زي ناخد بقى اول نوع في التراسيمة اللي اسمه بيتا 3 يعني ايه بيتا تراسيمية بيتا يبقى فيه في السينتزيز وبنقسمها الى بيتا زيرو يبقى زيرو يعني ما فيش ولا بيتا تشين اتصنعها لما اقول بيتا بلس لأ اتصنع شوية بيتا بيتا جلوبين كما للبيتا الطبيعي ان تتكتب زي تكتب بيتا بس لا حط زيرو ولا بلس ولا حق طيب انت عندك دلوقتي بيتا ما تصنعكش اه لكن تصنيع الالفة شغالة فاذا انت هتكون عندك الفة تشينز كتيرا وهتبقى انبيرد اه يعني مش لقي بيتا تشين تلزق فيها والسنتزيز بتاعها ما حصلهوش اي امبيرمت فهي انبيرد سنتزيز يعني شغالة تكون عندك الفة تشينز الالفة ممكن تتحد مع بعض تعمل الفة تتراميرز والتحاد الالفة تكون عندك يعني اربعة الفة يجوا جنب بعض ويتكونوا ويعملوا تتراميرز رباعي ويترسل نفس الوقت كمان ان تصنيع الجاما والدلتا شغالة فالجاما تلاقي الفة تمسك فيها فتكون لها كيمياجلوبين الدلتا لما تتكون تلاقي الفة برضو موجودة تتحد معا اهو يعمل لك كيمياجلوبين اgende انت ما تصنعش عندك الب goat عمالي تصنع لك الفة الالفة شغالة وفي نفس الوقت الجاما شغالة. في نفس الوقت الدلتا شغالة. فالالفا تتحد مع بعض وتعمل لك الالفا تتحد مع الجاما وتعمل لك الالفا تتحد مع الدلتا وتعمل لك خلل كله ان ما فيش بي تكشيف. وبالتالي السنس بتاع الالفا وسنس بتاع الجاما وسنس بتاع الدلتا مستمرين. الالفا يقدروا يتحدوا مع بعض وعملوا لكن الدلتا والجاما ما يعرفوش يتحدوه مع بعضهم البعض. فالجامعة تلاقي الفة تتحد معها ودلتا تلاقي الفة تتحد معها. كمانا كان لك امجلوبين اف وامجلوبين ايدو. طيب. ترى ما هي انواع اللي بتاع اللي حصلت عندي في البيتا جين. وقدت الى او بيتا زيرو تلاتيمية. كثيرة جدا. لكن اشهرهم موتيشن. تعال نفهم واحدة عنها. ده احنا جبنا سالتها لما تكلمنا عن وقولنا ان اللي هو محتاج يعمل تلات تغيرات عشان يعمل لنا نيجي على بتاع ونعمله كابنج بسيفن جوانوسين. وسري ان سري داش اند نحط لها ونعمل سبلايسنج للانترونز. نشيل واللي يتفضل لك الاكسونز يتلزقه مع بعض ويعمل لك كونتينيواز موليكيون. فانا بقى في مرحلة السبلايسنج. السبلايسنج ان اللي كان مفروض نورمال يحصل ما حصلش. وبالتالي عندك اما ار اني اي انسبلايز. وده اما ار اني اي اي ماتيور. لسه ما بقاش ماتيور. لا يسمح له انه هو يكمل. صلو دي جريدت ودين دا نيوكيس. وبالتالي مش هيتكون لك اصلا ما تشور يعني مش هتكون البروتين اصلا. بتالي ده يعمل بيتا زيرو ثلاثين. طيب. في احتمال تاني ان يعمل لك. يعمل لك لاجزاء مش مش اللي المفروض تتشال. يعمل لك لها ماركين وتتشال بدل. يعمل لك مفروض يتم في هو هنا بقى خلقت لك تحصل لها بدل اللي المفروض كانت تتشال في اللي هي الانترونز. وبالتالي عندك اجزاء اتشالت واجزاء ما 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 تخلقتش في هذا الاكتوبك سايت فالسبلايسنج حصل عادي. وبالتالي في اجزاء طبيعية اتشالت. يعني في اجزاء اتشالت. بينما في اجزاء تانية بسبب هذا الميوتيشن اتشالت ومفروض ما كانتش تتشال. طبعا الاجزاء اللي حصل لها اتخلقت كاكتوبك سايتس فدي هينطج عنها ولا حاجة ما فيش بروتين هيتكون. بينما الاجزاء اللي لسه فيها دي هتكمل وتعمل لك شوية جلوبيني تشين. وبالتالي عندك موجودة وعندك اب موجودة. ففيه موجودة وبالتالي عندك عندك نورمال سبلايسنج يحصل على النورمال سبلايسنج يحصل في اللي تكوني في فعطالما عندك نورمال سبلايس سايتس ونورمال سبلايسنج حصل فيها وتكون منها ماتيور ام ارين ايه وعمل شوية بيتا جلوبين ففي شوية نورمال بيتا جلوبين تكوني. بينما الاجزاء اللي هيحصل لها اب نورمال سبلايسنج دي مش هتعمل حاجة تعمل اب نورمال بيتا جلوبين مش هتكون بيتا جلوبين. اما اريني. بتالي ده اللي هينطج بيتا بلاس ثلاثين. في اجزاء مش تكملت وفي اجزاء توقفت لان حصل لها اب نورمال آآ سبلايسنج وبالتالي مش هتكون لنا بيتا جلوبين. شيء. فده بيتا بلس. العكس اللي فوق ده كانت بيتا زيرو. ان ده هنا ما حصلش خالص. هنا حصل بس حصل في اجزاء مش المفروض كانت تبقى في اجزاء كانت اكتوبك او تخلقت منها او تخلقت لها يبقى في مرحلة يا ما يحصلش من اساسه فتبقى وده يتكسر يبقى بيتا زيرو. اما يكون في فعندك ما زال طبيعية يحصل لها ويتكون ويتكون شوية بيتا جلوبين. وابنورمال يحصل لو مش هيكون حاجة هيبقى بيتا بلس ثلاثين. مجموعة التانية في لما يحصل في بتاع الجين بتاع الجلوبين فساعتها ده هيبنى على ان هو يمسك في البروموتر ويشتغل. وبالتالي مفيش للبيتا جلوبين. يعني ممكن شوية نورمال بيتا جلوبين يتصنعه. ممكن. وبالتالي ده غالبا بيتا بلس ثلاثين. وكده حاجتين بيعملوا بيتا بلس. خلقت اكتوبك سبلايس سايتس في ابنورمال ياما بيعوخ هو يمسك. تالي ده هيقل لترانسكريبشن بس براهم كده سب نورمال بيتا جلوبين يتصنعه ملك بيتا بلس ثلاثين. الاخيرة بقى عشان يبقى التوازن كده اتنين يعملوا بيتا بلس واتنين يعملوا بيتا زيرو. الاخيرة اسمها هنا بقى انت عملت مش زي انت عملت او لكزا بيزيس فغير القراءة بتاعة على وخلق لك بدري عن المفروض يقف عنده ده عمل لك بدري وبالتالي انت عملت وبالتالي انت هتعمل تريماتيور ترمينيشن للبروتين سنتيسز. تالي انت هتعمل بروتين ماكملش يعني بروتين معيوب يعني بروتين يتكسر او يتكسر فده يبقى بيتا زيرو ثلاثين مية مفيش بيتا جلوبين تصنع. ما دي اللي بتحصل في البيتا ثلاثين مية بيتا زيرو ثلاثين مية او بيتا بلس يمنع ان هو يمسك واشتغل بيتا بلس. يتشين ترميني ترميوتيشن ميوتيشن بقى تخلق لك نيو ستوب كودون يعمل لك ريماتيور ترمينيشن للام ار ار ام اي ترانسليشن ويعمل لك بيتا زيرو ثلاثين. طيب. العنصر اللي بعد كده في البيتا ثلاثيني الكلينيكال او الكلينيكال مانيفيستيشن. عيان اللي عنده بيتا ثلاثينية هيتحدد بتاع الانيمية على اساس. نوع جيناتك دفكت اللي عنده. هل هو بيتا بلس? يعني دامنش سينسيس ولا توتا الابسلت للبيتا جلوبيني يبقى بيتا زيرو. بلس الدوزش اوف دي جين اللي حصل لها ميوتيشن. طبعا هنا البيتا جينز عبارة عن اتنين جينز موجودين على كروموسوم حداشر بينما الالفة اربعة. البيتا اتنين فقط. فلو فقد او او ابنرماليتي اصابت الاتنين جين يبداه لو اصابت واحد وثابت التاني وده هتيلو زيرو فتفرق. فعندنا تلاتة سندرومز او تلاتة ميوتيشن. اخذت في واحد اسمه بيتا ثلاثيميا مينور. بيتا ثلاثيميا مينور. ساعتها العيان بينهرت وان ابنرمال القليل بس. واحدة من الجينز من التو جينز بس هي اللي حصل لها ابنرماليتي. فالابنرماليتي ايما تبقى بيتا بلس ايما تبقى بيتا زيرو. فتتكتب بيتا زيرو دي كده هنا الابنورمال القليل سلاش البيتا الطبيعية او بيتا بلس سلاش البيتا الطبيعية. ده بيبقى اسمتوماتيك او بيبقى خاص. مع شوية ممكن تزهر فيه ده البيتا ثلاثيميا مينور او بيتا ثلاثيميا زي طيب ننفذ العكس بقى ان البيتا ثلاثيميا بتوع البيتا. سواء الخلل ده في سورة بيتا زيرو يعني توتا لابسنت او بيتا بلس يعنيれدكشن. فدي اللي بنسميها بيتا ثلاثيميا ميجور. دي تبقى هوموزايجوس لان انت ضربت التو جينز. فعندك ينتج عنه بقى. بيتا زيرو بيتا زيرو. كل الجينز كل جين ابسنت. توتا لابسنت للسنتس اوف جلوبين. او بيتا بلس بيتا بلس برضو ده هوموزايجوس. او بيتا زيرو سلاش بيتا بلس برضو ابنرمالي تيك يلا هما ابنرمالي بس واحد توقف في الخول بتاع واحد في السمتز witness بيتا زيرو الاتنين توقفوا عن السمتز بيتا بلس بيتا بلس الاتنين اولوا السمتز طبعا ده بيبقى ميجور ده سفير وركوارس بلاد ترانسر في بقى ما بين البيوتا ثلاثمية ماينور والبيوتا ثلاثمية ميجور مرحلة في نص مها بيتا ثلاثمية انترميدين ودي ممكن تلاقي آآ 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 آ ايبقى بيتا ثلاثيميا مينور او بيتا ثلاثيميا ميجور والبيتثلا ثلاثيميا ميجور دي هي اللي ايحنا بنقول عليها بقى آآ ميديترينيان وانيبادش في الفاميليا الميديترينيان فيفر ده حاجة طبع الاميروزيز. طيب. الوقتي اللي حصل في في البيتا في البيتا التناسيميا. ليه يعمل انيميا? قال لك هيعمل انيميا بايتو ميكانيزم. ميكانيزم الاولاني وميكانيزم التاني آآ لما تقلل تصنيع الجلوبين. فده نوع من انواع ديكريز في الماتيوريشن بتاع بيت بلات سيلة. يعني المفروض وهي بتتكاثر في البون مارو بتتحول من شكل الى شكل. تيجي بقى في المرحلة المفروض هتصنع فيها الهيمو جلوبين. ومش هتلاقي جلوبين عادي اللي تصنع. فده ازا خلل في الماتيوريشن. ولو انت عندك مثلا ميت موليكل الفة تشين بيتكونوا بيتحدوا مع ميت موليكل من البيتا تشين. فده هينتج عنه ميت موليكل من الهيمو جلوبين ايه. طب انت دلوقتي قللت تصنيع البيتا. وما زالت تصنيع الالفة شغال. بس حتى لو الالفة الميت موليكل اتحدوا مع بعض في شكل اربعة فانت مش هتكون ميت موليكل من الهيمو جلوبين ايه. ده كل اربعة هيتحدوا مع بعض نعملك الفة تيترامل يعني هتكون خمسة وعشرين موليكل بس من الهيمو جلوبين ايه. فقل التصنيع البيتا جلوبيني تشين في المحصلة هيقلل تصنيع هيموجلوبين ايه? والتالي هيطلع عندك هيموجلوبين قليل. وبالتالي الريت بلوت سيل دائما ابدا بتتكون على حسب كمية هيموجلوبين اللي موجودة. فانت مدين هيموجلوبين قليل فالريت بلوت سيل هتتكون حجمها صغير. فانتو جعلنه مايكروستيك هايبوكروميك انيميك. وده كان الاكسبشن لان مفروض الانيميا بتاعت الهيموليتك او الهيموليتك انيميا. شكل الخلايا نورموستيك نورموكروميك. لكن هنا اهي مايكروستيك هايبوكروميك انيميك. ليه انكريز ديستراكشن? لان الان بير ده الفا جلوبيني تشين هيتكون هي اهي الالفا سينتسيز شغالة. فالالفا جلوبيني تشين دول هيتحدوا مع بعض واعملوا الفا تيترامرز واعملوا يترسب داخل الممبرين بتاع الريت بلوت سيل والاريترويد بريكيرسر. فيعمل لك توكسج دامرز في الممبرين. بلس ان الريت بلوت سيلز اللي هتحمل هزيه الان بير ده الفا جلوبيني تشين او حتى ازا اتحدوا مع بعض عملوا تيترامرز. فنتيجة الممبرين دامج اللي حصل فيها فده بتاعتها هتقل. هتيجي عند المناطق الدايئة في اللي سبلين ويحصلها سيكوستريشن تتزيني. فتتكسر. الاريترويد بريكيرسرز ممكن تبقى باتلي دامج بسبب بتاعة الان بير ده الفا جلوبيني تشين ويموتوا باي ابو بطوزيس وهما لسه في البون مارو. دي اللي احنا قلنا عليها اين افكتيف اريترو بويسيس. فلما تموت في البون مارو بالابو بطوزيس اين افكتف اريترو بويسيس بتعمل اريترو بويسيس ولكنه اين افكتف لان الالفا تشين هتترصف في الاريترويد بريكيرسرز ويموتهم. فلقلتنا للاسف ان هزا بيصاحبه فممكن يحصل اللي تكونوا وطلعوا برضو مش هيعيشوا كتير لانه هما زي ما قلنا هيبقوا في الاسبلين ويبقوا الفا جلوبين تشين تمسك طبعا زي ما قلنا في الجاما والدلتا فيزيد عندك المجلوبين افوى للمجلوبين اي تو اي دي الكونسيكونس هاقولك فالالفا تشين شغالة والجاما تشين شغالة والدلتا تشين شغالة الالفا تشين اللي شغالة يعملوا تترامرز تترصب هزيه في الخلاقة في البول مرفة او الالفا تشين تترصب في وهي خارجة من البون مرو فبرضو هتبقى في وتبقى هيمولايز فكلا هما يعمل الانيميا الانيميا هنا هتعمل آآ فيزود البادي ايرن ويعمل ساكن رهيموكريماتوزز بلس ان العيين بسبب الانيميا ممكن تنقله بلد فانت بتنقله دم والدم جاي بحديد وهو اصلا عنده زيادة في امتصاص الحديد فبرضو يزود البادي ايرن. آآ الانيميا تطلع الاريتروبويتين والاريتروبويتين يعمل لك يعني هبايتو سبين وميجل. والاريتروبويتين يزود الانترام مدالة ريهيماتوزز. طيب. عندك اكسس للجاما تشين يتاحد مع الالفا يعملو هيموغلوبين ايه تو? في الدلتا تشين. مجلوبين اف هو جامعه. مجلوبين اف آآ يزيد هو كمان. بساش ان المجلوبين اف حب اول اكسجين. الاثنيتي بتاعته الاكسجين عالية. ما يسيبش الاكسجين بسهولة في الانسجة. فيقل الاكسجين ديليفري اللي تشو. فيحصل يعني تزود الانيميا يعني تطلع الاريتروبويتين ويعمل لك اكسرا مدالة ريهيماتوزز. مع طبعا انترا مدالة ريهيماتوززز. طيب. لعيانة هيبقى عنده هيموليتك انيميا بكل المنفسيشن بتاعتها. قليلا برضو اكسرا في الاسبلين. لان الخلايا بتموت يا داخل البول مارو لان خارج البول مارو بالبرسيبتتز اللي جواها من الامبير ده الفا تشين تتراملس ما تتكسر في الاسبلين. عنده تشو هايبوكسيجان ده طبعا. حتى ولو عنده هيموغلوبين اف بيتكون او اللي هيموغلوبين اي تو منساش المجلوبين اف. عنده هاي افينيتي للأكسجن ما بيسبش الاكسجن الانسجن. هيقلت شو اكسجن. عنده سبرينو ميجل سبرينو ميجل اي عشان بتتكسر هناك رقم واحد ورقم اتنين عشان الريتروبويتين والاكسرا مدالة ريهيماتوزز. عنده ايرن اوفرلود لان اي حد عنده هيزيد هيحصل له بل اين بيجيب اين اين بيجيب اين افروبريت ايرن ابزوربشن. وممكن انتها تديله كمان بلوت ترانسبيشن هيزيد عنده الحديد. برضو زي ما قلنا في الهيموغلوبين از في السيكل سيل ديزيز. الانتراميدالة ريهيماتو بويتيز يخلي البونز تبقى في في البونز ويخلي في برضو في الاكسراي راديو جرافز. اندي استجيش خد عين الدم هتلاقي وهنا الخلية المشهورة تارجت سيل. لان كمية الهيموغلوبين اللي بتتكون قليلة. فالخلية طبعا زي ما قلنا حجمها هيقل. فتلاقي الهيموغلوبين كله مترص كده في السنتر. ادي البيل سنتر. ونقطة هي. هي دي النقطة اللي جوه المنطقة البيل دي هي دي الهيموغلوبين. عامنا زي تارجت سيل. زي اللعبة بتاعة الاسهم. تارجت سيل. دي بتزهر بسوي ان الهيموغلوبين قل قد جمع كده في السنتر. كندنسي كده في السنتر. دي اسمها تارجت سيل. او اعمل هيموغلوبين الكترو في البيتا ثلاثيميا ميجور او اللي اسمها كوليز انيميا او ميديترينيان انيميا. يزيد جدا هيموغلوبين اف. ده ما في الثلاثيميا ماينور بيزيد الهيموغلوبين ايه تو. واخر حاجة طبعا لو است السيرام ايرن والفيرتين والترانسفيرن ساتيوريشن هيبقوا زيدين. انه زي ما قلنا بيبقى عنده ايرن اوفرلود وساكن ريهيمو كروماتوزز. خيب ده البيتا ثلاثيميا. تقل بعد كده الى النوع التاني اه برضو ده صورة بتوضح الافكت بتاع البيتا ثلاثيميا. اه ادي النورمال فيها الهيموغلوبين ايه? الف اتنين الفا واتنين بيتا. ده نورمال ريت بلات سيل. لو قل البيتا جلوبين سنتيسيس. تلي عندك الفة وجامة ودلتة شغالين. فالالفة اجريكت يتحدوا مع بعض ويعملوا تيتراميرز ويعملوا بيرسيبتد توكسك بيرسيبتد. ميت المجلوبين ايه اللي ما تتوينه قليلة جدا طبعا. فده ابنورمال ايريثرو بلست. طبعا ابنورمال ايريثرو بلست فده هتموت في البون مارو وينيفكتف هيماتوبويسس. واللي هينطج الابنورمال ريت بلات سيلز اللي هتسيب البون مارو هيبقى حددها قليل. ودي وهي ماشية في ده هايبوكروميك ريت بلات سيل هايبوكروميك مايكروسيتك. وهي ماشية لانها حملة او بتحمل الفا جلوبين اجريكتز وبرسبتز وابنورماليتي. فيحصل لها ديستركشن في اللي سبلين وتعمل اكسترا ميطالري او اكسترا فاسكولار هيمالوسيس. زي ما قلنا الريت سيل بريكيرس في البون مارو هتموت. انافكتف ايريثرو بويسيس. وبالتالي ده يزود انافروبريت ايرن ابسوربشن. فتمتص ايرن كتير يعمل لك ساكنر هيمو كروماتوزيس. هيمو كروماتوزيس ده اللي هو كان برونزين ضيابيتس يبوز الليفر ويبوز البنكرياس وبوز الخر. طبعا بسبب كل ده انت عندك انيميا. فالانيميا انت هتعالجها ببلوت ترانس فيوجن. فده طبعا ممكن يزود ايرن اوفرلود. بلوت ترانس فيوجن في محاولة انت تتقلل الهايبوكسيا. آآ الانيمي طبعا عاملة تشوهايبوكسيا وتطلع ايريثرو بويتين فهتعمل مارو اكسبانشن لعمل سكليتا الديفورمتز. فالبلوت ترانس فيوجن انت بتديه ده بيحاول يقلل طبعا تشوهايبوكسيا. وهو خروج الاريثرو بويتين ويقلل شوية المارو اكسبانشن. دي اللي احنا نسمع منها كرو كاتل السكال او ساعات بسموها هير اون انت. كأن السكال طلع منها هير. كل ده بسبب ساكندري. آآ بون دي بوزيشن. بسبب المارو اكسبانشن. طيب الالفا ثلاثيميا. برضو زي ما قلنا في البيتا ثلاثيميا ديمانيش سنتزيزو بيتا جلوبيني تشين. هنا الالفا ثلاثيميا ديمانيش سنتزيزو في الفا جلوبيني تشين. وزي ما قسمنا البيتا ثلاثيميا الى نوعين. هنا برضو هنقسم الالفا ثلاثيميا الى نوعين. الفا زيرو توتال ابسنزو في الفا جلوبيني تشين. والفا بلس ريديوز ده سنتزيزو في الفا جلوبين تشين. يعني هناك بيتا بلس وبيتا والطبيعي كنا نكتبها بيتا بس هنا برضو الطبيعي نكتبها الفة بس. طيب حضرتك ما بتصنع ليش الفة لكن البيتا تصنيعها شغال والجاما والدلتا. الالفة في البيتا ثلاثيمية اتحد ومع بعض وعمل وعمل هنا البيتا ممكن يتحده مع بعض. اربعة بيتا. ويعملين هيموجلوب نسمو هيموجلوبين اتش. والدلتا. اربعة صورة اربعة جاما. الجاما برضو يتحده مع بعض وعملو هيموجلوبين برد. ده غالبا بيحصل في النيوبورد. ما ينفعش تقول لي بيتا يتحد مع جاما وبيتا يتحده مع ان انت لا الاتحاد بيبقى مع الالفة بس. عشان كده في البيتا ثلاثيمية مش مشكلة ان انت مصنعتش بيتا. بس انت مصنع الفة. فالالفة تتحد مع الجاما وتتحد مع الدلتا. فتديني هيموجلوبين اه ايه تو هيموجلوبين اف. هنا ما فيش حد بيتحد مع حد. طالما الالفة الزعيم مش موجود. فما فيش حد يتحد مع حد. فكل اتحد مع بعض. اربعة بيتا يتحد ويعملو هيموجلوبين ايتش. واربعة آآ جاما يتحده مع بعض. يعملو هيموجلوبين بارد. هلا هما انستيبول. وبترسبو في السيتوبلاسم. ويعملو ما يسمى هينز بوديز. واحسن صابقة هتشوف بيها هزي هينز بودي هزيه البرسبتد. من الهيموجلوبين في السيتوبلاسم. حاجة اسمها سوبرا فيتال استين. هناك كانت الاربعة آآ تشينا ما بترسبوها عملو توكسيك لكن هنا بيعمل تكونات زرقة زرقاء في الريد بلاتسي اللي اسمها هاينز بوديز. فالهاينز بوديز ده تراكمات من الهيموجلوبين في السيتوبلاسم. اللي هوا الجولي بوديز اللي شفناها في الاوتو سبلينيكتومي والهايكو سبلينيز مضعف قدرة الاسبلين لبقايا من النواية من النيوكليز. كلا هما عنده هاي اكسجين افينيتي وبالتالي يقلل زي الموضوع الهيموجلوبين اف بالزبط. دي برضو هناخدها في مرض اللي هو جي سيكس بي دي. طيب. في الالفة ثلاثيمية سهلة مش معقدة زي البيتا ثلاثيمية. كان البيتا ثلاثيمية عمنا فيه اللي ليه احتمالين. وكان فيه البروموتور ميوتيشن وكان فيه الانت عندك اربعة الفة جينة اكلمسهم ستاشرة عندك اربعة جينز من الالفة. البيتا كان اتنين جينز بس. وبالتالي قادي الاحتمالات. قادي انسان طبيعي عنده الاربعة جينز موجودين. فالفور الفا جلوبين جينز ار نورمال. وبالتالي فينه طيب بتاعنا نورمال. طيب. واحد حصل له دي ليشن. دي ليتد وان جين بس. والتلاتة شغالين. فثري اوت الفور الفا جلوبين جينز ار نورمال. فده طبعا سايلنت الفة ثلاثيمية. الفة ثلاثيمية سايلنت. حاجة يعني اسمتماتيك خالص. طب زود بقى بدل ما بتديليت وان جين. لا دي ليت تو جينز. وبالتالي انت عندك احتمالين. يا تو جينز اللي هيبقوا ديليتد على سيم كرومسوم على نفس الكرومسوم. او ان كل كرومسوم يفقد جين. يبقى تو جينز اللي ديليتد على تو ديفرنت كرومسوم. الاولاني اللي انها فقدنا تو جينز على السيم كرومسوم بيسموها سيس طيب. وبيتكتب كده. ادي التو جينز بتاعه كرومسوم ابسنت او. بينما الكرومسوم التاني التو الفا جينز اللي عليه موجودين او. بسموه سيس طيب. او هيتيروزايجوس الفة ثل وان. الفة ثلاث real. في اللي بيحصل له1 madre كرومسوم على كرومسوم المختلفين. كل كرومسوم فقط جين. سموه TRANS. TRANS عابر. ما أخدش التو جينز على رأس كرومسوم. ده اخد جين على كرومسوم وثم عبر واخد جين على كرومسوم التاني. بيتكتب كده. ادي الكرومسوم الاولاني هون تو جينز بتوع واحد مفقود والتاني موجود. وكرومسوم التاني واحد مفقود والتاني مفقود. سسموه او الفا ثالتو ده مور كومن في الافريقان. ده هنا يعمل لك ده الفا ثلاثين. فالسيس complete loss of both alpha globin genes on one chromosome. loss of one alpha globin gene in each chromosome. ده اللي نسميه الفا ثلاثين. زود. اعمل لتلاتة جينز. عندك واحدة بس اللي شغالة. loss of three out of four alpha globin شين. طبعا ده حاجة عنيفة. اعنف طبعا من الفوق. سموها الفا ثلاثين انترميديا او هيمو جلوبين اتش. لو أن انت كللت او تصنيع الالفا. وبالتالي يقدروا يتحدوا مع بعض وعملوا لك هيمو جلوبين اتش كتير. فالمجلوبين اتش كتير بيزيد هنا في الالفا الفلاسومي mantle. الحالة الاخيرة بقى ان انت دها قامل للفور الفا جينز. منفيش ولا الفا موجودة. وبالتالي هنا بقى فرصة الجامعة يتحدوا مع بعض ويعملوا هيمو جلوبين ب Park. وطبعا ده لما بيحصل في الجنين ده بينزل ميت بينزل هايدروبس في ثالث فالبارتس همو جلوبين البارت بي بي ضاي تكيرا كده همو جلوبين بارت بي بي ضاي ده هينزل هايدروبس في ثالث خدناه طبعا في ديزير في انتنسي وشالد هون وده نتيجة total absence of the four alpha globin genes اذا الموتشن هنا ببساطة وعلى حسب كمية الجين اللي هتفقد تقدر نستنتج فيه طيب نورمل او سيلنت alpha thalassemia او alpha thalassemia او alpha thalassemia intermedia او مجلوبين اتش ديزيز او بارتس همو جلوبين نوع هايدروبس في تايبس الكلينيكال فيتشارز بتاعت برضو الالفا ثلاثمية برضو على السيفيريتي وفانيمية اللي بدورها على الفا بلاسة او الفا زيرو او الجين هوموزاجس ولا هاتيروزاجس زي ما احنا قلنا في موضوع الميتيشن والفين وطايبس اللي بتحسن زي البيتا ثلاثمية برضو الانفستيجيشن برضو لو اخدت عينة من الدم تلاقي هايبوكرواه مات روسيت كانيميا وارد تلاقي تارجيت سيل زي زي البيتا ثلاثمية لان كمية هاي bomagoabil الولايالة دول هاتجمعه في المنتصف ويعملوها التارجيت سيل وهنا نشوف بقى الهاينز بودز اهي ترسبات من الهيمو جلوبين من البيتا جلوبينز او لديم جلوبينز انه kat irgendwel prevent from glutos ويعملوه لك هاي زي المنظر ترسبات من الهيمو جلوبين في السايتوبلاس الهو الجولي بوديس ده بقاية من النواية من الدين ايه اهو يعمل هيموجلوبين الاكتروفوريسيز وتقدر تشوف ساعتها هيموجلوبين ايه شوان هيموجلوبين بارد كده يبقى احنا خلصنا موضوع الفلاسيميا كده يبقى احنا اخدنا حاجتين من الهيموجلوبينوباكيز اخدنا الكواليتيتيف سيكل سيل ديزيز اخدنا الكوانتيتيتيف فلاسيميا فاضل لنا كده اه اه هيبقى فيه لسه كلها اسباب اليموليتك انيميا نخلص اليموليتك انيميا والباردوزمن واليموليتك انيميا واليموليتك انيميا يبقى عشان نسترجع الاول حاجة بدنا بها الهريديتر سفيروسايتوزيز وده كان عيب في الممبرم بتاع ثم انتقلنا بعد كده الى مجموعة الهيموجلوبينوباكيز اخدنا الكواليتيتيتيف هيموجلوبين اس واخدنا الكوانتيتيتيف اللي هي فلاسيميا البيتا فلاسيميا والالفا فلاسيميا تقل الى المرض احنا بعد ثلاسيميا في مجموعة الهيموليتك انيميا كده احنا خلصنا خلصنا الهيموجلوبين اس خلصنا اللي هو الثلاسيميا هنكمل بقى انواع الهيموليتك انيميا كده احنا اخدنا فيها الهريديترس فيروس هيتوزيز كان من برين دفكت واخدنا بعد كده الهيموجلوبينوباكيز وبعد كده ناخد بقى الانزايم دفكت اللي هو جي سيكس بي دي اشهره جلوكوس سيكس فوسفيت دي هيدروجينيز جيبنا سيرة الجلوكوس سيكس فوسفيت دي هيدروجينيز ده في محضرة الانفلاميشن لما تكلمنا عن الانزايم اللي اسمه جلوتا ثايون بيروكسيديز وان ده انزايم بنحتاجه علشان نحمل خلايا من اي اوكسيديتف دامج وكان اشهر الجلوتا ثايون بيروكسيديز جلوتا ثايون بيروكسيديز وان موجود في سيتو بلايزمو في ميني سيلز الجلوتا ثايون بيروكسيديز ده بيكتالايز البريك داون بتاع الهايدروجين بيروكسيد الى ووتر اهو اي هيدروجين هيتكون عندنا في الخلية من خلال هذا الانزيم يتحول الى ووتر. وكان هذا الانزيم بيستخدم آآ مادة اسمها ياخد منها الهايدروجين ويحولها الى جلوتاثيون. وكان الجلوتاثيون ده ده علشان نرجع نتكونه تاني. لان احنا محتاجين لان كل مرة الخلية هتتعرض لهيدروجين بيروكسايد هيستعين بريديوز دي جلوتاثيون علشان يقدر يحميها ويحول الهيدروجين الاكسادي الى ووتر. فالمصلحة تستدع ان انت آآ في العملية دي بتحول الريديوز دي جلوتاثيون الى اكسدايز دي جلوتاثيون. آآ جي اس اس جي. جعل اكسدايز بينما جي اس اتش. اتش عشان يقول لك ده هون. آآ فلازم ترجع تاني تحول للاكسدايز دي جلوتاثيون اللي انتك لما جلوتاثيون بيروكسيديز حول الى الووتر. فلازم ترجع تحول اكسدايز دي جلوتاثيون الى مرة تانية عشان يبقى عندك وفرة في جلوتاثيون. ده علشان نرجع الكونه تاني من بنحتاج انزام اسم جلوتاثيون وهزا الانزام عشان نرجع الى بيستخدم مادة اسمها الناد بي اتش. ويحولها الى نات بلس. اخد بالك انت هنا جلوتاثيون بيريكسوديز اخد الهايدروجين بتاع ريديوز دي جلوتاثيون. فعشان يعمل هزا التحول. فتحول الى اكسدايز. طيب فانت عايز تعمل اكسدايزيشن خلاص. خد خلي الاكسدايز دي جلوتاثيون يكتسب هيدروجين من الناد بي اتش فيرجع لك تاني ريديوز دي جلوتاثيون. ما ايز ان الجلوتاثيون بيساعد الاكسدايز دي جلوتاثيون ان يرجع تاني لريديوز دي جلوتاثيون. طريق ان هو يحول المادة الاسمها الناد بي اتش الى نات بلس. طيب انت دلوقتي محتاج تراجع عندك وفرة في الناد بي اتش. علشان تقدر تتكون ريديوز دي جلوتاثيون. علشان يبقى جاهز قدام الجلوتاثيون بيريكسوديز. لو اي اكسدايز في دام ويحول هزا الهادو جين بروكسايد الى مية. طب ازاي ارجع بقى تاني تكوين الناد بي اتش. نازم الناد بي اتش يرجع يتكون تاني. يجي بقى هنا دور الجي سيكس بي دي. هو اللي بيحول الناد بلس الى ناد بي اتش. اهو. يحول الناد بلس. جي سيكس بي دي. يحول الناد بلس الى ناد بي اتش. وده بقى يجي هنا الرول بتاع الجي سيكس بي دي في الجلوكوز مونوفوسفيت عشان جلوكوز سكس فوسفيت بيخش في مراحل مختلفة عشان يتحول الى جلوكوز سكس فوسفيت سم سكس فوسفيت جلوكونات هنا يجي بقى الجي سكس بي دي اهو وهو ده اللي بيوفر الناد بي اتش علشان تبقى جاهزة لتصنيع عشان لما الجلوتا تايون فيروكسيديز يحتاج جلوتا تايون يلاقيها وفر نوجه. يا لفة. لكن اخر مرحلة في اللفة دي ان بيتكون من الناد بي اتش اهو. بايدة هيل بقوف ال جي سكس بي دي اللي بيحفظ لنا دايما على وجود الناد بي اتش عشان بيحول الجلوكوز سكس فوسفيت الى سكس فوسفو جلوكونات. اهو بيحول الناد نص الى نات بي اتش. طيب. اتخيل انت بقى المرض بتاعنا ده مع ان دكس جي سكس بي دي في ساعتها قلنا الناد بي اتش يقل. فريديوز جلوتاثيون يقل. فازن الخلية تبقى عرضة للاكسي ديتف ستريس لان ساعتها جلوتاثيون. اه اه جلوتاثيون مش هيشتغل فيزيد جوا الريد تلات ساعتها قلنا الهيموجلوبين هيتأكسك. تحول الى اه متهيموجلوبين ويبقى ويعمل هنا. وممكن يعمل هنا بقية سلز لان الخلايا دي اللي شايلة هزيه وهي بتعدي في السيركيوليشن في الاسبيلين بالذات ممكن مكروفاش تقطم منها حتى لانها خلايا معيوبة. فيها هاينز بودس. فتتبنك في البريفلا سيركيوليشن انها بايت سلز. شوية طبعا ممكن تبقى ترابد جوا الاسبيلين زي ما هنشوفه يحصل لها هيمولوسيز. وممكن يحصل دامج ريت لاتسل من برين بسبب هذا بتاعيتها هتقل ورجدية تتزيد وبرضو تبقى ترابد في الاسبيلين وحصل الله يا موزيز. ده اللي احنا قلناه قبل كده. فده المرض بتاع الجي سيكس بي دي جين ده الجين ده اللي بيكون الجي سيكس بي دي موجود على الاكس كروموسوم. زي ما قلنا ده اللي بدورها هتعملك اللي بنحتاجها علشان الانزام الجلوتاثيون يشتغل ويحمل خلايا بتاعتنا من او نفس اللي احنا قلناه. بيحول الهيدروجين بروكسيد الى مية. دي ما محتاج يستخدم الجلوتاثيون. آآ فبياخد يحولها الاكسيديز دو جلوتاثيون. بنرجع محتاجين تاني نعيد تكوين بجلوتاثيون اللي بيستخدم الناد بيتش يحولها الى ناد. ساعتها يجي الجي سيكس بي دي. لازم يوفر لنا الناد الى ناد بيتش. عن طريق ان هو يحول الجلوكوس سيكس فوسفيت الى سيكس فوسفو جلوكونين. طيب. المرض ده الجي سيكس بي دي ديفشنزي ده ريسيسيف اكس لينك تريد ان هو موجود على اكس كروموسوم فهو ريسيسيف. فيسيب الاكتر الميل طبعا الفيميل عندها تو اكس كروموسوم. مكن الميل عنده اكس واحد بس. كلما يحصل في الجين بتاع الجي سيكس بي دي. على الكروموسوم اكس. فساعتها الميل هي اللي هو اللي هيتأثر. الفيميل اه عندها اتنين اكس كروموسوم. بس ده مش معنى عندها تو كبس من الجين. لان الاكس كروموسوم بتاعة الفيميل بيحصل لها راندم ان اكتيفيشن للجينات اللي موجودة فيه. فياصل المنطق بيقول ان مش معقول الميل عنده اكس كروموسوم يبقى عنده نسخ من الجين واحدة. بينما الفيميل عندها اتنين اكس كروموسوم يبقى عندها دبل نسخ الجينز اللي عند الميل. مش منطقية. ففي واحدة من الاكس كروموسوم بتاعة الفيميل عندها اتنين اكس. بس واحدة منهم بيحصل راندم ان اكتيفيشن الجينز اللي فيها. اللي اسمها ايونيزيشن. عملية اسمها فالمهم يعني بما ان الميل عنده واحد اكس كرموسوم ففرصة حدوث وظهور المرض جي سيكس بي دي عليه تبقى اكتر فعشان هو اكس لينك تريد واري سيزم المهم يجي اكتر في الميل الانواع الديفشنس كتير جدا لكن معظمهم هارمنيس وانلي تو باريانس بس هما اللي بيعملو سيجنيفكنت موليتك انيميا الميتيشن او النوع الاول من الجي سيكس بي دي ديفشنس اسمه جي سيكس بي دي اي نيجاتيب اي مينوس ده بيبقى موجود في تين بيرسنت من الامريكان بلاكس جانا تاني للبلاكس زي السيكل سي الانيمي بيبقى هنا عنده نورمال انزاماتك اكتفة الانزام طالع متكون كويس بس بيعيش فترة قليلة بيعيش فترة اقل من الطبيع فيه النوع الفاريان تاني من الجي سيكس بي ديفشنس جي سيكس بي دي ميداترينيان ده بقى بيجي لسكان البحر المتوسط حوض البحر المتوسط في الميدل ايست ودوا عندهم توتال ابسنت للانزاين وفيه فاريانت من الجيس سيكس بي دي اسمه فافيسم اللي هو أنيميا الفول ده بيطلع في الميداترينيان وبيحصل لهم هيمولوسيز اكيوت هيمولوسي بعد ما ياكل الفافابينس الفول الميداميس طيب يبقى احنا اخدنا الفاميليا الميترينيان فيفر واخدنا البيتا تلاسيميا ميجور للميترينيان انيميا وقادل الفافيزم اللي بيحصل برضو في الميترينيان بوبوليشن اه الناس دي بيبقى عندها ابنورمال ميتابولايت ابنورمال ميتابوليزم للفافابينز فبيتحول الفافابينز في جسمهم الى اكسيداتيف ستريس اكسيدانت فعندهم اكسيديزينج ايجنز في الدم بسبب الميتابوليزم الغريب للفافيزم وقوريدي هم عندهم ناقص في الجي سيكس بي دي يبقى ساعتها الاربيسيز مطروكة بدون حماية من اي اكسيداتيف ستريس وللأسف الناس دي بيحصل لهم لما بيأكلوا الفافابينز بيحصل لهم ريليز اوف اكسيجين سبيشيز في الدم ترى ايلا هيحصل الوقت انت عندك ااربيسيز مفهاش الجي سيكس بي دي او جي سيكس بي دي نشاطه قل او بيعيش فترة قليلة فلما تتعرض لانفيرومينتال فاكتورز دراجز او انفكشن اللي بيعمله اوكسيدنت ستريس مفيش اي حماية فساعتها يحصل لها انترافاسكولار هيمولوسيز لأول ما كانوا يحصل فيه انترافاسكولار تتكسر وهي ماشية في الدم انترافاسكولار هيمولوسيز زي ايه بقى الانفيرومينتال فاكتورز دي زي دراجز انتي مالاريال بريماكين سالفونامايدز نايترو فيورانتوين فينانستين اسبرين اللارج دوس وفايتامين كي دريفتز كل دي ادوية المفروض في الريت بلوتسيلز الطبيعية تقدر تتحمل اي اكسيداتف استرس بيطلع منها ان اي ريت بلوتسيل عندها ريديوز دو جلوتاثيون كويس وعندها جي سيكس بي دي كويس لكن الخلائل ما عندها جي سيكس بي دي ولا عندها ريديوز دو جلوتاثيون ففي وجود اي اكسيداتف استرس بسبب هذه الدراجز او بسبب الانفكشن على طولها يحصل لها فكشن لان اي انفكشن طبعا بنشرة الفاجوسايت ان هي تطلع في موضوع الفافيس او لو حصل كمان دايبيتك كيتو اسودوزيس او يوريميا وده غالبا الديابيتك كيتو اسودوزيس واليوريميا فشل الكلوي بسبب وبسبب اللي في الدم ده بتضعك في بتاع الجي سيكس بي دي اللي هو اصلا عندهم ولين او حتى مش موجود. هزيه الجي سيكس بي دي ديفيشن تريد بلوت سيلز لما تتعرض بقى الهاي ليفلز من الاكسيد انس اللي احنا قلناهم فوق. الاكسيد دي على طول يحصل اكسيديشن للهيموجلوبين. كنا تاني قلنا مسكة الهيموجلوبين في الاكسيجين اكسيجينيشن. لكن هنا بقى اكسيديشن. يتأكسد بقى الهيموجلوبين واللي بيتأكسد هو الصالف هادرايل جروبز الموجودة في الجلوبين تشين. طبعا الاكسدايز دي هيموجلوبين ده دي ناتشيرز بيتفك وبيترسب بيرسيبته. ويعمل لك انترا سيلولار انكلوجينز حبيبات جوه السيتوبلازم بتاع الخلية. اللي هي سامناها هاينز باضيز اللي شفناها في الفلاسيميا. تبقى قلنا دي بتتصبها بالسوبرا فيتال ستين كريستال فيولوت. اشهرهم السابرة اسمها كريستال فيولونز والدينزا انكلوجين زيه. يبقى هاينز باضيز ما هي الا هيموجلوبين مترسب. والله في السيكل سيل كان ترسبات من البيتا جلوبين تشين. هنا برضو ترسبات من اوكسدايز برضو جلوبين تشين. قادل هاينز باضيز هاي. وبالمرة ليه بسموها سوبرا فيتال ستين سوبرا فيتال يعني فوق الفايتال. لان انت هنا بتستخدم هزيه الستين علشان تحقن او تصبح خلايا حية انت استخرجتها من الجسم. وطبعا دي بنستخدمها غالبا في البلوت ستز. على عكس طبعا الاتشان دين هي ما تقسل انه اليوسين بنستخدمها عشان نصبغ اللي بيتم بيستقصال لها من الجسم. فالاسمها سوبرا فيتال ستين. بتصبغ بيها الخلايا. طيب. طيب هزي هي الاكسدايز هيموجلوبين اللي ترسب هنا كده وعمل هينز باضيز هيعمل ايه? والله ممكن الترسبات دي تبقى عنيفة درجة النهاية تعمل دامج للميمبران وتعمل انترافاسكولار هيمولوس. ممكن ما تعملش دامج او للميمبران. بس الترسبات دي تقلل الديفورمابيلتي بتاعت الريد بلوت سيلز. فالريد بلوت سيلز اللي حاملة التي تحمل هزيه الهاينز باضيز بتعدي من خلال الاسبلين الكورت. فالمكروفاش تشوفها دي خلايا معيوبة دي فيها هاينز باضيز. والديفورمابيلتي قلت. فتبدأ تطلق او تبدأ تاكل اجزاء من الريد بلوت سيلز اللي فيها الهاينز باضيز. فتتسبب لك في حاجة من الاتنين. يا بايت سيلز بدان لك ايه? يا خلايا متاكلن من ها حتة. دي الحتة اللي كان فيها وهي معدية في الاسبلينيك كورتز. المكروفاش صار كانت جعانة. فقطمت منها حتة سموها بايت سيلز. تيجي الدامج لسيل ميمبران كبيرز ازفقة هذا بايت وبدا سايتو بلازم بايت سيلز. او ممكن بقى آآ المكروفاش تاكل حتة من الريد بلوت سيلز اللي فيها تاكل حتة من وبقية الميمبران يلحم. شوية ماكروفاش تيجي تاني تاكل حتة تانية من الميمبران وبقية الميمبران يلحم. فانت كده عمل تقلل السيرفيس ايريا بتاع الميمبران فتتحول الريد بلوت سيلز الى سفيروسايتز زي ما شفناها في الهريديتر سفيروسايتوز تحول برضو هنا الى سفيروسايتز. طبعا كلا البيوت سيلز والسفيروسايتز بدي بتاعتهم ضايع فبرضو هيبقوا ترابد وبرضو يتكسروا بالماكروفاش فبرضو ممكن يبقى فيه من اكسترا فاسكولر هيمولوسيز لكن مين اللي بيحصل انترا فاسكولر هيمولوسيز. اول مرة بلوت سيلز تقابل على طول المجلوبينية اكسر الجلوبين اللي فيه ويترسب ويحصل دامج للسيل ويعمل انترا فاسكولر هيمولوسيز. طيب. المرض اللي بعد كده في لستة الهيموليتك انيميا هو البروكسيزمال نوكتورنال هيمو جلوبينوري. وبرضو جنجبنا سيرته قبل كده في محاضرة الانفلاميشن لما تكلمنا عن سيستم. وان ده بيتنشف بالكلاسيكال باسوي والالترنتين باسوي والليكتن باسوي. وان لو في حاجات قلت في الحاجات الريديوليتر وساعة زي الديكيه اكسرريري فوتر الدي اي اف. ممكن انتج عنه فاروكسيزمال نوكتورنال هيمو جلوبينوري. طيب. قبل لما نشرح المرض. آآ نقول كده كلمة بسيطة عن البروكسيزمال دكتورنال هيمو جلوبينوريا ده. فانا طبعا الكمليمن سيستم ده واحد من الانيت اميون ريسبونس. الانسان النورمال ده. آآ فيه سام ديجري اف اكتيفيشن. طول ما هو قاعد ما بيعملش حاجة. والهدف من الكمليمنت يبقى ان لو اي انتج اندخل في اي لحظة يلاقي جاهز. في حد ادنى من الاستعداد موجود. فاللي بيحصل طبيعي ان ممكن الاربيسيز وهي ماشى في الدم يلزق فيها احد مكونات الكمليمنت. واحنا عارفين ان الكمليمنت لما يلزع على اي خلية ده ممكن يؤدي بنا ان الخلية تتكسر ويعمل كموليسيز. بس ده ما بيحصلش بان ادم الطبيعي من نورمال. ليه? من ناحية لان فيه طبعا حاجات بتاعت الكومليمنت. ومن ناحية اخرى بقى الجديد ان الطبيعية آآ عليها مادة او عليها بروتين بيضعف من قدرة اي يلزق على سطحها. شابية دايما انا عامل زي المقاشة. اي يلزق على سطح على طول بالمقاشة توم كنسة هذا الكمليمنت وتظهر في ان الاكتيفتي بتاعته جدا. فالباروكسيزم النكتورن هيمو جلوبينوريا يحصل بقى قلنا مرة لما لو حصل في احد الحاجات اللي بتليمت بتاع السيس اللي هو والمرة هنا بقى يزا موجودة ومعلهاش هزين المقاشة. مش موجودة المقاشة دي عليها. فساعتها اي ويلزق على سطح ما فيهاش اي حماية ضده كما تعرفش تشيله. فطبعا ممكن يؤدي بنا الى هيمولوسيز والهمولوسيز هنا هيبقى غالبا انترافاسكولار. لان طول ما معدية يلزق على سطحها تتكسر. والدليل ان هو هيمو جلوبينوريا. والهيمو جلوبينوريا ما بتحصلش غير في الانترافاسكولار هيمولوسيز. يعني نوبات. يعني كل شوية ينزل دم في البول. ينزل هيمو جلوبين في البول. طب ليه نكتورنا? ليه بقى النوبات دي والهيمو جلوبينوريا ما بتحصلش غير بالليل. هنشوف لما نيجي نشرح ان الانسان لما بيه نام الكاربون داكسايت بيعلى سنة الزيارة. في دمه. بساعتها البي اتش يبقى اسيدك على خفيف. والاسيدتي ده اي بي اتش اسيدك بي اكتيفيت زيادة. فيبدأ طبعا يترصف زيادة على سطح اللي هي ما عندهاش حماية ضده. فيبدأ يتكسر. تعبال لما العيان يخش ينام ويصحى يلاقي البول بتاعه كله. طبعا دي تسمية خطيئة لانها مش مرتبطة بالليل هي مش نكتورنا. وما قالوا نكتورنا لعشان الانسان بينام بالليل. لكن لا هي مرتبطة بالنوم. لو نام في اي وقت هيصحى يلاقي البول غير. طيب النقطة التانية هي مش حاجة هي مش حاجة بتيجي تكسر عشان كده انا ما حطيتهاش تبع او انا ما قلتهاش تبع اللي بتكسر منكسر بها كحاجة لا. هي في دور طبعا في التكسيد بس مش بسبب عيب في ده بسبب عيب في ولكنه ليس اوتو اميون. انا ببتكونش ده كومبليمت والانتي بودوس دي دي ريت بلات سيد. طيب. نعملوا بقى ناخد التفاصيل. اه البروكسيزم الهيمو جلوبينوريا هو الوحيد اللي في مجموعة الكوربسكولار كوزيز بتاعت الموزيز يكلم له هو يعني هو مش مولود عنده دي هو بيكتسبها اثناء حياته. دي بتصيب جين اسمه الجين ده بيصنع مجموعة بروتينات مهمة اسمها البيج. فوسفو تاديل اينوسيتول جلايكان. وده عبارة عن ميمبران بروتين موجود على سطح الريد بلات سيد وبيلزق فيه ميني بروتينز. انكر فور ميني بروتينز. البيجا اكس لينك برضو زي وزي الجي سيكس بي دي. والنورمال سيدزة عندها وان اكتب بيكا جين. يبقى موجود على اكس كروموسوف. وفي وان اكتب جين بس. وبالتالي اميوتيشن. اه تيجي في هذا الجين اسفشن توكوز بيجا ديفشن. وتعمل لنا البراكسيزم الهيموجلوجينوريا. كمان اللي بتحصل في البراكسيزم الهيموجلوجينوريا. ده فرق بتحصل في اللي هي ماتيور وطلعت ولا بتحصل في وهي موجودة جوة البون مارو. الاجابة في البروجينتر سيلز. واسمها هيماتو بويتك برو جينتر. ده بتحصل في البروجينتر سيلز في اللي تقدر تديه لك ريت بلات سيلز ورات بلات سيلز. انها بتحصل في الستيم سيلز. ده فوق خالص. وبالتالي لو حصلت هزا الميوتيشن. والبيجا باقي في هزيه البروجينتر هيماتو بيوتك سيلز. فساعتها انت متوقع ان هتطلع منها مفهاش بيجا. ليوكو سيدس هتطلع مفهاش بيجا. وبليتس هتطلع مفهاش بيجا. كلهم هيبعو عرضة للكومبليل. طبعا الكمبليل ما انت عابد بلات سيلز هيكسرها. لكن على البليتلتس غالبا هيلزقها ويعمل ترومبوزز. يعمل ترومبوزز. اه الاطفال بقى اللي هيتولدوا من البيجا ميوتيتد كلون ده. طبعا هيبعو ما عندهمش هزا البيج تيلز بروتينز. هزا البيج بروتين اللي كان قابل طالع من السيل ميمبرين ولازق فيه بروتينات كتيرة. بيج تيلز بروتينز. فكل الاجيال اللي طالع من البيجا ديفشن. اه بريكيرسرز. او كل الاجيال اللي طالع من او من اللي حصل فيها جين. كلهم هيبقوا آآ اللي كان بينهمة. وبالتالي في اللي ما عندهاش اللي كان في الجين بتاع البيجا. هيبقوا بالكومبليمنت واكتر حاجة هتعمل لهم ما يعمل كرونيك انترافاسكولار او انترافاسكولار في مولس. الدليل ان هو انترافاسكولار في هيمو جلوبينوري. الليكوسايتز برضو عندهم نفس الديفشنسي بس هم ليس سنستيف الكمبليمنت دان الار بي سيز. الكمبليمنت ما بيقدرش عليهم اوي زي ما بيقدر على ويعمل فيهم هيمولسيز. قلنا نكتورنا الليه لان الكمبليمنت فكسيشن ببقى انهانسد بالديكريز اللي بيحصل في البلود في اتش نائل سليب اوين تو كاربون باكسايد ريتش. قلنا اهم كومبليكيشن في البروكسيز بنكتورنا هيمو جلوبينوريا ثرومبوزيز. لان مع اكسيسيب كومبليمنت اكتيبيتي. على البليتلتز يلزقهم ويعمل ثرومباي. شور جدا الثرومباي هنا تصيب الابدومينال فيزلز. بورتال فين وهيباتيك فين. بورتال فين الثرومبوز هباتيك فين الثرومبوز من عشر الاسباب باروكسيز بنكتورنا الهيمو جلوبينوريا. كان فيه تست قديم اسمه هام تست. لو ناخد عينا من دم المريض ونعمل نحط لها اه اسد بسيط عشان نعمل يحصل فطبعا الاسدي فيكيشن للسيرم هيعمل هيمولوسيز لدي بلود سيلز يعني زي ما قلنا نشط ويخليه يبقى ويبقى وما ادارش على اللي معيوبة دي اللي مفيهاش البيج تيلد بروتينز. بصة طبعا ده يعني حاجة قديمة وبسوليتة دلوقتي. دلوقتي عشان تشخص فيعنا البي اي اتش هكتاج تعمل فلو سايتوميتبي وتايدنتفاي اللي هي الخلايا اللي ميسنج البيج تيلد بروتينز او اللي هي الجي بي اي 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 جلايكان فوسفيتاديل اينوسطول او فوسفيتاديل اينوسطول جلايكان كلا هما جي بي اي او دلوقتي فيه ادوية مشهورة جدا اسمها الاكيولي او الرافولي زوماب كلهم دول بيمسك في السي فايف وبينهيبت بتاع السي فايف بي سي ناين من برين اتاك كوملونت ما هي كان اكتر حاجة في الكوملونت بيكسر هي سي فايف بي سي ناين من برين اتاك كوملونت. فانت هنا بتدي هزا الانت بدل بيمسك في السي فايف. ويمنع تكوين فيمنع ان هو يروح يا اتاك اه المعيوبة دي. المرة الدواء ده مالوش اي افكت في يعني في الاول مش هيدي اي نتيجة بيفضل اي سيحصل لك كيمولوس. وما ننساش ان لما انت بتقفل قدرة على تكوين هذا المبراين اتاك كوملونت. فانت بتفتح الباب قدام انفكشن وعلى رأسهم النيسيريا انفكشن. خصوصا مينجو كوكال سيبسيس. عشان كده كل العينين اللي بياخدوا هزا الانتيبودز لازم يبقوا عشان تحميهم من السيبسيس. اللي هيحصل لان انت قفلت تكوين في محاولة ان انت تقلل شوية من ان عمال يكسر لك هزي المعيوبة. اللي بعد كده في الاوتواميون هيموليتك انيميا. في الهيموليتك انيميا من اسباب الهيموليتيك انيميا الاوتواميون ب coma لانها كانت واحدة من الاكسترا من الكورباسكولاركوس. كل اللي فات ده كان كورباسكولاركوس بقى الهيموليتك انيميا. في الممبرين اخدنا الها mask السيروسيتوزيس واخدنا قبل الاخير في الهوموجلوبينوبيس اخدنا واخدنا في الانزيم في الاكسراكورباسكولاركوسيس اخدنا طبعا ودلوقتي ناخد اللي هو كان فيه نوعين يا اما آآ دي جياله من حد غريب. قال له اميون بس من نفس جنسه. او بتتكون جوه في جسمه. واللي جياله من حد غريب ده يعين حد بعيد عنه. او احنا نتكلم عن الاوتو اميون هيموليتك اللي هتتكون ضد بتمسك طبعا في في اجزاء معانا على طبعا مسكة في هتخلي هزي عرضة لواحد ماكروفاش تيجي تبلعها ونخلص. او ان يبقى عليها وينشط وعمل لها دي ممكن تطلع او بمرض زي اهم شخص بي هو هو موجود علشان نستخدمه في تشخيص الاوتو اميون هيموليتك انيميا. ده بنستخدمه علشان نشخص به الاوتو اميون هيموليتك انيميا. وليه نوعين? نوع اسمه كومبس تيست. وده بندتكت الانتي بودز اللي عاملة كوتنج للريد بلات سلج. الانتي بودز اللي مسكة على الاربيسيز ممبرين. ونوع اسمه اين دايريكت. ان هنا بقى دي تيكت الانتي بودز اللي سرحة في السيروم. وما لزقتش على سطح الريد بلات سلز. فكرة في ايه? لو واحد عنده سيفير سيفير هيموليسيز نتيجة الاوتو اميون هيموليتك انيميا ده. فزي ما فيه انتي بودز كتيرة لزع على سطح الريد بلات سلز وعملالها هيموليسيز. بالاضافة الى كده فيه شوية عنده فيه شوية انتي بودز عايمة في مش لقيالها كراسي تقعد عليها مش لقيالها ار بي سيز تقعد عليها. لانك كل الار بي سيز بقت مليانة. فانت فيدي بايريكت ص circuits فعلا انا في ايه انتي بوبيس قوتينج ريت بلات سيل. سيرفتز. فانت هنا فعلا PCSC. استخدمه لتشخيص الاوتو منひموليات تشخص بيتي لكن انا قدرت اثبت ان فعلا فيه ، لكن الاندي بايريكت بتاستخدمه ا طريف الراكتو بتاعت الريد براكتك اسفيريز دي." ان كلما كانت الهيموليتك انيميا سيفير كلما الانتي بقى اكتر فما تلاقيش الارب بي سيس تقعد عليها وتمسك فيها فتظهر في السيرم. فالديريكت تشخص به والانديريكت عشان تيتكت السيفيرتي. يعني فكريته ايه ببساطة? في الديريكت انا باخد بتاعة المريض وارمي السيرم انا باخد عيني الدم اخد وليش دعو بالسيرم. واخد دي واحطها في سيرم انا عامله عندي اسمه كومب سيرم. كومب سيرم ده ما هو الا انتي هيومان جلوبيولين. يعني انتي بوديز تمسك في الانتي بودي اللي لازق على سطح الريد بلوت سيل. انتي هيومان جلوبيولين سيرم. انتي بودي ضد الانتي بودي اللي لازق على سطح الريد بلوت سيل. فطبعا لو حضرتك بعد ما عملت انكيوبيشن للريد بلوت سيلز بتاعة هذا البيشن اللي عليها الانتي بوديز مسكة على سطحها وكانت بتعمل لها ملصص. فلو اخدت هزي الانتي بوديز اللي عليها وحطيت انت من عندك اللي هو فيه بتاعك هيمسك في الانتي بودي اللي ماسك على سطح ويحصل تلاقي جماعت كده وعملت تجلق قدامك وهنا فعلا كان في الانتي بوديز لازق على سطح والزليل ان انا لما حطيت الانتي هيومان جوبيوين سيرم بتاعي عمل اجليو تينيش ازاي اسبت بقى ان في انتي بوديز سرحة في السيرم ومش ركبة على سطح برضو بجيب دم العيان وافصل عن السيرم بس المرة دي بقى انا بدور على في السيرم فالمرة دي اخد السيرم واجيب انا دلوقتي بقى معايا اعمل له مع نورمان ريت بلات سيلس طبيعية من عندي وبعد كده طبعا مش هلت تكون متوافقة معايا نازم انتو بقى اكون بتابول معايا يبقى تاني انت في الانديرت هتاخد تسحب دم العيان وتفصل السيرم عن الريت بلات سيلس بتاعت البيشن مش عايزها انا مبادورش على حاجة عليها واخد السيرم اللي فيه انتي بوديز وحط من عندي انا ريت بلات سيلس متوافقة معايا فلو في انتي بوديز موجودة في السيرم هتركب على الريت بلات سيلس اللي انا حطيتها من عندي بعد شوية اضيف كمان الكمب السيرم اللي انا استخدمته في الديريكت اللي هو الانتي هيومن جلوبيولين فالانتي بوديز الكتير اللي في السيرم اللي ما كانتش لقى يا ريت بلات سيلس تقعد عليها ودلينها باقت في السيرم ساعتها انا لما ادت لها ريت بلات سيلس ما هتصدق تلاقي فتقوم نازع على سطح الريت بلات سيلس وبعد كده لما حط عليها ويحصل بقى فساعتها فعلا بوزيتيف ان دايريك كومبستست وأثبتت فعلا ان هذا فيه انتي بوديز طبعا عرفنا ليه الاولاني لان مجرد ما بحط الكمب السيرم بيحصل لا ده انا بجيب السيرم واحط له الاول ريت بلات سيلس من عندي وبعد كده هحط الكمب السيرم اللي هو الانتي يومن جلوبيولي. ايه. الاوتو ميون هيمونيتيك انيميا بتتقسم الى نوعين. نوع اسم وورم انتي بودي. ونوع اسمه كولد انتي بودي. وكلاهما في برايماري في الورد وسكند. وفي الكون ده برضو انتي بودي ممكن تبقى كيوتو كرونك هنفهم الكلام ده. طيب نفهم الاول. يعني ايه وورم انتي بودي ميون هيمونيتيك انيميا? يعني هنا الاوتو انتي بوديز هتمسك في الريد بلوت سيل. في درجة حرارة دافئة. الورم انتي بودي ميون هيمونيتيك انيميا بتحصل بسبب امينو جلوبيلين موسل امينو جلوبيلين جين او امينو جلوبيلين ايه. اللي بيبقى النشاط الاكثر ليهم في تكسير الريد بلوت سيلز عند درجة حرارة سبعة وتلاتين. اللي هي درجة حرارة الجسم الطبيعي. لما كل الانتي بوديز بتشتغل في درجة الحرارة دي. امليسة منها وورم. عشان نفرقها عن اللي جاي اللي اسمها كوت. طيب الامينو جلوبيلينس دي جي او الايه تمسك على سطح الريد بلوت سيل. وعندنا حاجة من اتنين. يا اما تبقى من السيركوليشن. وهي ماشية في السيركوليشن توصل فالماكروفاش تبلعها مرة واحدة ونخلص. يا اما نفس الفكرة الماكروفاش تقعد تعمل نيبلينج ليها. نيبلينج يعني قدم. يعني بتاخد اجزاء من السيل سيرفس اللي عليها الانتي بوديز. تقعد آآ تاخد قطع كده يعني تعطع في الريد سيل ممبرين. او النيبلينج في الانتي بودي كوتيد الماكروفاش. فطبعا كل ما الماكروفاش تاخد حتة من السيل ممبرين اللي عليه اللي حتة اللي بقى تلزق. وتاخد حتة تانية في الحتة اللي بقى تلزق. فانت بتقلل السيرفس اريا للممبرين وبتحول الريد سيل الى سفيروسايتس اللي برضه هتبقى ترابد آآ جوه الاسبلين وتبدأ تتكس. طيب. الاسباب اللي تخلي اميونو جلوبينجي او ايه تطلع. وتروح تمسك لك في الريد بلات سيلز وتعمل لك الاميونو هوميليتيك انميا دي. السبب اللي اشهر ايديوباسيك. حتش يعرف السببين. او ساكندري. لاندر لانج امينولوجيك ديس اوردر زي السيستيميك لوباس. او بي سيل نيو بلازم زي حاجة اسمه لمفساتة كلوكيميا. انا اخدنا او 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 دراكز. ويمكن دي اهم نقطة. ان من اه يعني من احد وسائل الدراكز. ان هو يعمل هيموليسز ان هو انديوز الورم انتيبود اميون هيموليتيك انميا. بالمرة بقى نعرف ازاي دراكز يعمل آآ هيموليتيك انميا. اول حاجة تعمل او انتيبودز اجينست الريد سيل. انترينسيك ريت سيل بارتز. خصوصا تكون الانتو انتيبودز دي ضد ار اتش بلاد جروب انتيجينز. واشهر ده هيعمل كده الفا مثال دوب. اللي هي يكون الالفا مثال دوبة. اه تمسك فيه اجزاء من الار اتش بلاد جروب انتيجينز اللي موجودة على سطح الريد بلاد سيل. ويت انديوز اتو بي ايدر كومبليتلي دامجد. او تبقى الماكروفاش تاخد منها اجزاء وتحولها الى سفيروسايتس اللي برضو هتبقى ترابط في الاسمين. الطريقة التانية ان الدراجي اكت از هابتن يعني انتيجين حجمه صغير. which induce an antibody response. طب ازاي ده انتيجين حجمه صغير طب ازاي هيستفز الانتيبودي ان هذا الهابتن هذا الانتيجين الصغير يمسك فيه ريت سيل ميمبرين بروتينز يلحم مع روتينات على الريد سيل ميمبرين ويتحول الى انتيجين ضخم انتيجين كبير. يستفز فعلا جهاز المناع ويكون انتيبودي فيروح يكسر. الانتيبودي ده يروح يكسر الدواء اللي لازع على سطح الريد بلاد سيل فيتتكسر بالمرة معك. واشهد دواء بيعمل كده البني سيل. او ان الدواء يخش والانتيبودي يتعرف على الدواء ويمسك فيه ويعمل يلف في لفتين ويروح على سطح الريد بلاد سيل فعندك كده انتيجين على سطح الريد بلاد سيل وده ايما يفكس الكمبلومنت ياما اكتزا اوبسنين بوهرات تفتح نفس الماكروفاجة ان هي تيجي تبلعه وتكسره فكلا هما سواء عمل على سطح الريد بلاد سيل او اشتغل كاوبسنين فاكلة هما هيؤدي الى هيموليسيس. وبعدا الورم انتيبودي اميون هيموليتيك انيمي. طيب نيجي للكولد انتيبودي اميون هيموليتيك انيمي. ما لك احنا في الورم قلنا او ايه? على طول بيعمل هيموليسيس. تعالنا نشوف بقى الكلد ده هيعمل ايه? اه الكلد انتيبودي هنا بقى تلاقي عليك انتيبودي اميونو جلوبيلين ام. مسك في الريد بلاد سيل ومسكته في الانتيجينز على سطح الريد بلاد سيل. بتحصل عند من تلاتين. تلاقي دايما التمبريتشر دي موجودة في الديستال بارتس والده باضي. الاجزاء الطرفية ايرز هاند توز وهي حبازة كمان لو في درجة الحرارة على تلاتين. نفس فكرة طبعا في ميدا تارسو فالنجيل جوينت بتاع الديكتوب. برضو كولد طيب. يبقى هنا اول مرحلة ان الاي جي ام مسك في الريد بلاد سيل ميمبران. الاي جي ام لما يمسك في الريد بلاد سيل ميمبران عنده قدرة طبعا على انه يفكس الكمبليمت واكتيفيت الكمبليمت. لكن بقيت يعني اه بقيت الكاسكيد بتاع تنشيط الكمبليمت ما بتحصلش غير عند التمبريتشر عالية. عن التلاتين. يعني لازم توصل لحوالي سبعة وتلاتين او اقل من سبعة وتلاتين شوية. اذا بقى عندك دلوقتي تحمل الامينو جلوبيلين ام. وبدأ وهي ماشية دي. بدأت اجزاء من الكمبليمت تبقى فيكسة بالاي جي ام. وبدأت يترصب على سطحها اجزاء من الكمبليمت سي سري بيم. لكن لحد دلوقتي نوت لايسن. نفيش اي لايسن. امتى بقى تحصل لها لايسن? لما نكمل بقية الكمبليمت ونعمل الممبرين اتاك كومبليكس اللي يعمل لها لايسن. ونكمل امتى بقى بقية الكمبليمت كاسكيد لما سيلز ترحل الى وورمر اريز. ساعتها لما توصل لمناطق دافئة الاي جي ام هيفك لان هو ما بيمسكش غير في كولد تيمبريتش. فلما الريد بلاد سيلز التي تحمل على سطحها الاي جي ام والسي سري بي توصل لورم اريز الاي جي ام هيفك ويسيبها. وتفضلك السي سري بي اعدالة. عملا كوتين. مساش ان السي سري بي ده اوبسنن. وبالتالي الخلايا الريد بلاد سيلز وهي ماشي على سطحها السي سري بي. اوبسنن الماكروفاش تتعرف عليها. وفاجه سيتوز بالماكروفاش خصوصا في الليفر والسبلين. ويحصل بقى الهيمولوسز هنا اكسترافاسكولر. في الورم كان على طول المينو جلوبيلين جي ممكن يعمل انترافاسكولر او وصلنا للسبلين ممكن يعمل اكسترافاسكولر. مينو جلوبيلين جي. هنا لا. هنا الكولد انتيبودي وجود المينو جلوبيلين ام. مسك في كولد تيمبريتشور ورصب شوية سي سري بي. مع وورم تيمبريتشور نبدأ بقى ساعتها السي سري بي. يفضل اعاد لك على سطحها واللي يجي امي فك. فطول ما هي ماشية الوبسونيز دي على السي سري بي توصل للسبلين فتتكسر اكسترافاسكولر. مينلي اكسترافاسكولر. لا اسف الورم برضو انتيبودي اميونو هيموليتك انيميا برضو بيحصل في السبلين. آآ لان ساعاتها برضو من جلوبيلين جي اللما هتبقى كوتنج الريد بلات سيل فلما توصل للسبلين. اما تتاكل بالماكروفاج على طول. اما الماكروفاج بتاعة السبلين تبدأ تقطم حتة منها وتلحم الباقي فتاعة من سفيروسايد برضو هتتكسر في السفلين. فاكلها هما اسد اكسترا باسكولر. لكن الكورد معقدة شوية لان المينو جلوبيلين ام بيمسك الاول في الكورد وبعد كده وهو ماشي يتنزل شوية سي سري بي لزة شوية سي سري بي على سطحها توصل لوورم ارياز يبدأ المينو جلوبيلين ام يفك وسي سري بي يفضل كوتنج عليها. فهنا الكوتنج تم بالسي سري بي مش بالاميونو جلوبيلين زي اللي حصل في الورد آآ انتيبودي مينو هيموليتك انيميا. نتيجة بقى القصة دي كلها بيرجعوا قسموا الكولد انتيبودي مينو هيموليتك انيميا الى نوعين. بس قبل ما نقول النوعين نبص كده على الاسباب ليعمل كولد انتيبودي مينو هيموليتك انيميا. في مرحلة اكيوت بعد مايكو بلازما انفكشن وفيكش اسمونو نيوكليوزيس. او في كرونيك اللي ممكن يبقى اديوباسيك او مع بي سيل لنفويد نيو بلازما زي اللينفو بلازما سيتك لنفويد. لما نعرف الانواع هنفهم اكتب. دلوقتي الكولد اجليوتينين ديزيز. كولد يبقى ده هنا اكيد يرموز الامينو جلوبيلين ام اللي بيمسك على سطح الريد بلوت سيل ميمبرين اتلو تنبريتش. اجليوتينين يبقى اي جي ام وهو ماشي عمل اجليوتينيشن للريد بلوت سيلز. مفيش همولوس ازينا. هنا عمل اجليوتينيشن. ننساش الامينو جلوبيلين ام ده ده اكبر انتي بودي. ولهو خمس ازرق. فسهل او طول ما هو ماشي وراكب على سطح الريد بلوت سيلز يلزق اخرى في بعضها البعض. يعمل اجليوتينيشن للريد بلوت سيلز. طبعا دي في مرحلة الكولد. طول ما في اي جي ام يبقى انت في كولد تنبريتشر. ساعة هتقدر تعمل اجليوتينيشن واجريجيشن للاربي سيز. ايه اللي يعمل ده? برضو ايديو باسيك او ساكنر. ساكنر للانفكشن اللي احنا قلنا عنه. ما يكو بلاس مانيوموني. طيب الانسان اللي عنده هذا الاي جي ام وركب على سطح الريد بلوت سيلز وعمل لها اجريجيشن. هي طرح هشتيكي من ايه? هشتيكي لما يتعرض الانسان لهذا الكولد يتعرض يحصل لروندس فينومنا. كلمنا بقى على الروندس فينومنا قبل كده ان الروندس فينومنا في الاساس عبارة عن اكساجيريت فيزو كونستريكشن في الارترز والارتريولز. فتعمل بالور وبين وممكن سيانوزيس. ولو حصل طبعا برولونجد فيزو سبازم يعمل تيشون كروز. كنا قلنا الروندس فينومنا ده فيه برايماري وساكنر. برايماري ده افكتنج يونج وومن. وبيبقى عندها اكساجيريت فيزو موتر ريسبونس للكولد والاموشن. اما ساكنر ان فيه مرض ادى الى اكساجيريت الفازو كونستريكشن. ليه اثر اسكليروز والسيستيم كلوبس وواواوا. هنا بقى الروندس فينومنا مش ان انت عملت فيزو كونستريكشن في الديجيتز في الارترز والارتريولز بتاعت الاصابع. لا. ده انت عندك ريت بلوت سيلز مكدسة ومشية فمع الايجي ام نشط ومسك على سطحها ولزق ريت بلوت سيلز في بعضها البعض. ما لك سمسورت اوف ستيزيس للدم. لزق لك الدم في المناطق الكولد اللي هي مصلي في الديس البرتوف داباتي هي هاند وتوز واييرز. هيشتكي ان هنا مفيش دم مواصل. فيحس بنفس على دروندس فينومنا. اللي هي بين وطالور وممكن ابتو سينوز. وممكن لو فضلت شوية طبعا الاربسيس بقى اللي تجلطت دي كلها هتتكسر ريحصل هيموليتك انا. لو اخدت سحبت عينها من الدم ممكن تلاقي الكلام بصف ريت بلوت سيلز متجمعها هي. هدي ريت بلوت سيلز متجمعها. يبقى في حاجة لزقها مفي بعض اللي هو مين اللي هو الاي جي ام. من يجلو من الام اللي على سطحهم. نزقهم في بعض. عامل لهم اجليوتينيش. يا هم يا هم. كل دي اجليوتينيتد ريت بلوت سيلز بسبب وجود الاي جي ام. فتاله نسميه كولد اجليوتينين ديزيز. طالما اجليوتينين يبقى غالبا اللي عينها هيشتك بروناتز في نومنا اون اكس بوجر تو كولد. ليه ليه كولد? ليه اثناء الكولد? عشان الاي جي ام هيمسك على سطحها على سطح الريد بلوت سيلز ميمبرين. اون لي اتلو تنبريتشور. طالما هيمسك تلو تنبريتشور في الكولد تنبريتشور. يبقى يعمل اجليوتينيشن يعمل روندز في نوم. مرض التاني يبقى يسمه باروكسيزمال كولد هيمو جلوبينوريا. باروكسيزمال يعني نوبات. وكولد يبقى اثناء الكولد هيمو جلوبينوريا. يبقى انت بتكسر الريد بلوت سيلز جوه الدم وبينزي اليمو جلوبين بتاعها في البول. ده لي اسم تاني اسمه دوناث لاندشتاينر او دوناث لاندشتاينر سندروم. البروكسيزمال كولد هيمو جلوبينوريا ده بقى. ده هنا عندك اميونو جلوبين جي انتبوتس. يمسك فيه انتيجينات معينة على سطح الريد بلوت سيل ميمبرين انتيجين بي وانتيجين اي. يزود طبعا لما يمسك يزود ويرصب على سطح الريد بلوت سيلز كومبليمنت وينشط الكمبليمنت ويعمل هيمولوسيز للريد بلوت سيلز اون اكسبوجر توكولد. يبقى البروكسيزمال كولد هيمو جلوبينوريا مختلفة عن الكولد اجليوتينين ديزيز. ان هنا غالبا المينو جلوبين اللي موجود مينو جلوبين جي شبه الورم. بس هنا اون اكسبوجر توكولد ريت بلوت سيلز تتكسر. هي قريب جدا من اللي احنا قلنا عليه. في الوقتي انت لو عندك مينو جلوبين جين. ولزق على سطح الريد بلوت سيل ومسك في الانتيجينات دي. وعمل للكومبليمنت والكومبليمنت اترسبت. خصوصا السي سري بي طبعا. فوارد جدا ان الكمبليمنت لما يترسب على سطحها يبدأ ينشط ويعمل ميمبرين اتاك كومبليكس اللي يكسر الريد بلوت سيل وكل ده يحصل اثناء الكل. طبعا محدش قادر يفسر اوي ليه الكلد هنا في المجموعة دي من الديزيز. خلي المينو جلوبين جين يطلع وينشط الكومبليمنت صار الريد بلوت سيلز وعمل لها هيمولوس. محدش يعرف. فالاتيولوجي غالبا او برضو ساكنر الانفكشن تيرشري سيفلس وفايرل انفكشن. ممكن طبعا هنا حاجات بيتا سيل بي سيل بي لينفوسايت نيو بلازم زي الينفو بلازمي سيتك لينفو مبنو. هنا هقون اكس بوجر ده هيحصل غالبا هيموليتك انيميا لكن في الكل ده اجلوتينين ديزيز غالبا هيحصل الرونادز في نومي. طبعا لما هنا الاي جي ام يمسك على سطح الريد بلوت سيلز ويلزق الريد بلوت سيلز مع بعضهم يعمل اجلوتينيشن شوية طبعا وهيترسب او الخلايا دي اللي على سطحها اا 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 ترسب عليها اي جي ام وسي سري بي فبعد شوية سي سري بي اا اكتر زي انه تبقى فاجوسيتوز اا باين ماكروفاج في الاسبليين والليفر وهي عام يصال اا اكسرا فاسكولر في مولوسيس. ده هنا في الايه في موضوع الكلد اجلوتينين ديزيز لكن البروكسيزما الكلد هيمو طبعا ده غير براكسيزما النكتورنال هيمو جلوبينوريا. هنا في البروكسيزما النكتورنال هيمو جلوبينوريا معجبتي سيرة خالص اا ده هو الريد بلاد سيلز فقدة الحماية اللي كان بتحمية من هنا كولد هيمو جلوبينوريا لا ده هنا فيه غالبا الجي ومسك في انتجنات معامل سطح الريد بلاد سيلز ونشرة ويعمل هيمولوس طبعا الفر ما بينها وبين الورم انتي بوضي ان هناك التكسير كان بيحصل في الورم هنا بيحصل في الكولد تيمبريتشور. طيب النوع الاخير من الهيموليتك انيميا او من اسباب الهيموليتك انيميا اللي هو الريد بلاد سيلز. وهنا دي اللي بيحصل هيمولوس الريد بلاد سيلز نتيجة تعرضها لابنورمال ميكانيكال فورسيز اللي هي تروماتيك ما اتكلمنا في الاكستر كولباسكولاركوسي. ده المايكرو انجوباتيك هيموليتك انيميا والمارشي مجلوبينيري وموضوع الجيش اللي بيمشي وارد فيشل وكالسيفيك وفيه اسباب تاني زي فيزيكال باوندينج. ان انت بتعمل فيزيكال اكسرسايز بجزء او اكتر من اجزاء الجسم. زي مسلا بيجروا مرافب. طبعا ما انت بتجري والريد بلاد سيلز بتخبط في الكابيرس بتاعة الموسيلز. فممكن تعملك برضو اه ما يشبه المارشي مجلوبينيري وتعمل لها هيمولوسيس. او الناس اللي بتلعب كاراتية وبتاخد ضربات او درامنج اللي بتلعب بيلعب درامنج كل ده. عبارة عن ميكانيكال وفورسز بتتحرك بعنف جوه الاوعية الدموية فسهل جدا ان تتكسر. طبعا اشهرهم والكالسيفيك. المايكروانجيباتيك كاموليتك انيميا. اه ده عبارة عن مايكروانجيباتيك يبقى سمول فيزيلز بيحصل لها او نارود بليجين. وهزا اللي عمل هذا الابستركشن او نارود في السمول بلاد فيزيلز. اه يخبط او يخلي الريد بلاد سيلز تخبط فيه ويحصل لها ميكانيكال دامج وهي بتمر. قلناها في الدي اي سي لان الفيزيل ساعتها تبقى نارود باي الفايبرين. قلناها في الماليجنانت هايبارتنشن والسيستيميك لوبس. وثرومبوتك ثرومبو سايتوبانيك بيربورا والهيمولاتيك يروميك سندروم. استيميلياتيد كانسر. اه اشهر الفايندينج اللي اللي بتتشاف نتيجة هزي اللي فرقاعة بسبب ميكانيكال ترومة خلان فرقاعة بيسموها شستو سايتس. يبقى شستو سايتس هي ميكانيكالي فراجمينتد بلاد سيلز. تاخد بقى ايه او بيشبوها لحسب الاشكال اللي بنشوفها. حاجة اسمها يعني سل مشارشرة. هلمة سل عامنا زي القبعة. هي عامنا زي القبعة. بتاخد اشكال غريبة بسبب الميكانيكال ترومة. او تريانجل سيلز. كل دي اشكال مختلفة من نتيجة ميكانيكالي فراجمينتد ريت بلاد سيلز. وقلنا اشهر سبب نبقى فيه او كالسيفيك. يا ده احنا خلصنا الهيموليتيك انيميا. تافي بهذا القدر. وان شاء الله المحاضر اللي جايين نكمل بقية الانيميا. وناخد البولي سايتيميا. اه شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.